أعوذ بالله من الشيطان الرجل ووصى بها إباهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضى يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إباهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم تلك البشرى النبوية التي أهلنا الله أن أصبحنا من أهلها وهي قوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينا وغشيتهم والرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فأبشروا بما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله إذن هيا بعدما تلون آيات الكتاب نتدارس سلك الآيات ما معنى قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ما هذه التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ألستم ترغبون فيها أما تعدون أن توصوا بها نساءكم وأولادكم وإخوانكم إنها لا إله إلا الله إنها الملة الحنيفية الملة الإبراهيمية وهي أن نعبد الله وحده ولا نعبد معه غيره هذه التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا ويعقوب هو حفيد إبراهيم إذ إبراهيم عليه السلام ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب وإسحاق ويعقوب سبحان الله بشر الرحمن الرحيم لسارة وإبراهيم واذكروا ضيوف إبراهيم لما دخلوا عليه وقام بإكرامهم فجاء بعجد سمين فقربه إليهم فجاء بعجد حنيد قال لا تأكلون ومرأة قائمة وراءه تعمل تقدم الطعام فبشروها فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم كيف ألد وهذا بعليه شيخا قالوا بشرناك بالحق فلا تكو من القانطين فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق ياقوب التبشير بإسحاق من باب المألوف إمرأته موجودة والفحل موجود وإن كان شيخا كبيرا وكانت الماء عجوزا لا تحيض ولا تحمل إن الله على كل شيء قدير ولكن البشرى أن هذا المولود الذي يولد لكما سيكبر ويتزوج ويلد مولودا واسمه يعقوب هذا ما يقدر عليه إلا الله وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إذن هذا يعقوب والذي يكنى أو يلقب بإسرائيل يعقوب هو إسرائيل إذن وصى بها إبراهيم بني وهي الموت على لا إله إلا الله لا تعترفوا بألوهية كائن من كان إلا لله ولا تعبدوا كائن من كان إلا الله فوصوا بها أولادكم وبناتكم ونزاكم كما وصى بها إبراهيم وهذا يعقوب عليه السلام وقد حضره الموت مرض والأصالحون قد يرون في المنام أنهم يموتون ولا حرش الرعياء الصالح جزء من النبوة وإبراهيم ووصى ويعقوب يا بني يناديهم يا أولادي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومعنى اصطفى اختاره لكم واشتباه وانتقاه من بين الأديان الهابط الباطلة التي يبدع وضلالات وخرافات اصطفى لكم الدين الحق إلا بناء على هذا يلزموا هذا الدين ولا تتخلوا عنه أبدا حتى يوافيكم الموت وأنتم مسلمون لأن من تدينا من عبد ثم انقطع كان كمن لم يعبد نعم لو عاش دهرا يعبد الله وقبل موته انقطع ضاع ذلك كله ولم يثب عليه ولم يؤجب أبدا فلهذا لابد من مواصلة العبادة الحق القائمة على أساس التوحيد وعلى أساس ما شرع الله وبين من تلك العبادات إلى متى حتى الوفاة وهذا الذي طالب به يعقوب بنيه طالبنا الله نحن به أما قال تعالى من سورة آل عمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِنْ تَرْكَهَا إِنْ مَحَا ذَلِكَ فَسَأَلَ غَيْرَ اللَّهَ أَوْ تَضَرَّعَ إِلِيهِ أَوْ ذَلَّ لَهُ وَخَنَاهُ أَوْ أَوْ أَكَعَ لَهُ وَسَجَدْ بَطَلَ كُلُّ ذَلِكَ وَلِلْعُلَمَاءِ في هذا مثل معقول جدا وهو إذا توضى أحدنا وأحسن الوضو قبل أن يدخل في الصلاة فساء وذار انتقل وضوه هل ينفع ذلك الوضو والله ما ينفع انتهى يجدد وضوه فكذلك العبادة إذا داخلها الشرك وهو التفات إلى غير الله رغبة فيه أو طمعاء أو خوفا ورهباء فناداه أو استغاث به أو تملقه وتقرب إليه بشيء بطل ذلك الدين كله وما يثيب على شيء هذه الدعوة أبناء دعوة أبينا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى بها بنيه واسمع ماذا قال يا بني يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين الحق الدين الحق ما معنى الدين الدين العمل الذي تثاب عليه وتعطى الجزاء وفيه معنى الذلة والخضوع لله هذه العبادات أقوال وأفعال شرعها الله لنا وأمرنا بها بل وألزمنا بها ووعدنا خيرا عليها أو شرا إن تركناها هذه العبادات هي الدين نعبده ويجزينا عليها ويثيبنا بها كالدين بين الناس في هذا المعنى إذن اصطفى لكم الدين الحق الدين الحق والدين الحق يعتمد على أمرين الأول أن يكون الله هو شابعه هو مقننه هو واضعه والأمر الثاني أن تؤديه على النحو الذي بيّن الله عز وجل فإن زدت أو نقصت قدمت أو أخرت بطل ما أصبح صالحا لتزكية النفس وتطيرها الله لو عرف المسلمون هذا الدين الذي هو عبادة الله لن ينتج لنا نتاجا طيبا ولن نسعد به في الدنيا ولا في الأخرى إلا إذا كان الله شابعه الله منزله والرسول صلى الله عليه وسلم مبينه ومفصله فنأتيه كما أتاه الرسول ونؤديه كما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يتوقف على العلم والمعرفة يتوقف على أن ندرس السنة والكتاب حتى نعرف الدين الصحيح من الباطل حتى نعرف كيف نؤدي هذا الدين تعدي من شأنها تزكي أنفسنا وتطيبها وتطاهرها لا بد من العلم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا أيها الأبناء إلا وأنتم مسلمون أي والحال أنكم مسلمون قلوبكم ووجوكم وحياتكم لله عز وجل هذه وصية من يا عقوب وقبلها وصية إبراهيم ونحن نوصي أو لا نوصي نحن ما من مومن ولا مومن له أو عليه حق يبيت ليلا إلا ووصيته عند عصيه هذه الوصية المتعلقة بالحقوق إذا كان لك حقوق على آخرين أو كان عليك حقوق لآخرين ينبغي أن تكتبها وهذا لا خلاف فيه وأعظم من هذا إذا مارد الفحل واجتمع عليه بنوه وأهله يوصيهم بوصية يعقوب لبنيه يا أبناء يا أبناء إن كانوا ذكورا يا بناتي إن كنا إناثا يا أولادي إن كنا ذكورا وإناثا إن الله أكرمكم بالإسلام واختاره لكم دينا ووفقكم له فحافظوا عليه فلا يموت أحدكم إلا وهو مسلم ونكون قد ائتسينا بالصالحين قبلنا أما أن يوصي أولاده بكذا وكذا وكذا ويطرق هذه الوصية حافوا حافوا حازة ولم يسلك سبيل الرشاد مرة ثانية كلنا مهيئ للوفاة فمن كان له بنون أو بنات أولاد واجتمعوا عليه وهو في سياقات الموت يضكو هذه الوصية ويوصيهم أوصيكم يا أبناء أو يا أولادي يا بناتي أن تواصلوا دينكم وعبادة ربكم وإسلامكم لله حتى الموت فإن الله أمان بذلك فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونحن مأمرون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا سيما عند سياقات الموت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالأمس بكرنا الصالحين وقلنا الصالحون هم الذين يؤدون حقوق الله كاملا لا ينقصونها أبدا شيئا ويؤدون حقوق العباد كذلك وفاتني أن أقول لكم إن من حق أخيك عليك أن تأمره بمعروف إذا تركه وإلا قصرت في هذا الواجب وأن تنهاه عن منكر إذا فعل أو يرتكب أو قاله من باب حقه عليك أن تنهاه فإن لم تأمره ولم تنهاه ما أديت هذا الحق تكلمنا عن الحق العام لا تؤذيه لا بسب ولا بشتم ولا بضرب لا تأكل ماله لا تغتبه لا أدي له الحقوق الواجب له وفاتنا أن نعرف ونذكر أن من أوجب الواجبات الحقوقية أن لا ترى أخاك تاركاً لمعروف وهو قادر على فعله وتسكت عنه ولا تعلمه ما أديت حقك أو تراه يغشى ويفعل باطلاً منكاً وتتركه ولا تنصح له ولا تبين له أن هذا باطل وأنه يضره ولا ينفعه لأننا طمعنا أمس أننا من الصالحين لما ذكرنا أننا ما آذين مؤمن ولا بخصناه حقه ولا ولا وأدينا حقوق كل صاحب حق أعطيناه حقه وبقية هذه ويأعظم كونك تعاشر تعيش مع أخيك وتراه تاركاً لمعروف ولا تعمره به أو مرتكباً لمنك ولا تناه أديت حقه والله ما أديت كيف تصبح من الصالحين لأن كلمة الصالحين كما علمتم الصالح هو الذي أدى حقوق الله كاملة ما بخصها ولا نقصها ولا ركعة أو سجدة كل حقوق الله سواء كان صياماً أو زكاة أو صلاة أو جهادة كل حقوق الله أدىها وافية وأدى حقوق العباد كذلك وقد قلنا كافرين ومؤمنين والكافر أيضاً تعيش معه أو جاوك أو تعمل معه ثم لا تنصح له بأن هذا الذي هو عليه يقوده إلى عذاب أبدي خالد في النار يا عبد الله أنقب نفسك أنا ناصح لك هذا حق عليك أو حقك علي هذا إذا كان كافراً فكيف بالمؤمن وأنت تراه تاركاً للمعروف أو مرتكباً للمنكر ما أديت حقه وافياً حتى تصبح في عداد الصالحين لا بد من هذا وهكذا وصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه فقال يا بني يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين الحق الإسلامي الملة الحنيفية فبناء على هذا يا أبنائي واصلوا العباد واصلوا الإيمان واصلوا الطاعة حتى لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون وقد بينت لكم أن من عبد الله دهراً طويلاً ثم في آخر أيامه ترك العبادة هلك اللهم إن لا عبد ما زال يعبد الله فجأ أو صيباً بشلل أو حاجة منعته من العبادة فهذا لا بأس عليه أما أن يموت على ترك الملة والعبادة والطاعة ما يستفيدوا مما مضى كله وقد أمر الله تعالى المؤمنين المسلمين بما كان يعمر به إبراهيم وأولاده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه كذا وكذا يخاطب من هذا هذا الكلام موجه إلى اليهود والنصارى الذين تعصبوا للبدعة اليهودية بدعة والنصرانية بدعة كما عندنا الطرق القادرية والتجانية والرحمنية بدعة ابتدعوها الإسلام ما في لا قادر ولا أحماني ولا تجاني ولا عساوي ولا ولا أبدا مسلمون فقط ابتدعوا البدعة اليهودية موجودة على عهد موسى والله ما كانت بدعة النصرانية موجودة على عهد عيسى شم النصرانية والله لا وجود لها ابتدعوها كما نحن نقول هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروافض والزيدية والباطنية والمعتزلة وما كان موجود هذا فضلا عن القادرية والرحمنية والتجانية في بدعة ابتدعها الناس اخترعوها أو جدوها لأغراض ما هي شريفة أيضا في الغالب اذا ام كنتم شهداء اذا حضى يعقوب الموت فوصى باليهودية بنيه او وصى عيسى بن نصرانية اخبروني وهذا استفام تقريع لهم وتوبيخ كنتم شهداء اذ حضى يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هذا يعقوب عليه السلام وحوله اثنى عشر رجلا نبيا وهم الاصباط يوسف ومن معه اثنى عشر ولدا وكل ولد تحته اولاد فلذا يسمون بالاصباط اصبحوا قبائل اذا يا من يدعون اليهودية دينا وهي بدعة منتنا يا من يدعون نصرانية دينا وهي بدعة باطلا هل كنتم حاضرين مع يعقوب لما حضروا الوفاة وهو يصي ابنائه هل وصهم بيهودية بنصرانية ما عرفوها ولا ذكرها من اين جاءت هذه ابتدعتموها بعد غياب ذاك النور الالهي فلاحظ يقول تعالى لليهود والنصارى ام كنتم شهداء اي حاضرين الشاهد الحاضر والشهيد كذلك من المشاهدة كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت حضره الموت ليس شرط ان انهم رأوا ملك الموت معه ولكن علامة الموت معروفة تظهر على المريض هو يشعر بها اذ قال لبنيه الاثنى عاشرة فحلا منهم يوسف عليه السلام ولعل احفادهم بينهم اولادهم ايضا اذ قال البني ما تعبدون من بعدي انا اذا ميتوا الان وانتم بعد من تعبدون استفهام قالوا نعبدوا الهك وإله آبائك ما نعبدوا غيرهم نعبدوا يا ابنائي ايوان اخوة ما معنى نعبد سلامكم الله ها معنى نطيعه في ذلة وخضوة اذا امان بالصيام صمنا واذا امان بالافطار افطرنا اذا قال جاهد جاهدنا واذا طالق عدو قعدنا العبادة الطاع مع غاية الذل والتعظيم اما طاع بدون تعظيم للمطاع ما هي ببادة طاع مع العمترية وعدم الاستكان والذل ما هي بعبادة ابدا مجرد الطاع ما نسمي عبادة طاع مع دم تعظيم المطاع واجلاله واكباره وتعظيمه ما تسمى ايضا عبادة العبادة هي الطاع مع غاية الذل والتعظيم يا ابناء ما تعبدون من بعد اذا رحلت عنكم وتركتكم قالوا نعبد الهك اي معبودك ما معبود يعقوب الله لا يشك في هذا عاقل نعبد الهك وإله اي ومعبود آبائك وسمهم ابراهيم واسماعيل واسحاق وهل اسماعيل ابوهم يعقوب اسحاق ابوهم لكن العم اذا ذكر مع الابا يذكر مع الابا نحن الان اذا مرنا بيعج كبير نقول يا ابتي عيب ولا لا لا ابدا الصغير يا ابني الموازي لي في سن يقول يا اخي هذه اداب البشرية فكل ما كان اكبر منك هو بمنزلة ابيك ومن كان اسردونك فهو بمنزلة ابنك ارحمه كما ترحم ابنك ومن كان مساور لك فهو بمنزلة اقيك عامل معاملة الاخ اذا فهذا يعقوب عليه السلام ومن هو يعقوب هذا من انبياء الله ورسوله قال لبنه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد اله اي معبودك الذي تعبد انت وهو الله الذي لا اله الا هو وإله آبائك من قال ابراهيم اولا واسماعيل ثانيا واسحاق وهنا اشارة الى ان اسماعيل كان قد ولد لابراهيم قبل اسحاق والغريب وهذا يخص طلبة العلم ان هناك من علماء المسلمين من يرون ان اسحاق ولد لابراهيم قبل اسماعيل ويدون هذا في التفسير مع ان هذه كذب يهودية اليهود يكررون العرب ودينهم واسماعيل قالوا اسحاق هو الاول مع ان القصة واضحة كالشمس لما هاجر ابراهيم من العراق من ارض بابل من هاجر معه سارة هل معها ولد والله ما معها ولد ولوط ابن هاران ابن اخ ابراهيم خرجه وزوجته وابن اخه هؤلاء الذين اسلموا وحدوا الله فلما ساح ابراهيم في الارض وانتهى الى الديار المصرية كما علمتم اعطى الملك لمرأته سارة هاجر هاجر لما تسرى ابراهيم باذن سارة بعطيتها له انجبت اسماعيل فغارت سارة وما اطاقت ان ترى جارية تلد وهي ما ولدت فمن هذه الغيرة امي ابراهيم بان يبعد اسماعيل وامه عنها حتى لا تتأذى وتتألم رحمة بها وهي من هي صار رماء الخليل فجاء بها ابراهيم الى مكة وكانت واديا ما بها احد كيف نقول اسماعيل اسحاق قبل اسماعيل والله يقول وبشرناه باسحاق ومن رأي اسحاق يعقوب لما بشره بالولد لانه كان لا يلد اذا فهذا يعقوب عليه السلام قال ابائك ابراهيم واسماعيل ثم بعد ذلك اسحاق ثم هذا نحن نقول علم لا ينفع وجهال لا تظهر فليهذا ما نتعرض له كون اسحاق اول وإلى اسماعيل اول لا فاق بين هذا وذاك وانما لما قالوا ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق معناه اسحاق ابراهيم اسماعيل كان قبل اسحاق حسب الترتيب اللفظه قالوا نعبد الهك وإلى آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحد لا ثاني له أي معبودا واحدا ونحن له مسلمون منقادون خاضعون مستكينون يأمرنا نطيع ينهان نطيع يخبرنا نصدق هذا معنى الإسلام أين اليهود يقل اليهود والنصارى هذا جدكم هذا إسرائيل عليه ألف سلام يوصي أولاده ويسألهم ويستنطقهم هل قالوا يهود أو نصارى قالوا إلها واحدا ونحن له مسلمون كيف أصبح الدين إلى ثالوثا على كل حال القرآن بكتهم وأخزاهم وأذلهم ولكن أبوا أن يعترفوا بهذه الحقيقة ليعيشوا على باطل يهودية والنصرانية لتأكلهم جهنم وإلا والله ما عندهم ما يعتمدون عليه أبدا في صحة بدعتهم لا يهودية ولا نصرانية قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف المسلم وما كان من المشركين وهم مشركون ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت ما هناك حاجة إلى النزاع والصراع تلك أمة قد خلت ماضت ما بقي شيء إذا لما نبقى نتشبث بالماضي نحن أمام واقع جديد أكرم الله البشرية بالإسلام وأنزل له كتابا عظيم هو القرآن الكريم وحمله رسولا عظيم شريفا كريما عاش على بلاغه وتبليغه ودعوة البشرية إليه فلما نتشاغل بالماضي هيا الآن من جديد سبحان الله العظيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من خير أو شرين وتجذى بالخير كما تجذى بالشار ولكم أنتم أيضا ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون معنى هذا ما هناك حاجة إلى أن يتشبث اليهود بدين سموه يهودية ولا أن يتشبث النصارى بدين سموه المسيحية أو النصانية الرب واحد لا إله غيره ولا رب سواه الذي أرسل موسى وهارون وأرسل عيسى ونبأ إبراهيم ويعقوب يسحق هو الله هاهدى تعالى قد أنزل كتابه وبعث رسوله أي حذر لكم أن تتركوا الإسلام بأي منطق أو حج أو عقل أنتم تعبدون الله وإلى لا عبدتمه ذهرا فأنزل كتابا وبعث رسولا وأوقف تلك العبادة كاملة ووضع شرعا جديدا وقانونا جديدا هل من العقل أن نقول لا لا نتشبث بالماضي من الأمثلة القريبة المعقولة لو يفهمونها نقول الدولة سنت قانون كذا ولنا وألزمت الشعب به لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير لابد من تنفيذ هذا القانون لصالح الشعب والأمة بعد عشر سنين عشرين سنين بعد عام نسخته أبطلته ووضعت غيره هل يستطيع مواطن أن يقول أنا أعمل بذلك القانون الماضي أسألكم بالله لو يتشبث مواطن يقول لا هذا كان قانون شرعة الدولة وهو يعلم أنه نسخ وأبطل العمل به ولم يصح أبدا أن يعمل به مواطن فالذي يعمل به يقال عاقل يسخون منه وإلى لا أو ما فهمتم هذه الدولة سنت قانون في المال وإلا في غيره وعمل به الشعب سنة سنتين عشر سنوات ثم بدالها أن من المصلح إيقاف هذا القانون واستبداله بقانون آخر أنفح للشعب وعاف المواطن هذا أخذ يطبقون الجديد لو قال قائل أنا أعمل بهذا القديم وأصر كيف ينظرون إليه أحمق أولا يؤدبونه ويقهرونه ويذلونه حتى يخضع القانون الجديد ولا يسمع يقول لا هذا قانون شرعه العاكم فهذه الصور واضحة يا يهودي أو يا نصان أو يا بودي أو يا من وهو ما دم تتؤمن بالله وتشريعه وتقنينه وإرسال رسوله هاو ذا تعالى الذي أرسل موسى وأرسل هيسى أرسل محمدا وأبطل ما كان وجاء بقانون جديد وكتاب الذي كيف تؤمن بالكتب وبالرسل ولا تؤمن بهذا مهزلة ولهذا كفر مع عث ما له أبدا قيمة نأم لو كانوا ملاحد لا يؤمنون بالله هذا أمر آخر لكن أن تتوم بالله وبرسله وتعتقد أنك على دينه وسميته باليهودية أو النصرانية وجاء الكتاب العظيم والرسول الكريم فبين أخطاعكم ومفاسدكم وما أنتم عليه من البدع والضلالات ونسخها بما هو النوع الهداية بأي منطق أو ذوق تقول نتمسك بديننا إذن ما تؤيدون الله ولا الضوء الآخر أصبحت قبليات عصبية نتمسك بديننا هذا دين من أليس هذا دين البشر يكون لا إن الدين عند الله الإسلام ورسول يقول له ربه إنا أرسلناك للناس كافة أو كافة الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هل استثن الله شعبا أو أم أبيض أو أسود كلمة الناس تشمل البشر كلا ما بعث لألعاب فقط ولا للعجم فقط ولا لأهل إقليم كانت رسول تبعت في أمامها بحسب الأحوال والظيوف والله العليم الحكيم عرف الله أن يوما سياتي تصبح البشرية كلها كأن إقليم واحد وقع وإلى الآن أنفع صوتك في آلم الآلات العالم يسمع إذن ما هناك حاجة إلى أن يبعث في كل إقليم ورسول مدامة الدعوة تصل في يومها وآمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله سبحان الله العظيم أرسل محمد الأبيض الأسود إلى الناس كافة لعلمه بما سيقع وما يوجد عز وجل في الكون من هذه الآلات والاتصارات حتى يصبح العالم وكأنه إقليم واحد أيام الماضية القرون الماضية أهل إقليم منقطعون في إقليم حتى الموت فيهم من يعيش ثمانين سنة مئة سنة ما يخرج من ذلك المكان ولا يشاهد رجل من قليم آخر من عدام الاتصالات علم الله عز وجل ما سيكون فبعث رسولا واحد للبشرية كلها يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما استثنى أحد دون أحد وتحقق هذا ومن أراد نجاته من عذاب الخلد بعد نهاية هذه الحياة فهذا هو سبيل النجاح يؤمن بمحمد رسولا وبالقرآن كتابا ويعبد الله بما جاء به الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات كما قلت لكم من أجل اليهود والنصار أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا ما تعبدون من بعدي ماذا قالوا نعبد عيسى نعبد إلهك وإله آبائك من هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا أيضا ونحن له مسلم آمنا بالله وأسلمنا بالله ثم قال تعالى تلك أمة فقط من باب البيان والتوضيح وإقاع الحق في موحيه وإن لدان منهم مضوا تلك أمة قد خلت وها نحن أمام وحي جديد وتنزيل وكتاب ورسول وقانون وشريعة لمن تشاغل بالماضي أما نريد أن نسعد ونكمل في حياتنا في الدنيا والآقرة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كيف لها ما كسبت تجزى به أهناك من لا يجزى بكسبه لا يوجد إلا مجنون وإلا كل ذي عقل سيجزى بكسبه خيرا أو شررا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هل يسأل اليهود أو النصاني عما كان يعمل الماظون ما يسأل عنه أبدا ما هو بمسؤول قد يسأل المرء عن عمل عامله هو من نشر بدعاء وعلم الناس باطلا فكل الذين عملوا به هو يسأل عنه لأنه عامل كسبه كسبه من دعا إلى ضلال من دعا إلى فتن من دعا إلى باطل واستجاب الناس له كل كسبهم هو يجزى به وهم كذلك يجزون به ولكن بما أنه هو الذي نشر هذا الباطل سوف يحاسب عنه ويجزبه يبقى قوله تعالى لها ما كسبت ولكن ما كسبتم كقوله ولا تزر وازرة وزة أخرى الوازر الحامل للوزر والوزر هو حمل الذنوب والأثام هل تزر وازر وزة أخرى وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق سورة لما توضع الموازين في ساحة فصل القضاء للحكم بين الخلائق ويجيء رب تبارك وتعالى ليحكم بين عباده يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم توضع حسناتها في كفة الميزان وسيئاتها في الكفة المقابلة ويستوي الوزن فتأتي لابنها وتقول أي بني لقد علمت أني كنت لك خير الأمهات فيقول نعم يا أمه فتقول حسن فقط من حسناتك توجح بها كفة حسناتي فيجيبها الولد بقول أي أمه أعلم أنك كنت خير الأمهات لي ولكن نفسي نفسي إذا أعطيتك حسناتك أراجحت كفتك وكفتي أدخل النار ويأتي أيضا الإبن إلى أبيه والأب إلى ابنه يا أبي يا بني يقرب حسنا واحدة ما يتحقق ذلك أبدا ولا تزر وازرة وز أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا ولو كان أما أو أبا ما أبدا تجد من يساعدك من يحمل معك إذن فمن الجد ومن النصح للنفس أن نترك ما كان عليه الأولون من ضلال أو هدايا ونعمل على هداية أنفسنا وإصلاحها وإسعادها لا نشتغل بالماضي ونعتز بما ليس بغز هذه هداية الله عز وجل لعباده تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه ونذكوه نحن نعتز بآبائنا وأجدادنا وقبائلنا ومذاهبنا وطوقنا ينبغي أن نعمل على هداية أنفسنا وإنقاذنا لا ننظر إلى الماضي كما كان هل أخذنا بهذه الهداية للهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاصر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات أذكروا أن هذه الصورة مدنية ومرحبا بالمدنيات والمكيات والمدنية هي التي نازلت في المدينة النبوية أين توجد المدينة النبوية والله إن هذه لها الحمد لله لو كنتم في كندا أو في الصين أو اليابان وذكرت لكم المدينة النبوية كيف يكون شعوركم وانفعالكم آه تتمنون لو كنتم فيها ها أنتم الآن فيها هل أحسنتم قيامكم فيها هل عرفتم أنها حرام المدينة حرام من عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل من صرف ولا عدل هل تعلمون أنكم مطالبون بآداب خاصة في هذه الديار نعم يا شيخ ولكن غلبتنا الدنيا غلبتنا الأهواء غلبتنا الشهوات إذن إن هزمتم مشيتم وراء عدوكم وقد حذركم الرحمن فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فاحذر يا عبد الله احذر يا أمة الله أن ترتكب معصية في هذه البلاد إنها قدس وطار ومن لم يعرف ما هي المعصية فليسأل أهل العلم فإن هذا السؤال واجب لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن هنا لم يبق بين المسلمين الأحقا الجديرين بهذا ليسم لم يبق بينهم جاهل لا مرأة ولا رجل ولا يحتاجون إلى قرطاص ولا قلم وإنما فقط قبل أن يقدم على الشيء يسأل أهل العلم فإن قالوا نعم مما أحب الله فبسم الله فأقدم عليه وإن قالوا لا هذا مما كره الله تركه ولا نزال نسأل ونعمل حتى نصبح علماء رجالا ونساء لكن صرفونا ماذا نصنع هل من عودة عائدون إن شاء الله إذا هذه المدينة عند نزول هذه الآيات كان فيها وفد نجران واليهود أستغفر الله كان فيها وفد نجران واليهود مقيمون يعيشون في المدينة ووفد نجران نصار صليبيون مسيحيون أهل التثليث والعياذ بالله كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة إذا واليهود يسكنون بالمدينة من أين جاءوا هل تعرفون من أين جاء اليهود جاءوا من الشام من القدس لما جاءوا لهذه المدينة ما فيها إلا السبخة وحبات التمر والعنب الجواب أذكر أنهم لاقوا الأمرين من النصارى النصارى هم الذين أسقطوا دولة بني إسرائيل وهم الذين شردوا بني إسرائيل ولما صلتهم الله عليهم لأنهم فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته هل لك صورة تنظر إليها انظر العالم الإسلام اليوم ومنقرون قد فسق عن أمر الله وخرجوا عن طاعته فاستوجب النقمة فصلت الله عليهم أبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأصبانيا وولندا وما زالوا تحت النظارة أيضا مزقهم شتتوهم أين الدولة الإسلامية أصبحت 43 دولة أين المذهب الإسلامي سبعين مذهب أين الأمة انتهت بسبب ماذا قولوا تنسونا بسبب الفسق ما معنى الفسق هذا إنه الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منهم حاكمين وعلماء هداية المبينين فبنوا إسرائيل كانوا أعز منا وأكرم أبناء الأنبياء فلما فسقوا عن أمر الله كيف فسقوا شاع فيهم الزنا وأصبحت الماء تتبرج تلبسوا الكعب الطويل هذا الذي عندكم يلبسه نساؤكم وبناتكم هذا أخبرنا رسول الله من بداية أمرهم أكلوا الربا هاجعوا كتاب الله أعرضوا عن ذكر الله كحالنا فاستوجبوا نقمة الله فصلط عليهم أغمعا شتتوهم مزقوهم عذبوهم ليما لأنهم أعداء قتلوا إلههم من قتل عيسى في اعتقاد النصارى أهل يهود هم الذين قتلوا الذي يقتل إلهك تنظر إليه أين إيمانك الذي تعتقد أنه قاتل ربك تحبه ترضى أنه كانوا يقلونهم كسمت في الزيت لأنهم قتلوا إلههم ووالله ما قتلوه أو قتلوه أخبرنا العلام الحكيم بقوله من صورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم إلا أن الجريمة جزاؤها حاصل لأنهم قتلوا من شبه وصلبوا وعلقوه فكأن ما قتلوا أما عيسى روح الله ما قتلوه أبنى ولا صلب إنه في الملكوت لا لا من روزنة البيت رفعه الله والبيت مطوق بالجداربة والشرطة إلا فهاجروا إلى هذه الدياة لوجود الأمن فيها أم هنا جاهلة أمي لا تعف شيئا وهم أهل كتاب وعلم قطعا يسودون بين الجهال وإلى الآن العالم يسود بين الجاهلين أحب أم كاره هذا من جهة ومن جهة أنهم يتطلعون إلى النبوة المحمدية عندهم من الأدلة القطعية في التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه إنه يخرج من بين جبال فان جبال مكة فقالوا هذا الذي نعز به ونسود متى ظهر في تكاديا احترمنا دعوته ومشينا وراءه وأعدنا من جديد مملكة إسرائيل فنزلوا المدينة وقبلها دياء متواصية كتابوك وخيبة وتيمة وما إلى ذلك هل هذا الكلام صحيح؟ إياك أن تسمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصحيح ما نستطيع أن نقول غير الصحيح نضلل المسلمين عنه شاهدوا يا أهل القرآن من صوة البقع التي نادوا سواء إذ قال تعالى عنهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ما معنى يستفتحون عليهم؟ يقولون لهم إن نبي آخر الزمان قد ضل زمانه وسوف نؤمن به ونمشي وراءه ونقاتلكم وننتصر عليكم وكانوا من قبل أي من قبل ظهور الرسالة المحمدية والأنوار المحمدية يستفتحون على المشركين يقولون سوف نفعل ونفعل ونفعل فلما جاءهم ما عافوا كفروا به فنعنة الله على الكافرين أعرفتم؟ إذن وكان بالمدينة ثلاث قبائل كبرى بنو قينقاع في الوسط بنو قريدة في الجنوب بنو النظير في الشمال وكانوا مسيطرين فلما هاجر الحبيب صلى الله وسلم إلى المدينة ارتجت المدينة تحت أقدامهم ما إن كانت وقعة بدر في السنة الثانية وشاهدوا انتصار رسول الله والمؤمنين حتى تغيرت قلوبهم ووجرهم وعافوا واخذوا يجادلون ويخاصمون ويدعون العلم فوق ما نتصوى لو تتبعنا القرآن لو وقفنا على ذلك الآن جاء وفدنا جران من النصارى وتلاعن فكفر اليهود النصارى وكفر النصارى اليهود أمام الرسول والمؤمنين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب كفر بعض ومعض في مجالس العلم بين يدائي الرسول السلام والقرآن دون هذا وسجله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست لا شيء من الدين الحق وصدقوا في تكفير بعضهم بعضا إذ والله ما هم على شيء لا اليهود ولا النصارى اليهود مشبه وقالوا العزي بن الله وفسقوا عن أم الله في كل مجالات الحياة والنصارى ماذا فعلوا قالوا عيسى بن الله وأمه مريم إله وروح القدس إله وتاه على شيء والله لا شيء سبحان الله إن ترسل الإسلام وهم يشاهدون كفر بعضهم بعضا وسجل الله هذا وواصلوا وواصلوا الحجاج والجدال ومشينا معهم في هذه الآيات الكريمة وانتهينا الآن إلى قوله تعالى وقالوا كونوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا سمعتم قال اليهود للنصارى كونوا يهود تهتدوا قالت النصارى اليهود كونوا نصارى تهتدوا قالوا للمسلمين كونوا يهودا نصارى تهتدوا هكذا يعرضون بضاعتهم الفاسدة بعضهم ماكر خادع وبعضهم مقلد جاهل تابع وقالوا كونوا هودا أو نصارى أي هودا أو نصارى تهتدوا إلى سبيل الرشاد وطريق السلام إلى منهج الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة إذن والله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فماذا قال تعالى ليفصل هذا النزاع قل يا رسولنا أيها المبلغ عنها يا محمد صلى الله عليه وسلم قل بل ملة إبراهيم عنه بل نتبع ملة إبراهيم عنه وأنتم تزعمون أنكم إبراهيميون أو براهما وأنكم على ملة إبراهيم وتحبونه وتعتزون به وتقولون وتقولون نحن على ملة إبراهيم وقد عرفتم من إبراهيم حنيف إبراهيم كان حنيفا ما معنى حنيف بالطريق السهل كان موحدا ما كان والله مشركا كان حنيفا إذ وجد أوجده الله في عالم ليس فيه من يوحد الله عز وجل العالم يفيد بالشرك والقفار فمال إبراهيم عن آلهتهم ودياناتهم ومعتقداتهم وأصبح وحده فقالوا هذا حنيف لأنهم أخوذ من الحنف وهو التوى الرجلين وميلهما لبعضهم البعض قالوا حنيف وهو نعم حنيف مائل عن ديانات الباطل واعتقادات الشر الفساد إلى الحنيف هي ملة هي وهي لا إله إلا الله إذن وقال بعضهم حنيف من باب من باب ماذا من باب التفاؤل تبهتم لأن الجنف ضد الحنف الجنف هو الميل فمن باب التفاؤل قالوا حنيف ما قالوا جنف أو جنيف ولسنا في حاجة إلى قول الناس في هذا الباب حسبنا أن نعرف أنه كان موحدا ومن حوله من العالم مشركون فالموحد منه هو الحنيف لأنه على نهج إبراهيم وعلى طريقة وملته وما كان إبراهيم والله من المشركين أبدا وها أنتم أيها اليهود والنصار مشركون كيف تنتسبون إلى إبراهيم إذن أطرق الشرك وتخلوا عنه وابتعدوا من ساعته تكون حنيف على ملة إبراهيم أما أنتم مشركون بالله عز وجل تعبدون معه غيره وتقول نحن على نهج إبراهيم نحن على ملة إبراهيم هل ادعوا باطل أو كذب ولا تصح ادعاها العرب المشركون وقالوا نحن على ملة أبينا إبراهيم هل كان إبراهيم يعبد الأصنام والحجار والأهواء والشهوات كانوا وحدا فوحدوا تكونوا مؤمنين وتكونوا إبراهيميين على ملة إبراهيم كلام هذا قليل ولكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجادلهم ويحاجهم فوق ما نتصور لكن القرآن يذكر المسائل بإيجاز لأنه كتاب يحفظ في الصدور إذن لما قالوا للمسلمين كونوا يهودا وقال النصارى كونوا نصارا وقال يهود للنصارى كونوا نصارا قال تعالى قل بل ملة إبراهيم هي التي نكون عليها هي التي ندين الله بها هي التي ننضم إليها أما تلك البداع من اليهودية والنصرانية والشرك فلا حاجة باطل هذا كله بل نتبع ملة إبراهيم حال كون حنيفة ما عن كل الأديان الباطلة إلى دين الحق حتى قالوا في حنف أو جنف إذن وجههم رسول الله بسم الله وإلى من أمر رسول أن يقول هذا هو الله عز وجل قل بل ملة إبراهيم حنيفة هذا الذي نلتزم به هذا الذي نتبع هذا الذي نعيش عليه فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا شرك ولا باطل هذا هو الحق من هداهم لهذا الله جل جل هيا نحمد الله لنا ولهم الحمد لله الحمد لله لولا الله ما كنا في هذا المجلس ولا نعف لله كلاما ولا نعف لله دين ولا ملا الحمد لله أو أتظنون أن هذا رخيص ها تفضلونه بشيك في مليار دولار اسماع اسماع قم يا اسماعيل قم اقسم لكم بالله جل جل جلاله ان مومنا كهذا الغلام هذا الشاب لو وضع فيه كفة كفة ميزان ووضع العالم كله من اهل الشرك والباطل والكفري في كفة لا راجح بهم هذا اجلس فهمتم ما فهمتم او ما تعطون قيمة للاسلام المسلمين اليكم هذا العرض السريع لنتأكد من صحة النظرية كان ابو القاسم صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض اصحابه على كراس ما في كراس على زراب ما في زراب اين في ظل جدار عرفتم فمر رجل من الفقراء المؤمنين فقير دميم من الخلق زري الصورة ولله يفعل ما يشاء فمر وسلم مر فلما غاب عنهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل أي قوم فقالوا هذا حري شديد بأن إذا خطب ما يزوج وهو كذلك عرفتم إذا خطب ما يزوج وإذا قال لم يسمع له وإذا أمر لا يطع لما لضعفه وعدم حاجة الناس إليه فسكت أبو القاسم وأخذ في تعليمه إياهم وتزكية نفوسهم حتى مر منافق من أعيان المنافقين الأبهاء والمنظى واللباش والصحة البدنية مضى فلما غاب عنهم قال وما تقولون في هذا هذا من باب التعليم بواسطة السؤال والجواب ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إذا خطب أن يزوج وإذا أمر أن يطاه وإذا قال أن يسمع له بالمناسبة بينكم شاب من القصيم بل من الرص يطلب منكم أن تزوجوه والناس سمعوا أن الشيخ يزوج الناس والله ما زوجنا أحدا أبدا كل من حول على مرأة ما يتفق معها المهم هو الآن جالس من عنده فتاة سعودية ربانية فالشاب موجود موظف المدينة واسألوني عنه أربيطكم به من عنده فتاة ما تزوجت بعد لأنه شاب هو بلغتكم وإلى لا بلغتهم ونعود إلى قول الحبيب صلى الله وسلم وما تقولون في هذا قال هذا حبي إذا خطب أن يزوج وإذا أمر أن يطاع وإذا قال أن يسمع له هذه حالنا فقال لهم الرسول صلى الله وسلم والله إن ملأ هذا إن ملأ الأرض من مثل هذا لا يعدل ذاك الذي قلتم فيه كذا وكذا ملأ الأرض من هذا المنافق لا يزن أبدا ذاك المو من الضعيف القصير الدميم الخلق من هنا عرفنا أن مومنا يزن ما على الأرض من الكفار من اليهود والنصارى والبوذ والمجوس والمشركين أزيدكم برهانا وإلى لا لما لما إذا قتل المؤمن كافرا لا يقتص منه بالقتل وإن قال أبو حنيفة دعن من قوله قول المذاهب الصحيحة جمهو الصحابة والتابعين الأئم أن المؤمن لا يقتل بكافر وهو حق لا يقتل بكافر لما من يفسر هذه الظاهر هذه لأن المؤمن أبيض جميل غنيلة قد يكون أعمش أعمش أجود مثلي ما يقتل بكافر أتدون السر ما هو لأن هذا الكافر كيف يقتل بمؤمن ما يسأل ولا ضفره أبدا ما دم ميلوا الأرض من الكافرين لا يزنون مؤمن الواحد فكيف يقتل كافر بمؤمن كيف يصح هذا ظلمنا وسر ذلك وهو أن هذا المؤمن يذكر الله ويعيش على ذكر وتكره وهذا لا يذكر الله ولا يشكره هذا لا حق له في الحياة لأنه خلقا وأطعما وسقيا وحفظا من أجل أن يعبد الله فلما هافظ لا حق له في الحياة وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدونه فمن كفى بالله وترك عبا لا حق له في الحياة فلهذا ندعوه إلى الله فإما أن يجيب وإما أن يقتل هل هناك من قال بهذا القول اسم عمر رضي الله عنه على عهد ولايته سبعة أنفا تآموا على موم فقتلوا حادثة نادئة وقعت فاختلفوا كيف نقتل السبعة ونقتل واحد مقابل المقتول قالوا اقتلوهم سبعتهم والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم لأن هذا كان يعبد الله ويذكره أهل عرفتم سر الحياة وإلى لا إذا نعود إلى الحادثة وقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وأنتم أيها اليهود والنصارى والله لمشركون الذي يقول الآله ثلاثة موحد الذي يقول عزي بن الله ويعبده موحد فليهود ما هم بموحدين أبدا مشركون وإن لم يكن لهم صلبان أو أصنام ولكن في نفوسهم آلهة يعبدونها الدينار والدرهم تعيسى عبد الدينار من قال هذا الكلام إذن فيه عبد للدينار من هو هذا الذي يبيع دينه وعرضه وشرفه وكرامته من أجل الدينار هو يعبده ذل له وخضعه ثم قال تعالى قولوا أيها اليهود والنصارى ونحن أيضا نقول معهم وسبقناهم قولوا ماذا آمنا بالله بالله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه الله خالق السماوات والأرض وما بينهما الله ذو الجلال والكمال ذو الصفات العلا والأسماء الحسنى الله رب إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والعالمين هذا الذي نؤمن به لأنه من بعيسى إله ولا بجبريل إله ولا بالعزير ابن الله قولوا آمنا بالله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه وإن لم تعرفوا سلونا نعرفكم به حتى تعرفوا معرفة يقينية قولوا آمنا بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ما الذي أنزل إلينا القرآن الكريم القرآن العظيم أنزل إلينا أو أنزل علينا أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من أجلنا فهو أنزل إلينا وإلى لا أنزل إلينا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم ماذا تعرفون عنه تعرفوا عنه أنه حوى اجتمل على علوم ومعارف تعجز العقول البشرية حتى عن إدراك على حقيقتها ما ترك شيئا تحتاج إليه البشرية في الحياتين في الدنيا والآخرة إلا ذكره وبينه حوى علوم الأولين والآخرين يحدثكم عن الملكوت الأعلى كأنكم حاضرين فيه يحدثكم عن الماضي عن القرون ذات الآلاف من السنين كأنها شاهدة يتحدث عن المستقبل فيزيل قشاء عنه ويضع كأنه بين يديه فلهذا هذا الكتاب القرآن الكريم هو الكتاب المعجز ما أعجز للتوراة أحدا ولا الإنجيل ولا الزبور هذا القرآن الكريم المعجز ما معنى معجز أعجز الإنس والجنة على أن يأتوا بمثله بل ها بصورة من مثله وقعوا تلك الآية الكريمة آه كيف ننساها إذ يقول تعالى من هذه الصورة البقى المدنية يقول وإن كنتم أيها السامعون والسامعات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي إن كان فيكم شك وعندكم شك في القرآن الذي أنزلناه على عبدنا بأحكامه وشرائه وقوانينه وآدابه وعلومه ومعارفه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله من مثل القرآن ومن مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أميته هاتوا وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صابقين أن لكم شهدا ينصرونكم ويقفون إلى جنبكم من الإنس والجن هاتوا ثم قال لهم فإن لم تفعلوا أي ما تستطيع ما تأتوا بصورة فقط من مثل هذا القرآن ولن تفعلوا ولن تفعلوا أيها الزائرون الكرام هل أدركتم معنا ولن تفعلوا ولن تفعلوا لن الزمخشرية التي تفيد التأبيد في نظري هذا المعتزل لن تفعلوا ويمضي العام والأعوام والقرن والقرون ألف ألف أربعمائة قرن هل فعلوا ها فعلوا لأن الله قال ويلن قالت العلماء هل في إمكان اليابان الصناعة تفوقت الآن في الصناعة هل في إمكانها أن تصنع آلة أو توجد مصر من الأمصال دوام الأدوية من تحليلها للكون وتقول أتحدى العالم لضعف سبعين سنة إذا أنتجوا مثل هذه القطعة أو مثل هذه كذا يمكن خلي اليابان أمريكا هيمنت على العالم هل تستطيع أمريكا أن تصنع قطعة أو آلة أو سيارة أو كذا وتقول أتحدى العالم لمدة خمسين سنة إذا كان في إمكانهم أن يوجد مثل هذه يمكن تقول أمريكا ها من يقول إذا ما يستطيعون أما الله تعالى فقد قال ولم تفعلوا هل فعلوا قالت العلماء اسمع جملة ولن تفعلوا هذه تدل والله على أنه كلام الله إذ لا يقول هذا إنسان أبدا فقط ولن تفعلوا دلالة قطعية أن هذا الكلام كلام الله هل فهم السامعون هذه إذن هذا الكتاب العظيم تحدى الله به الإنس والجن فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضغيرا معينا وناصرا وتحدهم بعشر صور من صورة هود إذ قال تعالى أم يقولون افتراه يعني اختلقه وكذبه أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات فضله ما دم تقولون محمد افتر هذا القرآن واختلقه وكذبه فضله أنتم هاتوا بعشر صور فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أسلمنا أسلمنا وتحداهم بصورة هذا هو الكتاب الذي يجب أن نؤمن به آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم عرفتم إبراهيم أبو الأنبياء أبو الضيفان إبراهيم العبد الرحيم هل أنزل عليه كتاب نعم صحف كم صحيفة عشر صحف ما الدليل على أن إبراهيم نزل عليه صحف تحمل الشريعة أما قال تعالى من صورة الأعلى في صحف إبراهيم وموسى في صحف إبراهيم وموسى لابد وأن ينزل الله عليه شرعا وقانونا هو أسلم ودخل الناس في الإسلام وراءه كيف يسوسهم كيف يحكمهم لابد من هدايا وإلى ضرورية هذه وكلمة صحف جمعوا صحيفة ليس معناها ورق فقط بل ما كان عندهم ورق يكتبون في الجلود والعظام المهم وحي إلهي يحمل القوانين والشرايا ليسوس إبراهيم المؤمنين أبيعا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إسماعيل من إسماعيل هذا يرحمكم الله هذا اسمه سمع الله إسماعيل بالعبرية سمع الله دعوة إبراهيم وعطاه إسماعيل إذن إسماعيل أنزل علينا أنبئ وأوصل في بلاد العرب بدون شريعة لا بد من وحي ولا بد من إنزال كلام الله عليه هنا لما قدم إسماعيل على إسحاق ما قال وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لما قدم إسماعيل لأن إسماعيل ولد والله قبل إسحاق وقد مر بنا وبينا خطأ وغلط من يقول إسحاق كان قبل إسماعيل ذبيح ليس والله بإسحاق وإنما هو إسماعيل واليهود مصرون على أن الذبيح هو إسحاق تبنتم وأن إسحاق قبل إسماعيل والله لكاذبون والذي يؤسف له أن علماء التفسير تورطوا في هذا ويقلد بعضهم بعضا ويقول الذبيح إسحاق والله ما هو بإسحاق إسحاق فين ذبح في مكر ولا في الشام أما إسماعيل خرج بإبراهيم من حجره حول الكعب إلى ميناء ومن ثم شرع الله لنا النحر والذبح في ميناء كيف يكون إسحاق هذا ثم إسحاق عرفنا أنها دعوة الله لما نزل الضيوف على إبراهيم بشر وهو في فنسطين بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأنه كبرت سنه ما ولد إلا إسماعيل ومرت عاقيم عاقر أيضا صار أما دفعت الغير حتى غارت من هاجر والحمد لله السياق هنا يثبت أن إسماعيل كان قبل إسحاق أما قال تعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أتدرون من إسحاق هذا هذا ابن إبراهيم ابن سارة عليه السلام وأولد لإبراهيم أيضا من غير سارة لما مات تزوج غيرها وولد له مدين إذن وإسحاق ويعقوب والأصباط الأصباط جمع صيبط الأصباط في اليهود كالقبائل في العرب لأن أولاد يعقوب عليه السلام لاثنى عشر ولد على رأسهم يوسف وابن يامين ويهود أولئك لاثنى عشر رجلا كل واحد تزوج وأنجب وتناسل الذرية منهم فأصبحوا قبائل يعرفون بالأصباط العرب عندهم قبائل واليهود عندهم أصباط والأصباط إذ كل نبي كان يوحى إليه وينزل الله تعالى عليه لهداية الخلق وتربيتهم وما أوتي موسى من موسى هذا ألتدرون كلمة موسى معنى موشي موشي دي أن مات عليه لعين الله لأن موشي عرفتم سروا هذه التسمية أو ما أنتم في حاجة إلى التروي على أنفسكم أروي عليكم لما صدر أمر الله عز وجل إلى أم موسى إذا جاء من ماذا نسمع الإسعاف صدر أمر ملكي على عهد فرعون إلى أن المرأة من بني إسرائيل إذا حملت يجب أن تبلغ أقرب مركز في المدينة بأنها حملت وإلا تعاقب ثم بعد ذلك إذا قرب وضعها لابدى تعلم المسؤولين وتأتي سيارة الإسعاف أو عربية الإسعاف ينتظرون إذا خرج من بطن المرأة ذكر ذبعه أو دفنوا فترة وإذا أنثى تركوها لما لأن الساسة أو السياسيين كما تفهمون أوعزوا إلى فرعون أن سلطانك ودولتك وملك وملكك يزول على يد بني إسرائيل لما قال هذا شعب كريم له أصالة وله شرف ما يمكن أن يبقى أيضا مسودا تحكمونا لابد وأن يطالبوا يوما ما بالملك والحكم ويسودون عرفتم هذا ولا لا إذا ماذا نصنع أيها الساسة الطريق أنك تذبح الذكران وتترك الإناث للخدمة لأن في حاجة إليهم أما الذكور يذبح ماذا عام عامان ثلاث أربع قالوا قلت اليد العاملة ماذا نصنع الآن قال إذن سنة تذبحون وسنة تعفون عن الموليد موليد بني إسرائيل شاء الله أن السنة التي فيها العفو أولد هارون والسنة التي فيها الذبح أولد موسى والله الحكيم العليم يدب ما يشاء كيف يشاء فأوحى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن اغضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المعصبين بشراك يا أم موسى وجاعلوه من الموصلين ما هو فقط ينجو من فرعون تحققت البشرة وحي إليه وجاءوا يركضون إذن فأوحى الله إلى أم موسى أن إذا وضعته تجعله في صندوق هيئة صندوق من خشب تباتم وتعثر موكب الشياطين وضعت جعلته في التربو تقالت لأخته اغميه في النيل جاءوا ما وجدوا شيئا أين ما فيه إذن ألقوه في النيل وأخذ الماء يلعب به ويعبث حتى وصل إلى القصر والقصر أشجار كما تعرفون والماء فقالوا موشي أي بين الماء والشجر هذا موشي وجيد بين الماء والشجر المو بالعب يمو بمعنى ما شيء شجر عرفتم الآن موسى وموشي اليهود الآن يسمون موشي الماء والشجر لكن العربية وكتاب الله موسى هذا موسى آته الله ماذا وما أوتي موسى ما قال وما أنزل على موسى أوتي من المعجزات الخارقات يكفي التسع آيات من أعطاها للآيات التسع تسع آيات تعجز البشرية عن أن تأتي بواحدة منها وما أوتي موسى وعيسى أيضا ما قال وما أنزل على عيسى أوتي موسى شيء ولا لا زيادة على الإنجيل كزيادة موسى على التسعات أعطاه الآيات كان ينادي الميت يقول لبيك يا روح الله ويخرج وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أكثر هؤلاء وهم الذين نوم بهم وبما أنزل عليهم لا نفرق بين هذا وذاك ولنقول هذا نوم به هذا لا نوم به فذلك ملكفه بعينه وهذا تسجيل على اليهود والنصار أنهم كافرون ما آمنوا دعوا إلى أن يؤمنوا هل آمنوا بهذا وما أوتي النبيين وما أوتي النبيون من ربهم من المعجزات الخارقة العادة ومن الوحي الإله والكلام رباني لا نفرق بين أحد منهم اليهود ما آمنوا بعيسى بل ما آمنوا حتى بسليمان وقالوا ساعر ما هو بنبي النصار فرقوا أيضا آمنوا بموسى وعيسى وما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحقيقة هي أن الإيمان لا يتجزى كل واحد لا يقبل التجزيء أبدا الأنبياء مياه أربع وعشرين ألف نبي لو تقول تدرس تقول أن فلان لا أؤمن بنبوته خرجت من الإسلام أرسل ثلاثمياء وأربعة عشر رسولا لو تقول أنا مؤمن بكل أولئك إلا أن هذا رسول نفسي ما طابت إليه ولا أستطع أن أؤمن به والله ما بقيت في الإسلام ما أوحاه الله وأنزله من صحف وكتب لو تقول صحف فلان أو فيها كذا ما ننبي والله ما أنت بالمسلم لابد من الإيمان بكل ما أنزل الله وبكل من أرسل الله ونبع الله ومن فرق ما آمن ولا أسلم وهذه الآية تعليم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه باهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم قولوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له لمن لله مسلمون ماذا قلوبنا ووجوهنا وكل ما طلب منا قدمناه وطرحناه بين يديه إذ هذا معنى الإسلام اللهم اجعلنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق بعيد فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون نا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا الشيخ الكبير الذي وقف إلى جنبي يقول إن منكرا شاهده بالمسجد النبوي لما لا يغير هذا المنكر ما هذا قال إن المنبر الذي يخطب عليه إمام المسجد يوجد به حلق أو كذا قال يرى الناس يتمسحون بذلك ويضعون أعينهم عليه متبركين فالجواب هؤلاء عجم وليسوا بعرب لو كانوا يعرفون لساننا لجلسوا إلينا ولبينا لهم الطريق وعلمناهم الهداء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن علماءهم غشوهم وما نصحوا لهم ما عندنا حجر في العالم ولا حلقة باب ولا عتبة ولا جدار نتمسح به ونتبرك سوى الحجر الأسود وكل تمسح وكل تبرك بالجدران بالقباب بالحجارة هو من عمل أهل الجاهلية وليس في الإسلام منه شيء ما عندنا إلا الحجر الأسود وركن اليمان نضع كفنا هكذا عليه فقط اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يقبل من استطاع أن يقبله بفيه فليفعل ما استطاع يضع يده عليه ويضع على فيه عجز يشير إعلانا أنه عجز وإلا ما كان لا يستلم الحاجة والأسود ما عدا ذلك ما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نقبله أو نتمسح به أو نتبرق لكن الجهل الذي غشانا وغطانا وأصبح كالليل المظلم فوقنا ومنذ قرون ليس من قرن واحد تركنا في هذا التخبط والحيرة لو تقول لهذا المسلم هذا لا يجوز يغضب ممنوع حرام ما يفهم ماذا تصنع تتضارب معه لا يحل المضاربة عندنا لأنه يريد الخير ولكن ما عرفه والذي يأثم هو أنه ما سأل أهل العلمية وبالأمس وأعيدوا واحفظوا وبلغوا إن كنتم تريدون الملكوت الأعلى إن كنتم تؤمنون بالجنة دار السلام والانتقال إليها بعد الموت اعلموا أنه لا يحل لمومن ولا مومن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله به فلا يعتقد عقيدة في نفسه حتى يسأل أهل القرآن والسنة هل هذه العقيدة مما شرع الله ورسوله أم لا فإن قال نعم قال إذن أعتقد وأصير عليه حتى الموت وإن قال هذا المعتقد باطل لا وجود له في كتاب الله ولا في هد رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يغسل قلبه منه وأن ينحيه من نفسه بالمرأة لأنه يريد الملكوت العلاء ولا يقول قول لا يتكلم بكلمة حتى يعرف هل أذن الله فيها أو لم ياذا أتعبدنا الله بياذي الكلمة أو لم يتعبدنا فإن عرف أنها من دين الله وأن الله شرعها في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم قال الكلمة وحافظ عليها فإن قيلوا هذه ليست بدين ولا بعبادة ما شرعها الله لا يقولها أبدا ولو ولو هدد ولو توعد بالسجن والضرب لا يقول الباطل ولا يأكلن لقما حتى يعرف هل أذن الله في هذا الطعام أو لم يأذن ولا يشربن شرابا حتى يعلم الله أذن فيه أو لم يأذن بل هو لا يمشي مشيا حتى يعلم آه الله أذن في هذا النوع من المشي أو لم يأذن ولو أخذ المسلمون بهذا المبدأ في قرية من القرى فقط لم يحل الحول عليهم إلا وهم علماء ولكن ما نبالي أو أقعنا في الحلال أو الحرام أصبنا أم أخطأنا نأتي ما تمليه نفوسنا وما تزين شياطيننا فغرقنا في ظلمات الجهل والإثم من ينقذنا من يمد يده إلينا أما الله فقد بين حسب أن أنزل كتابه وبعث رسوله ودعا رسوله ثلاثة وعشرين سنة ما مات وترك شيئا تحتاجه الأمة إلا بينه ونحن الذين أعرضنا فماذا نصنع والآن ما زال الحجاج مع اليهود والنصار ما زال الصراع والنزاع والجدال والخصوم مع اليهود والنصار إلى الآن لا إلى أن تطلع الشمس من مغربها ومن ثم ينتهي كل شيء وهل ستطلع الشمس من المغرب إي ورب الكعبة يختل فلكها يضعف فترجع إلى الوراء ونراها قد طلعت من المغرب ومعنى ذلك المؤمن مؤمن والكافر كافر البار بار والفاجر والفاجر المتقي متقي والفاس الفاسر أغلق باب التوبة باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا عندما تغغر النفس في حال نزعها إذا غرأت ثم أغلق باب التوبة على هذا المريض ثم طلوع الشمس من المغرب إذا لاحت في الأفق من الغرب علمنا أن باب التوبة أغلق وقرأوا لذلك قول الرسول صلى الله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغال غير من منكم يحفظ هذا الحديث ما أنتم في حاجة إليه والله لا خير من ألف دينار وأستغفر الله لا خير من ملء الأرض ذهبا أو ساخد الدنيا لا قيمة لها لما نسمع ما نحفظه ما المانع في صعوبة ندفع غرامة نأخذ به في الشارع هذا حفظ حديث رسول اضرب والله ما كان فقط ما عندنا استعداد كما لم يكن لآبائنا ولا لأمراتنا ولا لجدودنا ما لنا استعداد أن نعلم لنصل إلى دار السلام وإلا هذا الحديث كرره حديث صحيح بلغه أهلك إخوانك ما هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر والغرغر تعرفونها وإلا صوت يتغير إذا بلغت روح الحلقوم تغير الصوت لأنها ارتفعت من الرجلين من الصدر وصلت إلى الحلقوم لم تعود آنوان الفراق إذن والآية الكريمة من صورة الأنعام يقول تعالى واسمعوا وعوا وافهموا واحفظوا أنتم أهل لذلك يقول تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا من هؤلاء المتباطئون المترددون ما منعهم من الإيمان ماذا ينتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك إذا جاء الله آمن هل ينفع الإيمان في ذلك الوقت ينفع ما أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك بعضها فقط لا كلها يوم يأتي بعض آيات ربك الدال على قرب الساعة ونهاية هذه الحياة الدنيا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فاسق فاجر ضائع مؤمن ورآ الشمس تطلع وأراد أن يكتسب خيرا ما يقبل منه لا صدق ولا صيام ولا صلاة ولا طه ولا صفا أهل عرفتم إن الله يقبل توبة العبد ما لم تغاغر هذه حياة الفرد حياة الجميع إذا طلعت الشمس من مغربها المؤمن مؤمن والكاف كاف البار بار الفاجر فاجر المستقيم مستقيم والمعوج مراج لم مسر لأن هذه العبادة تنتج الطاقة وتولدها عندما كان العبد يؤمن بالغيب أما وقد انتهى الغيب وأصبح في عالم الواقع والشهاداء تلك العبادة ما تزكي نفسك ولا تطاهرها معاشر المستمعين والمستمعات مع السياق الكريم يقول تعالى فإن آمنوا من هؤلاء اليهود والنصارى إذ قال في السياق قال لنا قولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا نحن نقول لأنفسنا ونقول لهم وهم يخاصمون إذ قالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا قالوا لنا هذا وإلى الآن في حضرة النبي قال وفدنا جران واليهود كونوا يهودا ونصارى تهتدوا كأن الهداية محصورة في اليهودية البدعة والنصرانية والله ما فيهما هداية ومن قال لي ما يتفضل عندنا أين هداية الله في النصارى الزنا والعهو والفجو والريبا وسفق الدماء والتلصص والخناء والدعاة وإين الهداية توجد هداية عند النصارى أين الهداية عند اليهود أفضع الجرائم تكبونا أين الهداية أين القوانين التي تسود البشرية وتقودها تتجلى فيها الرحمة والعدل والإحسان والخير والطهو والصفاء هذا لن يوجد إلا في الإسلام دين البشرية العام وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتد نهتد 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 والله يقول لنا قولوا لهم أحسن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربيهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لمن لله مسلمون مسلمون هل أسلم اليهود اليوم وقبل يوم لله قلوبهم هل أسلم لله وجوهم هل أسلم النصارى لله قلوبهم وجوهم إنهم ما عافوا الله إنهم يعبدون الشيطان الذي وضع لهم الثالوت أين هم من الإسلام وإسلام القلوب لله مخدوعون مغربهم وضللون تائهون في صحارة الباطل وأودية الضلال ولكن نحن أيضا مسؤولون عنهم نحن مسؤولون عنهم نحن خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم مات نحمل رايته ونقود المؤمنين إلى أن يصلح العالم وينقذ البشرية من ضلالها فعنا يا شيخ ثلاثة قون وانتشر النور في العالم وبلق أقصى الشرق والغرب ولكن هم تآمروا علينا وتكاتفوا ضدنا وكونوا ثالوثا أسودا من المجوس واليهود والنصارى وضربونا تلك الضرب فهبطنا فهم المسؤولون عن شقاوتهم فرقوا كلمتنا مزقوا دولتنا شتتوا جماعتنا نفخوا فينا روح الباطل والشر والتحزب التكتل والإقليمية والعصبية والمذبية فتركون كالجثث الهامدة نستطيع أن ننقذهم ما نستطيع قتلون ولكن ما نحيا الروح موجود لو كان الروح ضاع نعم الروح والله ما زال هل تدون مروح أيها المستمعون ومستمعات مروح إنه القرآن الكريم كتاب الله رب العالمين وقرأوا لذلك قول الله تعالى وقوله الحق وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا فوالله الذي لا إله غير لا حياة بدون روح ولا هداية بدون نوع هل يوجد تحت السماء من ينقذ هذه الحقيقة يقول نعم توجد حياة بدون روح ولو في البعض هل توجد حياة بدون روح والله ما كان هل توجد هداية بدون نوع الماشي في الظلام يهتد إلى حاجته يصي إلى منزله إلى بغيته لا والله والقرآن هو الروح وهو النور القرآن هو الروح وهو النور أخبر بذلك منزله صاحبه الذي تكلم به وأوحاه إلى رسوله القرآن الروح ونور فلا حياة بدون روح ولا هداية بدون نوع هل لذلك مثل يا شيخ الجواب نعم نعم العرب ذرية إسماعيل وإخوانهم القحطانيون العرب كانوا أمواتا كانوا في ضلال عظيم لا تأسأل عما كانوا فيه وعليه يعبدون الأصنام والأحجار تعجب الرجل حجرا من الحجار يأخذها ويستبدل بها أخرى كانوا أمواتا بما أحياهم الله بالقرآن حيو ويلنا أصبحوا مضاب المثل في الكمال البشري ووالله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهر ولا أصفر ولا أرحم ولا أعدل من تلك الأمة في قرونها الذهبية الصحابة وأبناؤهم وأبناء وأبنائهم ما عرفت الدنيا أبدا أكمل ولا أشرب من أولئك وإن ظلنا المضللون تاريخهم وغطوه بالأباطيل والطراهات ولكن الواقع واقع والله ما عرفت الدنيا أمة أكمل ولا أعز ولا أطهر ولا أصفر من تلك الأمة بما بالبلشفية الحمرة بالديمقراطية الهابطة باليهودية المبتدعة بالنصرانية الهالكة بالمجوسية الممزقة بما بالقرآن وسنة الرسول لا زمى للقرآن إذ عهد إليه ربه بأن يبين ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فلا غنى عن رسول الله أبدا ولا تفهم من ندين الله بدون رسول الله هو المبين المفسر إذن هم الذين فعلوا بنا ما فعلوا فهل من عودة نحتاج إلى تربية ربع قرن خمسة وعشرين سنة لو نأخذ في تربية أنفسنا خمسة وعشرين سنة يهلك من يهلك وينشأ النشأ المبارك وفي استطاعتهم بإذن الله أن يحولوا العالم إلى كتلة من نور وسيأتي هذا أحببتم يا شيخ كيف لا نحب أحبب الخصوم أو كره حلف رسول الله أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار فلا يبقى بيت مدر ولا ربر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل والآن العالم يتخبط يبحث عن المخرج خمت الدنيا وتعفنت بالخبث والباطل والشر والفساد من يطهرها بأي وسيلة بأي منهج ومبدأ لا وسيلة إلا الإسلام فلو أن أو فلو أن عرفنا ما قلناه غير ما مر هيا بنا نراجع الطريق وبسهولة بيسر لا كلفة لا مشقة أبدا ما الطريق يا شيخ الجواب أهل القارية المسلمة سواء كانت في رؤوس الجبل الجبال أو في السهول أهل القارية يتعهد أهلها وهم مسلمون ولو صوريا يتعهدون بأن ينزلوا بيت ربهم كل ليلة من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء وهم في المسجد بيت ربهم مع نسائهم وأطفالهم ورجالهم أعيد فأقول العودة هي أننا نلتزم في صدق في جد وحزم أن لا يتخل أن لا يتخلف رجل ولا مرأة ولا ولد عن بيت الرب في القرية ذلك الجامع الذي يجمعنا وكل ليلة نتلقى فيه الهدى الكتاب والحكمة المدن ذات المناطق أو الأحياء المتعددة وعلى كل حي شيخ يسمونه الشيخ الحارة أو رئيس العمدة أو عمدة الحي تعرفون هذا يا صاحب المكان حيك هذا المسجد الجامع هو هذا لا يتخلى فاجل ولا مرأة ولا ولد إلا مريض أو ممرض للضرورة الكل في بيت الرب ومن المغرب إلى العشاء يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم معاشر المستمعين وفيكم العلماء والفحول والبصراء والساسة هل هذا العمل يوقف دولا بالحياة تكسد التجارة تتعطل الزراعة تنتهي الصناة ما الذي يصيب الأمة كونها تتفرغ من المغرب إلى العشاء لتتلقى الكتاب والحكمة ما الذي يحدث ما الذي يحدث هذا التفرغ من المغرب إلى العشاء والله لتنمو معه التجارة ويبارك الله في الصناة ويثمع ويبارك في الزراعة وما ينقذ شيء والله لتتضاعف النتيج وأزيدكم لما نجتمع في بيت الرب اجتماعنا هذا سنة واحدة كيف تصبح قلوبنا وأرواحنا تطهو إلى لا تزكو أو لا وإذا زكت الأرواح وطابت النفوس يبقى شرح بيننا يبقى بخل فينا يبقى خبث عندنا في من يفكر أن يرجع بمرت أخيه في من يتصلط على أخيه يضوه ويذيه والله ما يوكم وينتيج صرف حب الدنيا والشهوات ووالله ليتوفر المال ماذا يصنعون به فهمتم هذه اللغة وإلى بربرية فهمتم ما المانع وأقول والله العظيم ما ترتفع لنا رايا ولنسود العالم إلا بالعودة إلى هذا المنهج المحمد هذه واحدة سهلة وإلا صعبة ما المانع إذن حتى نصبح علماء ربانين وأخرى أعلنها أيضا لعلكم تنقلونها ما عندنا من ينقل ينقل فقط الخطأ إذا أخطأ الشيق يا ويحاو لا تبيت إلا في الشرق والغربي كأننا لا نرصد إلا الخطأ لا تعجب يا شيخ من ربان في حجوع من تعلمنا وصلحنا أقول الآن الفوصة ذهبية لو تكونت لجنة عليا للإسلام يساهم في كل بلد إسلامي هذه اللجنة العليا تضرب ضريب على كل مؤمن يدفعها سواء شهرية وإلا سنوية فتوجد ميزانية للإسلام أكبر ميزانية في العالم لما لأنه يسهم فيها ألف مليون مسلم ثم بعد ذلك اللجنة تكون لجنة أخرى تطوف بالعالم تضع اليابان والصين وأمريكا وأوروبا وتتعاهد الجمعيات الإسلامية وتعرف موطن كل جماعة وما هي فيه وما هي عليه مع السرية كاملة لا تبجح ولا إعلانات ثم تتولى إنفاقا حقيقي على تلك الجمعيات الموجودة في العالم الكافر تقدم الكتاب الذي يجب أن يجمع القلوب ولا يفرقها وتبعث بالإمام المربي الرباني الذي يربي ويزكي النفوس ويعلم الكتاب والحكمة وهكذا ما هي إلا فتح وإذا تلك الجانيات عبارة عن كواكب من النور عبارة عن كواكب نورانية إذ ما يبقى بينهم من يسرق أو يفجر أو يكذب أو يجهل أو يقلد الباطل أو يمشي في ركاب الظالمين يوم ما يتم هذا فسوف تجاهدون الناس يدخلون في دين لا يفواجه الفرصة متاحة بلغنا اليوم أن بفرنسا الجمهورية الفرنسية فيه آلف مسجد ومسجد اليوم آلف مسجد ومسجد فلو أن هذه اللجنة الإسلامية العليا التي يجب أن تكون نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ في نشر الإسلام بالتي هي أحسن والدعوة ربانية وقد وجد من يحملها لا يوجد في أمريكا ولا اليابان ولا الصين مكان خالم مسلم ومسلما فقط يحتاجون إلى أن يصبحوا نورانيين لينعوا الحياة أمام الناس فهاتان الخطوة ما المانع أن نقوم بهما في بلاد المسلمين فقط نتعلم الكتاب والحكمة نجتمع في بيت ربنا ما يبقى فينا من يخرف ما يبقى فينا من يقول بالبدعة ولا بالخواف ولا بالضلالة ما يبقى فينا إيمان ضعيف هزيل ما يقوى الصاحب على أن يقول كلمة الحق أو ينهض بواجب وينتهي ما نشاهده من ألوان الباطل والشر والفساد في العالم الإسلامي وفي العالم الآخر تلك الجمعيات التي توجد بالفعل موجودة تنمى في خمس وعشرين سنة وقد دخل الناس فيه رحمة الله ما المانع هل سمعتم هذا بلغوا بلغوا الرابط رابطة العالم الإسلامي كتبنا هذا في الكتب ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونعود إلى السياق الكريم قال تعالى فإن آمنوا أي اليهود والنصار بمثل ما آمنتم به أيها المسلمون آمنا بماذا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق آمنا بأن الله لا يعبد إلا بما شرع وبينا رسوله صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهو أن الأنبياء ورسل كلهم أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا فاق بين موسى وهارون ولا عيسى ومحمد ولا إبراهيم وإسحاق آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إن آمن اليهود والنصار المتبجحون الذين يقولون لنكونوا هدى أو نصار إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا من أخبر بهذا؟ فقد اهتدوا إلى ماذا؟ إلى سلم الكمال وسلم الرقي والسعادة في الدنيا والآخر اهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل والخير من الشر والكمال من النقصان حرفوا الطريقة إلى الله عز وجل فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يا لله هذا الشقاق شقاق نكية هنا تفيد التهويل في شقاق عظيم صدق الله العظيم تولوا وإلى ما تولوا أعرضوا ما قابلوا دعوة الرسول السلام وبقية اليهودية والنصرانية وبقي أهلها إذن هم في شقاق عظيم بعيد طويل مع من؟ معنا معنا تفهمون معنى الشقاق وإلى لا تعرفون الشق والشقة تمام هناك شق وهنا آخر هذا الشقاق ما في اتصال أنتم وإياهم في شقاق بعيد كبير ليما؟ شخص يقول لا إله إلا الله وأخي يقول الآلهة ثلاثة كيف يتفق شخص يقول أبي بحرام الزنا وأخي يقول الحياة متوقفة عليه كيف نلتقي معهم؟ شخص يقول الصدق الوفاء والحب والطهر وأخي يقول الخيانة والكريب والزندقة على هذا تعيش الحياة كيف نتفق؟ سبحان الله العظيم اسمعوا كلام الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها المسلمون فقد اهتدوا إلى أي شيء اهتدوا إلى طريق كمالهم وسبيل سعادتهم ونجاتهم اهتدوا إلى الحق وتركوا الباطل وراءهم فقد اهتدوا وإن تولوا ما معنى تولوا أرافضوا الإسلام أرافضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تولوا عنه ورجعوا إلى الوراء بعدما جادلوا ووقفوا أمامكم فإنما هم في شقاق أقول في شقاق بينهم بين اليهود والنصار إلى الآن وإن كان اليهود نجحوا في ما علمتموه وقررناه وكررناه آلاف المرات اليهود نجحوا في إيجاد البلشفاء الماركسية اللايكية العلمانية استطاعوا أن يجهلوا النصار ويبعدوهم عن دينهم ويجعلونهم حربا عليه اللهم إلاعا الإسلام الآن تستطيع أن تجد واحد في المئة ما زال يعتقد النصرانية ويعيش لها وتسع وتسعين لا يؤمنون من فعل به ماذا؟ آل يهود بنوا عمنا أتدري لي ما كان النصران الصليبي إذا نظر إلى اليهود كأنما نظر إلى قاتل إلهه ما يستطيع أن يفتح عينيه فيه أبدا ولا أن يرضى عنه ولا يحبه أبدا كيف وهو قاتل إلهه من صلب إيسى في نظار النصار من صلبه وقتله أليس اليهود؟ كيف الذي يقتل إلهك تحبه؟ عاشقونا وهم أشد بغضا لليهود حتى من الإسلام كيف تحولوا صنع اليهود؟ استطاعوا أن يذوبوا معتقدهم تذويبا كاملا وهم لا إيكيون لا دينيون وبقية جماعات التنصير الذين يعيشون عليها يدافعون عنها وينشعونها بين المسلمين أحقيق هذا وإلا دعوة باطلة في من يرد علي يوجد وهذا الواقع فخف الضغط على اليهود بل عندنا دليل قاطع منذ كذا سنة أعلن بولوس الثامن قبل موته بأن اليهود براء من دام السيد المسيح وكررنا هذا القول أيام نشر في الصحف وأذيع في الإذاعات ماذا قالوا اليهود براء من دم السيد المسيح أي ما قتلوه إذن لما تبغضونهم وتحاربونهم إخوانكم فهمتم هذا وإلى ما فهمتم فهمتم من أفع عليه بالدنا والدرهم أو بالسحر اليهودي وقلنا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر في باب المجيد في الدرس الله أكبر نحن نقرأ قول الله تعالى من صورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإلى قلنا قتلوه 1400 سنة 2000 عام وأنتم تكذبون وبعد ترجعونا يرجعوا إلى الإسلام وقولوا آمن بالله إذن فهم في شقاق فيما بينهم لو لهذا السحر اليهودي ما زال النصارى ضد اليهود واليهود ضد النصارى أعداء الإداء يكفيك أنه يعتقد أنه قتل إله في أكثر من هذا وأما بيننا أيضا وبينهم فالشقاق دائم حتى يدخلوا فيه رحمة الله أو حتى نتنص أو نتهود العياذ بالله وتنتهي المعاركة ولن يكون هذا أبدا سيبقى هذا النور مهما طالت الأيام فهم في شقاق ثم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فسيكفيك هم الله فسيكفيك يا رسول الله يا الله وهو السميع العلم لا تخفهم وهل صدق الله في وعده لرسوله وإلى لا قال فسيكفيكا هم أنت يا رسول الله فقد تآمر على قتله ثلاث مرات ونجاه الله يعرف المؤمنون أن اليهود تأم على قتل نبيهم وللاء في بني النظير أرادوا أن يطلقوا عليه راحة من السطح على رأسه وهيئوها وتآمروا قبل أن يطلقوا نزل الوحي قوم يا رسول الله فقام من عندهم هذه واحدة وإلا وبالأمس ما سحروا في بيضوان وإلا وعادوا قتله ما أطعمه السحر في خيبة أطعمه السم إذن وكم وكم من يأتي أن يقتل رسول ويتنبله عمر الأحزاب من حزبهم من جمعهم جمع العرب من الشرق والغرب والجنوب وجاء بهم المدينة لقتل رسول الله وأصحابه أليس هو حويي بن أخطب النظر اليهودي هو الذي حزب الأحزاب إذن قولوا صدق الله فسيكفيكهم الله والله سميع لأقوال العباد عليم بحركاتهم لا يحدث شيء في الكون إلا والله قد سمع عركته وعالمها فالياذا إذا وعدك بالكفاية لا تغف قاد على أن يكفيك أهمك وكربك وأعداءك لو قال تعالى فسيكفيك فسيكفيك فسيكفيكموهم لقلنا الله أكبر لكن قال الرسول فهمتم لو كانت الآية فسيكفيكموهم أيها المؤمنون انتهينا لكن الله عالم أننا نتخلى عن دعوة الحق وحينذن نتعرض لذلك ومع هذا أيما مؤمن في إقليم في بلد في دولة في مملكة في جمهورية يستمسكون بحبل الله حق الاستمساك والله لكفاهم الله الشرق والغرب والإنس والجن أما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا وليهم وإلى لا وما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويتجل في الفرض في الأسرة في القرية في الإقليم أيما عبد آمن حق الإيمان واتق الله وجاءت الولاية والله لو كادوا أهل الأرض ما كانوا ليذوه ولكن حالنا كحالهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ثم قال تعالى صبغة الله ومن أحزن من الله الصبغة تعرفون الصبغة أو إلا والصباقين تعرفونهم الثوب الأبيض صبغونه إسه الأصفر هذه الصبغة نحن صبغنا الله بصبغة لا نظير لها أبدا ألا وإنها الإسلام ألا وإنها الحنيفية ملة ظاهيم ما يصبغة اليهود والنصارى النصارى إذا ولد الولد يوم السابع يأتون بالماء الزعفران أو ما ندري ويغمسونه فيه ويقول صبغناه لن يموت إلا نصرانياً من الآن يفعل ما يشاء هذا نصراني أعرفتم هذه الخرافة وإلا لا يأتون بمادة كذا في ماء يوم السابع ويغمسون الولد ومعناه الآن أصبح نصراني حتى يموت هكذا تكون نصرانية واليهود يفعلون مثلهم هذه الصبغة الصبغة صبغة الله لنا وهي أننا أهل لا إله إلا الله محمد رصول الله أهل الإسلام أسلمنا لله قلوبنا فلا تفكر إلا فيه ولا تتحرك إلا من أجله وجوائحنا مقبلة عليه لا نرى إلا الله هذه الصبغة التي صبغنا الله بها وهي ملة أبيكم رهم ومن أحسن من الله صبغة من صبغه الله بصبغة الإيمان والتوحيد يستطيع واحد أن يصبغ بمثلها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون حق وإلا لا والله إن لك يا رب عابدون تعرفون معنى عابدين وإلا لا مطيعين مستقيمين على منهاجك منك خايفون فيك راقبون وطامعون لا نعبد غيراك ولا نؤله سواك ليس لنا إلا أنت يا رب ونحن لك عابدون إن شاء الله صادقنا في هذا قولوا آمين لا نعبد دنيا ولا شهوة ولا هوا ولا منصب ولا رياسة ولا لا نعبد إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه أرأيتم كيف علم الله ورسوله المؤمن كيف يقولون قولوا صبغة الله لا صبغة اليهودية والنصرانية ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما قول لهم قول أتحاجوننا في الله اليهود قالوا كونوا يهودا النصارى قالوا كونوا نصارى تحاجوننا في الله تريدنا أن نكفى به أن نصبه بالصفات العجل والنقص ماذا تؤيدنا في المحاجة في الله أو أتحاجوننا في دين الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نحن أعلم بكم بالله أليس كذلك أدنى موم أعلم بالله من عامة اليهود ونصارى كيف يحاجون في ربنا يريدون أن يجعله ثلاثة يريدون أن يصيب بالصفات العجز كالإنسان كما يفعل اليهود لا هذا غير ممكن أبدا قل لهم يا رسولنا أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم أيضا أو ليس بربهم في من يقول ليس بربنا من خلقك أنت من خلق أمك وأباك من خلق الأرض تحتك والسماء فوقك من أوجد هذه الكون من خلق هو الخالق وهم يعترفون بهذا الله ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ هذا فيه تهديئة للموقف بعد السراع أعلمهم أن أعمالنا لنا وأعمالكم لكم من يجزي بها ويثيب عليها ويعاقب الله أعمالكم إن كانت صالحة فأجرها لكم وإن كانت فاسدة فجزاؤه عليكم ونحن كذلك أعمالنا إن كانت مرضيا لا وفق مراد الله أنتجت الطاقة النورانية أتابنا عليها وإن كانت مخالفة لرضى الله وما شرع جزاؤها علينا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكن الختام الأخير ونحن له لا لغيره مخلصون كل أقوالنا كل أعمالنا كل حركاتنا كل سكناتنا كل دنيانا لله عز وجل ما عندنا غير الله لا نلتبت إلى سوى الله عز وجل تفهمون معنى إخلاص العمل لله بينا غير ما مر لماذا أنتم جالسون هنا لله لما تنصرفون إلى أين لله أنتم تنصرفون لله والباطل وإلا للنزول في بيوتكم وتناول الطعام بسم الله وعلى ذكر الله وتناموا لله لله وإلىنا والذين يخرجون يذهبون إلى الباطل والشر لله حاش مع الله ونحن له مخلصون أقوالنا أعمالنا نياتنا حركاتنا سكناتنا الكل خاص بالله هذا شأن المؤمن كثيرا ما نبين للسامعين أننا وقف على الله تعفون الوقف وإلى لا هذه العماء وقف على طلبة العلم غلتها توز عليهم هذا البستان وقف على المسافرين غلت سافر عليهم وإلى لا يأخذه وحد آخر لا المؤمن وقف على من على الله إذا أكل يأكل من أجله إذا شرب والله يشرب من أجله إذا نام ينام من أجله إذا استيقظ يستيقظ من أجله إذا تزوج لمن يتزوج والله من أجله وإذا طلق والله من أجله كيف يطلق من أجله نام مؤمن خاف أن يضر بحياتها يبدأ يطلق حتى ما تشغمه أو خاف أن يلحقه ضر هو إذا يفارق ليبقى عبد الله معافى في دينه وبدنه يبني يهدم يبيع يشتري أعمالنا كلها لله تعرفون هذا ولله هل بلغكم قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون ما معنى إنا لله نكذب يعني قول هذا البيت لإبراهيم أو لعيسى وهو ليس له هذا الكلام يصح كذب هذا فكيف تقول أنا لله ولا تعطي الله منك شيئا هذا الصدق ولا كذب من قال إنا لله معنا نقوم نقعد نبني نهدم نساف كل أعمالنا لوجه الله فهمتم إنا لله وإنا لا أو نكذب إنا لله ولا نعطي لله شيئا هذه خيانة هذا الوقف على فلان وما يعطيها ريال يصح هذا الوقف إنا لله وإنا إليه راجعون فلهذا ما نكرب ولا نحزن بوفاة أصدقائنا أو أبنائنا أو أهلينا لأننا راجعون يا الله راجع إليه تكرب تحزن إذن إنا لله وإنا إله راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مقلصون أم تقولون إن إبراهيم إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباب كانوا هودا أو نصاء قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافي عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهان المستمعين تذكيرا للناس وتعليما لغير العالمين أن الصراع بين أهل كتاب والمسلمين صراع بدأ من ساعة أن حل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة وبالبداية الحقيقية من وقعة بدأ في السنة الثانية من الهجرة وما زال الصراع إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود يعتزون باليهودية وهي بدعة تدعوها ولم يشرعها الله عز وجل ولم ينزل بها كتاب ولم يتفوى بها نبي ولا رسول والنصارى كذلك ابتدعوا النصرانية وجعلوها ملة وعقيدة ودينا بل هوى نظاما وهم يصارعون الإسلام مصارع عنيبة ومن هنا كانت صورة البقعة من أولها إلى هذه الآيات وإلى ما بعدها وهي تبين لهم الطريق وتشرح لهم ما تنشرح له الصدور وتطيب له القلوب والنفوس فمن أراد الله إكرامه وإنعامه وإسعاده استجاب للدعوة ودخل فيه رحمة الله وأصبح من أولياء الله ومن لم يكتب الله تعالى أو سعادة أصر على يهوديته أو نصانيته وما سكن ولا سكت وما زال إلى الآن يضرب الإسلام بأشد قوة وخطأ ببالي أن أذكر أن هذا الفساد الذي انتشر في العالم الإسلامي سببه اليهود والنصار نذكر ولا حاج أنه شاع في ديار الإسلام ضروب من الكبائر يندى لها جبين العاقل الرباء من سنه من قننه من جعله نظاما عاما تعيش عليه البشرية إنه اليهود اليهود عليهم لها حتى السحر من نشره في العالم الإسلامي وأصبح المسلمون نساء ورجالا يعانون من هذه الفتنة آل يهود هم آل السحر كشف الوجوه والعري والاختلاط بالنساب الرجال وإشاعة الزناء والعياذ بالله ما هي عوامله آل يهود والنصار وزاد الطيم بل كما يقولون في هذه الآلات الناقلة للأصوات والصور ملأوا بها بيوت المسلمين فهجرتها الملائكة وحلت محلها الشياطين فانتشر الفحش والدمار لو تتبعنا ما نسميه بحضارة خطوة خطوة نجد أنها الدمار لا الحضارة الخراب لا العمران البادية أرحم أعزن اذكروا هذا واسمعوا هذا الكلام الإله ماذا يقول قل أتحاجون من القائد الله من الذي قال له قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لأهل كتاب من طوائف اليهود والنصارى قل لهم وضخا مقرعا مؤدبا أتحاجون نحن أعرف بكم بالله نحن أعلم منكم بالله نحن أولياء وأنتم تدعون أنكم أولياء الله يدعون أنهم أولى بالله من المسلمين ويفتعون الكذب ويختلقون الأباطيل ومن بين ذلك اليهودية والنصرانية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هل الدعوة الفارغة الباطلة تعال الله عن مثل هذا أنتم أبناء الله تعال الله على أن يلد أو يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد ودعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط كانوا هودا ونصرها والله ما عافوا اليهودية ولا سمعوا بها ولا عافوا نصرانية ولا سمعوا بها قط ويرصقون ويرصقون هذه الأباطل بأولئك الأنبياء المصطفين الأخياء ليفهموا المسلمين في نظرهم والله ولي المؤمنين ومن كان الله ولي لا ينهزم ولا ينكسر فهاه ذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أتحاجون نا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم أي خالقنا وخالقكم أرازقنا ورازقكم معبودنا الحق ومعبودكم سيدنا وسيدكم كيف تتحاجون فيه وتجادلون وتقول نحن أولى بالله منكم كيف جاءت هذه الولاية لإيمانكم والهاطة الصاقة الباطل أو لتقواكم الذي لا وجود لها العهر والفجو والربا واستبك الدماء والشر والخبذ كله في وسطهم ويدعون ولاية الله أولياء الله هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتقون لربهم الذين لم يخرجوا عن طاعته ولم يفسقوا عن أمره في اعتقاد ولا قول وعلى عمل أما الذين ما عرفوا الله حتى المعرفة ما آمنوا بحق الإيمان الذين يقولون في الله ولد وله ولد آمنوا بالله آمنوا بالشيطان الذين يشبهون الله بمخلوقاته ويقول إنه ينسى ويعطي وبعد يتراجع وهذا مذهب اليهود لعنة الله آلهم هذا الإيمان يكون نبي أولياء أما التقوى أين التقوى أين التقاء ما سقط الله عنه وغضب عليه ويلوهم واحتضنهم وهكذا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ذي كلمات الله البين الفاصلة التي تقطع هذا الحجاج الباطل والجدال الذي لا معنى لهم تجادلون في الله وهو ربنا وربكم ليس ربكم وحدكم بل ربنا وربكم لكن عرفناه وما عرفتم أطعناه وعصيتم استجبنا له وعرضتم عن نداه واستجبتم للشياطين وخلاصة القول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أعمالهم ما هي كل ضعوب الفسق والفوجية والفساد هي أعمال يهود النصار المكو الخداع الغش الطليل الحيل الباطل ولكن أعمالهم سوف يجزون بها ولنا أعمالنا وما هي أعمال المسلمين استقام على منهج الله إذا أذن الله في الكلمة قلناها إذا لم يأذن فيها صمتنا وسكتنا نظرا أذن فيها نظرنا منعنا امتنعنا نقمة عيش أذن فيها أكناها ما أذن تركناها هذه الأعمال التي ترضي الله عنا وتحببنا وتحببه إلينا هذه الأعمال مزكية للنفس المطهرة للروح البشرية أعمال شرعها وأودع فيها قوة التأثير في تزكي النفس والتطهير لا بدع وضلالات وخرافات يضعها القصص ويهبان الأحبار ويقدمونها لأولئك البلداء الأغبياء الظالين فيسومونهم ويسوسونهم كما تسام البهايم من هؤلاء أهل كتاب تؤمنون بالله وتكفون برسوله تؤمنون بالله وتجادلون فيه وتكذبون كلامه وكتابه وتنكرونه أي مسخ في العقل أكثر من هذا تقول نحن أبناء الله أولياء الله هاو ذا تعالى قد أنزل كتابه القرآن العظيم كيف تردونه كيف تنكرونه بأي منطق أو حج أو ذوق واصطفى رسولا وأرسله وعندكم صفاته كاملة وافية وتحرفون وتؤولون وتغطون وتجحدون وتضللون أتباعكم ولا تؤمنون بخاتم الأنبياء لن أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ذي كلمتنا نحن أيها المسلمون ونحن له مخلصون أما هم مخلصون للدنيا والله ما أقلص إلا لأهوائهم وشهواتهم وأطماعهم وأغاضهم المستافلة المالية فلو أخلصوا قلوبهم لله وأعمالهم ما باتوا ليلة واحدة على يهودية مبتدعة ولا على نصانية باطلة لا تقوم على أساس لا منطق ولا عقل ولا ذوق فضلا عن الوحي لله وهم مصرون عليها ويدعون إليها ويحاربون الإسلام حربا شعوى حتى لا يظهر هذا الإسلام ونحن له مخلصون أخلصنا له ماذا يا عباد الله أخلصنا له قلوبنا فقلب المسلم الحق لا يتقلب طول حياته إلا طلبا لمرضات الله قلب المؤمن المسلم لا بالنسبة ولكن بالحق قلبه دائما يريد الله لا هم له إلا رضا الله عز وجل أسلمنا جوارحنا لا نعطي ولا نأخذ لا نرفع ولا نضع إلا بإذنه وبرضاه وما يريدوا منا هل أنتم فعلتم هذا هل أخلص اليهود والنصار شيئا لا ولا شيء ولكن بما أنهم يجادلون ويحاجون الله عز وجل يبين لرسول إلا رسول صلى الله عليه وسلم كيف يرد أباطي لهم ويمزق حججهم الهاوية ونحن له مخلصون معاشر المستمعين هذه تعنينا أكثر أتعيفون ما هو الإخلاص هل نحن مأمون بالإخلاص ما هي صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف أنحد من صورة تنزيل الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ومن صورة البين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين قيم خلاصة ما أقول لمستمعين والمستمعات في هذا الأصل لأن الإخلاص هو عنص العبادة متى تأكد ووجد أمكن العبد أن يستفيد من عبادته فإن ضعف هذا الأصل بطلة العبادة ولا أطر لها في النفس الإخلاص أن تريد بحياتك وجه الله تقول تعمل تبني تهدم تزوّش تطلق تسافر تقوم تقعد دائما تريد الله الإخلاص أن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله ترابط السنة والسنتين العاشر السينين وأن ترابط نفسك في حدود وفغور بيت الإسلام ودار الإسلام لا تريد جزاء إلا من الله تنفق أموالك وتضحى في أيدي المحاويج والفقى والمساكين ولا تريد كلمة أن يقال فلان منفق أو فلان يتصدق تبيت راكعا ساجدا بودك أن لا يراك أحد وأن لا يسمى أحد أنك صليت ولا قمت تطلب العلم من أول ساعة تدخل إلى أن تخرج سنوات لا هم لك إلا وجه الله فإن الإخلاص معناه جعلوا العمل كله لله إذ هو الخالق هو الزادق هو الإله الحق نحن له مخلصون نحن له مسلمون فكل أعمالنا له فمن صاف من أعماله شيئا إلى غير الله ما أخلص بل أشرك وخلط وخضط إذن وهذا الإخلاص يحتاج إلى مقاومة النفس ومجاهدتها ويساعدك على هذا أن تعيش وأنت تشعر أنك بين يدي الله يرى حركاتك وسقناتك يسمع دقات قلبك وما يخطو ببالك راقبه هذه المراقبة هي التي تساعد على الإخلاص اعلم أن الخلق كلهم لا يساوون شيئا ليس بينهم من يحي ولا من يميت لا من يعطي ولا من يمنع ولا من يضر ولا من ينفع وإنما الضار والنفع هو الله والمعطي والمانح هو الله والحي والمميت هو الله لا تغفل يا موم وتظن أن قضية سهلة لا بد من جهاد نفسك وابكر دائما أننا وقف على الله وقرأوا قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بعد الحياة والمماتي شيء لا شيء ثم يقول تعالى لرسوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا ونصارا قالوا فالاستفامنا للتقرير أتقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط وهم أولاد يعقوب لاثني عشر قالوا هؤلاء كانوا يهودا ونصارا النصار يقول كانوا نصارا واليهود يقولون كانوا يهود والله ما زمعوا باليهودية ولا بالنصرانية اليهودية متى وجدت على عهد موسى لما فسقوا ظلم وخرجوا عن طاعة الله أعلنوا عن توبة في مواقف وقالوا إنا هدنا إليك فمن ثم عرف بينهم لفظه اليهود والنصار من متى قبل نبي نبي خمسمائة سنة فقط قال الحواريون يا عيسى نحن أنصار الله هو الذي قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله من ثم وجد كلمة نصار كيف يكون إبراهيم وأحفاده يهودا ونصارى ومن صورة آل عمران قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاريا ولكن كان حنيف المسلم إذا يوبقهم يقرعهم بهذا الاستفام أتقولون أن إبراهيم وموسى إبراهيم وإسماعيل ويسحاق والأصباط كانوا هودا أو نصارا بمعنى كانوا هودا اليهود يقولون كانوا هودا والنصار يقولون كانوا نصارا أما أساؤهم من الأحبار والقصص فهم يعرفون أن هذا أباطيل وترهات ليخدعوا بها العوام ويضلوا بها الناس وإلا كيف توجد يهودية ونصارية على أهد إبراهيم وولد إسحاق ويعقوب وأحفاده كيف يمكن هذا ولكن حب الدنيا والطمع وحب السلطة والسيطرة على القلوب لكن القرآن فضعهم ما استطعوا أن يقفوا أمام هذه الآيات القرآنية إذن واسمع ماذا يقول تعالى قل الله أعلم قل أنتم أعلم أم الله إن قالوا نحن أعلم كفروا وكذبوا وانتهاموا تمزقت رابطتهم قل أنتم أعلم أم الله قل يا رسولنا لهم أخبروني أنتم أعلم أم الله فإن قالوا نحن أعلم كفروا ولا كلام معهم ولا جداد وإن قالوا الله أعلم إن قطعوا الله نفى أن يكون اليهود أن يكون الأنبياء وغصوا اليهود نصاره وبهذا قطع ألسنتهم من علم رسولنا هذه الحجة الله جل جلاله وعظم سبحانه قل أأنتم أعلم أم الله فإن قالوا الله أعلم الحمد لله الله نفى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاريا ولكن كان حنيبا مسلما وما كان من المشركين وإن قالوا نحن أعلم لا كلام معهم لأنهم كفروا ادعوا العلم فوق الله والله عليم بكل شيء والله معلم كل بعلم فقطع الله بهذه الجملة خصومة أسكتهم تماما ماذا يقولون إن قالوا نحن أعلم كفروا وكذبوا ولا يقبل منهم جدال ولا سواع ولا كلام وإن قالوا الله أعلم الله نافى أن يكون إبراهيم وأولاده وأحفاده يهود ونصارى وقرر وأثبت أنهم كانوا مسلمين ثم قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله هذه لنا جميعا اسمعوا هذه الكلمة الإلهية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله الجواب لا أظلم منه والله لا يوجد ظلم أعظم من هذا أبدا لا يوجد ظالم أعظم من يكتم شهادة عنده من الله ويخفيها ويصطوها ويغطيها ومعنى هذا والله إن اليهود والنصار بأحبارهم ورهبانهم وقصصهم وأتباعهم الكل ظالم لا أظلم منه أي ظلم أفضع من أن ينسب لله العلي الحكيم القوي القدير ولدا وهم يعرفون أم عيسى وأنها مريم ويقولون عيسى من الله أي ظلم أفضح أعظم من هذا الظلم ينسبون إلى الله ما هو منزه ومقدس عنه وهم يعلمون بأن هذا لن يكون ولم أبدا يعقل ومع هذا يشيعون وفي أتباعهم والمتبعين لهم في الشرق والغاب ويقولون الإله ثلاثة مكوّم ثلاثة أقانيم الرب والابن وروح القدس مرة يقولون مرة يقول ابن والأم وروح القدس إذن فالشهادة التي عندهم وكتموها ولم يخبروا بها هي ما عندهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته التي تكاد تصرخ بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وأن رسالته عامة للأبيض والأصفر وأنه لا نبي بعده وأنه الذي يدعو إلى الإسلام هذه موجودة كيف يكتمونها إذن هل يوجد من هو أظلم من اليهود والنصارى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبين للناس صفات ونعوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء من صوات الأنهام ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ولا تنصرون أخذ الله على جميع الرسل والأنبياء وأمامهم تابعة لهم إذا بعث الله نبي وجب أن يؤمن به وأن يتابع وخاصة خاتم الأنبياء والموصلين صلى الله عليه وسلم إذن الآية تقول إن اليهود والنصارى جاحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها وهي الشهادة في أعناقهم أخذ عليهم العهد والميثاق لا يكتموها وهاهم أولئي قد كتموها فمن أظلم منهم لو سئلت عن من أظلم من اليهود والنصارى بها لتقول لا أظلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافي عما تعملون معاشر المستمرين والمستمعات كالإخلاص الشهادة هذا يتعلق بنا كما نحن مأمورون بالإخلاص أمر الأولون بالإخلاص فلتكن أعمالنا نياتنا إرادتنا تحركاتنا كلها مرادة بها وجه الله أعيد القول الإخلاص حلقة إذا انقطعت سقط العبد فإذا تمت استمسك بحبل الله وتبت فلتكن نياتنا إرادتنا خواطرنا حركاتنا سكناتنا في الشارع نمشي فليكن المراد من ذلك هو الله ثانيا هذه الشهادة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله مثلا استشهدك فلان وفلان في قضية من قضايا الحياة وكنت الشاهد هل يصح منك أو يجوز لك أن تكتم هذه الشهادة وتخفيها وتجهدها والله ما جاز ولا صح ونعرف أن كتمان الشهادة والعياذ بالله كشهادة الزوء من أعظم الذنوب عند الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بطريق السؤال والجواب فيقول لهم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزوء ثم كررها ألا وشهادة الزوء ألا وشهادة الزء حتى تمنى أصحاب أن لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأسف ما أعطينا للشهادة قيمتها أبل فترى رجل يشهد مع رجل لا لشيء لمجرد علاقة أدنى علاقة مادية ونحن مأمرون أن نشهد على أنفسنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إذن شهادة الزوء من أكبر الكبائي عند الله وهذا تعالى يقول لليهود والنصار ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون وعما نعمل وعما يعمل كل عامل فلتكن هذه من مقتضيات حياتنا التي لا تفارقنا أن لا نقول إلا حق ولا نشهد إلا بحق وأن نتجنب قول الزوء وشهادته ما ننطق بالكذب حتى ولو كان لا يترتب عليه شيء ألسنتنا صادقة قلوبنا وألسنتنا متحداني القلب طاه واللسان يعب عن تلك الطهارة أما الكذب أما المنطق السيء أما الباطل سواء فيه قالب شهادة أو غير شهادة كل هذا ليس لنا لماذا ليس لنا لأننا مسلمون ومخلصون فكيف للمخلص أن يلتفت إلى غير الله يرهب أو يخاف ويطمع فيه وكيف لمن أسلم قلبه لله ووجه أن ينطق بالباطل ويشهد بالزور ليمنع حق من حقوق الناس أو ليرتب على آخر حق ليس هو له وهكذا وهكذا يقول تعالى لهؤلاء اليهود النصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عما تعملون لا يغفر الله عن أعمالنا إذا أعمالنا كله هو خالقها كاتبها وقدرها قبل أن نكون ونحن بين يديه لا يعزب عنه من أمرنا شيء وإن كان مثقال ذرا وقد عرفتم أن العوالم كلها في قبضته فمنه الذي يخفى عن الله أو يغيب عن الله فأعمالنا كلها محصية معلومة مقدرة وهي لا تقع إلا على رؤية الله عز وجل وسمعي وبصري وأخيرا قال تعالى تلك أمة قد خلت تلك الإشارة إلى من إلى من سبق من عهد إبراهيم إلى بعتة النبي صلى الله عليه وسلم هم يجادلون في الماضي ويتمسكون بأهداب أجدادهم وأبائهم وهذا لا ينفع والله ما ينفع لو كنت ابن نبي ما يجديك ذلك شيء وقد بين تعالى لنا هذه الحقيقة وهي أننا نواخذ بكسبنا لا بكسب أبائنا وأجدادنا ونعطى ونظف ونفوز ونربح بكسبنا لا بكسب الآباء والأجداد أبدا لقضية معلومة بالضرورة وهي أن الطمع الذي نعيش عليه هو أن نسكن دار السلام أن ننزل الجنة دار الأبرار فهذا النزول وهذا السكن في ذلك العالم الأقدس الأطهار لن يتم بالنسب أبدا لا بيبنوه ولا بأبوه ولا بأجداد ولا بأحفاد ما هو إلا أن تزكي نفسك يا عبد الله فإن زكيتها طيبتها طهرتها أصبحت صالحة للملكوت الأعلى فإن أنت لوثتها وخبثتها رجستها ونجستها مستحيل أن تلقى إلى السماء أو تدخل دار الأبرار وقد علمنا حكم الله في هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستها إلا أننا مأمورون يا أبناء الإسلام مأمورون بأن نعرف بما نزكي أنفسنا وبما تكون تدسيتها لنعمل على التزكية ونبعد أنفسنا عن التزكية فالقضية ليست قضية نسب وها نحن مع قول الله عز وجل وقوله الحق ذرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح وإمرأة نوت هذه حليلته أم أبنائه إمرأته في عصمته لما خالفت منهج الله فخبثت روحها ما نفعها نبي الله ورسوله ما واتنوح وما واتلوص أين هما في الجحيم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها داوية وراضح صريحة يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان بدأ ببني هاشم وانتهى إلى فاطمة الزهراء فقال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا أبعد فاطمة من يطمع في أن يغني عنه رسول الله شيئا وهو لا يؤمن ولا يعبد ولا يزكي نفسه ولا يطهع يا فاطمة يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا وآذر والد إبراهيم عرفنا ما حكم الله به عليه آذر والد إبراهيم فهو في الجحيم وقد تضرع إبراهيم وتوسل إلى الله ليغفر لوالده ولم يقبل ذلك منه لأنه كافر مشرك ضل أناله أن تشفع فيه شفاعة فقد كان إبراهيم يسأل الله ويقول رب اغفر لأبي إنه كان من الظال ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم الخبير بهذا الشأن أن إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والحكم بين الخلق يرفع يديه ويقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار فأي خزي أخذ من هذا فيقول له رب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك فينظر كان رافع عن رأسه غارعا سائلا ينظر تحت قدميه وإذا والده آذر في صوات ضبع ملطخ بالدماء والقيوح بين يديه ما إن يراه إبراهيم حتى تشمئ إز نفسه وتنقب روحه ويتألم ويرفع صوته سحقا 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 أبعدوا 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 فوالله لا يؤخذ من قوائمه الأربع ويوما في عالم الشقا في النار وما الله بغافل عما تعملون عما نعمل يا معاشر المستمعين والمستمعات اعلموا أن فتنة دائرة وتبلغنا أخبار وأنباء آلمتنا ومزقت قلوبنا من هذه الفتنة فتنة هذه المحنة الجديدة العرض الذي يعرض في آلات الفيديو والتلباز وتلتقط تلك الصور المدمرة وكنا نبكي ونقول نخشى أن يموت صاحب هذا الصحن الهوائي أو الدش على سوء الخاتمة قالتنا أخبار عجب يبيتون ساهرين طول الليل يشاهدون الخلاعة والدمار يشاهدون فضائع ما يقولها العاق ولا ينطق بها المؤمن وهم مصرون يوميا على هذا وكل يوم نشاهد على سطح المؤمن المسلم تلك الآلة التي يلتقط به هذا الدمار والقواب سوف تمضي عليهم أيام وقد فقدوا إيمانهم ولكن قد يصيبون نحن بالبلاء إذا نزلت النقمة نهلك نحن معهم أماهم فهم هالكون من الآن انتهى الحياء مع الحياء أخو الإيمان الحياء من الإيمان الحمال حياء كله خير مسحوا من وجوههم ووجوه بناتهم ونسائهم وأولادهم فيرتكبون فضائع الذنوب كيف نقول أين هذه الأمة فإن ذهبت أين القرآن وأين السنة وأين أصوات العلماء لا سماع أبدا لا إقبال أبدا لا تراجع لا ندم ولا توب ولا بكاء هذا القرآن على من نزل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ونحن لنا ما كسبنا وإلى لا والكواسب يا معاشر الأبناء هي الجوارح السبعة العين والله تكسب أقسم بالله ما إن موم أو فاتق أو ما جن يوم بنظرا في وجه لا يحل الله النظري إلا انعاكس دخان وظلم في قلبه ويجد آثره بعد ساعة أو ساعات فيقول الباطل أو ينغمس في الخبث ما ينطق بكلمة فقط من غضب الله وسخط الله وقد أخبرنا رسول بما ما فيه بياء لبس ولا خفاء قد يقول المعو كلمة لا يلق لها بال ولا يكتفت إليها وهي من صفحة الله عز وجل فيلقى بها في النار أربعين خريفا كلمة فهذه الكواسب التي نكسب بها اللسان من أشد وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل صاحب عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فيقول لو كف عنك هذا وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه كف عنك هذا فقال الرجل أن أه إن لمواخذون بما نتكلم به رسول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم غير حصائد ألسنتهم كف عنك هذا يا معاذ فتعجب وقال أو إنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال نعم ثكلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سمعوا لو لا الكذب والله ما أجد باطل ولا شر كل المعاصي تنتج عن هذه الجريمة لو كففنا ألسنتنا ولم ننطق إلا بالحق والخير والله ما أجدنا الباطل موجود ولا ظهر للموكر ما ظهر أبدا لكن ألسنتنا هي التي تنتج هذا كواسب أيدينا تكسب ويسجل علينا ما كسبت ليست سارقة فقط أو أذيت مم بضربها وقتله فاليد تأخذ وتعطي فاليد التي تأخذ الحرام كالتي تضرب وتقتل جارح كاتبة أرجلنا نمشي إلى أين ينبغي أن لا نمشي خطوة واحدة في غضب الله خطوة واحدة ما نمشيها في طريق لا يرضى الله به ما نمشي أبدا إلا في غض الله عز وجل وأعظم من ذلك والعياذ بالله البطن والفرج أكل الحرام وإتيان وغشيان المحرمات فهذا أعظم من ذاك كله فقوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحن أيضا لنا ما كسبنا إن كان الكسب خيرا فوزنا بالخير وإن كان الكسب شرا حلكنا فالشر والعياذ بالله تعالى أقول القرآن كتاب هدايا ورحمة للبشرية وإن ذكر حجاجا بيننا وبين أهل الكتاب فالمقصود تربيتنا إنجاحنا إكمالنا عزنا طهارتنا لأنه كتابنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون هم يتمسكون بأهداف الأولين فأعلمهم الله تعالى أن أعمال الأولين لا تسألون عنها قطعا هل يسأل اليهود والنصار عن أعمال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهل نحن نسأل عن أعمال اليهود والنصار ولأعمال من سبقنا كل يسأل بعمله اللهم إلا ما كان سببا في وجوده لما علمتم وعرفتم من أن المرع إذا مات قطع عمله إلا من ثلاث فمنها علم ينتفع به فالذي يعلم مومنا أو مومناء مسألة في دين الله فيعمل بها ذاك المومن أو تلك المومناء يثاب عليها ما دام يعمل بها أيما علم حول حب الله ولقاه حول العمل الصالح تورثه في أي عبد ويعمل به ما زال يجرى لك الأثر حتى ينتهي ذلك العمل وقد يعلمه آخ فتمتد الحلقات ثانيا أولا الصالح يدعو له فالولد الصالح من أنجبه أنت أنت الذي بذلت وأنت الذي أنفقت وأنت الذي عملت حتى وجد هذا الولد فما دام يدعو فهو يدعو لك ودعاه لا يرد في أبيه أو أمه يستجاب وهكذا صدق الجاري أيضا إذا بنى المرء مسجدا أو حفر بيرا ذات ماء عذب للشاربين أو عبد طريقا أو وضع جسة من الجسور أو أعد عد لدولة جاهد في سبيل الله فهذا العمل متواصل فقوله تعالى لها ما كسبت ولكن ما كسبتم هو حق ومن كسبنا أن نخلف وراءنا من يعمل ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا ختام هذا الحجاج ولا تسألون عما كانوا يعملون فهل أحد يسأل عن أبيه لا مات لا يصلي الجواب يسأل ولا يسأل إن كان قد بلغه ونصحه ودعاه وجلب عليه الصالحين وهدوه فأبأ يهتدي ومات والعياذ بالله تاركا صلاة من أهل النار ما يسأل عنه الولد يوم قياما لكن إذا قصر ما نصح ما رب ما علم ما دعا إلى الهداء يسأل أبناءك تسأل عنهم إذا أنت قصرت في تربيتهم في توجيهم في هدايتهم إذا أهملتهم وتركتهم في الشوارع والغابات يعبثون ويلعبون وتأتي إلى البيت فتجدهم غائبين فلا تسأل أو تجدهم نائمين فلا تسأل أنت مسؤول عنه هم يعملون الباطل وأنت تفهم تأثم به وهكذا فالكلمات ليست على عمومها لنا ما كسبنا ولهم ما كسبونا ولكن من كسبنا ما نكون السبب في إيجاده وحصوله معاشر المستمعين والمستمعات هذا كتاب الله أكرمنا الله عز وجل به واجتمعنا عليه فلله الحمد والمناء فلنضكو ما سمعنا والنبد المستطعن في إصلاح أنفسنا وتزكية أراحنا والطريق الوحيد معاشر الأبناء هو أن لا نخلو أبدا من مجالس الذكر ما هذا الذكر مجالس الذكر في بيوت الله نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر منكم وكلكم قادر على أن يطرد الشياطين من بيوته فليفعل يا معاشر المستمعين أقسم لكم بالله إن البيت الذي تظهر فيه صور العواهر والمغنيات وصور الكفار والماجنون والصاقطون من اليهود والنصار وغيرهم هذا البيت ما تبقى فيه الملائكة وسوف تنزل به الشياطين وسوف لا يندم إلا من تورط ولا ينفع الندم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حجرة عائشة هذه الحجرة الطاهرة التي فيها رسول الله وصاحباه فإذا فيها خرق من كتان نسيج فيها صورة لا ملامح لها ولا تجاعد ولا خيوط فوالله لقد غضب صلى الله عليه وسلم وعرفت عائشة الغضب في وجهه حتى صاحت أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت يا رسول الله فيقول لها أزيلي عني قرامك يا عائشة أزيلي هذه الخرق التي فيها الصورة فإن الملائكة لا تدخلوا بيتا في كلب ولا صورة وجبريل عند الباب ما استطاع يدخل أيسمع هذا المسلمون فيما نعلم أننا مسلمون أيسمحون بهذه الصور والخلاعة في بيوتهم والأغاني والرقص تتحول كأنها مواخير في بيت يجب أن لا يسمع فيه لا ذكر الله وأن لا يرى فيه صورة إلا مومن ومومنة فتطرد الملائكة وتخرج وتحل الشياطين محلها العاقبة ما هي أن ينزل بنا دمار وخراب نبكي ساعة ولا يفعل بكاء أين الله إنه بالمرصاد أما صلت علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أذاقون مر العذاب وسامون الخسف والآن نحن أصلح من آبائنا وأجدادنا نحن هابطون هبوطا لا حد له والله ما كان هذا الفحش الباطل في ديار المسلمين كانت كرامات وإيباء وشرف أما اليوم من هيئنا لهذه الفتنة اليهود والنصارى والله لينتظرون متى نحترق ومتى نسقط وهم يعملون ليلة نهارا ونحن غافلون ما قرأنا القرآن هذا المجلس الذي كنا فيه حجاج بين الرسول واليهود والنصارى وإلى لا قل أنتم أعلم أم الله أتحاجوننا في الله وأربنا وربكم هؤلاء لعدان اتخذهم أولياء ينصحون لنا ويهدوننا لما فيه الخير والله لا يعملون على تدميرنا ولكن قبل أن نفترق يا عباد الله انتبهوا غيروا هذا النظام بالحياة بيوتكم طهيروها ألسنتكم طهيروها قلوبكم طهيروها لله لا تلتفتوا إلى غير الله فتكونوا قد عرفتم الطريق إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم الجائزة الكبرى التي تفوزون بها في هذا المجلس أذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه لكم وأخرى يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله وثالثا هي أن المرأة إذا صلى في المسجد وجلس ينتظر الصلاة الأخرى كانتظارنا هذا لصلاة العيشة الملائكة تصلي عليه اللهم اغفله اللهم ارحمه اللهم اغفله اللهم ارحمه ما لم يحدث أن ينتقر روح إلى صلاة العيشة لو أردت أن تستخدم مالكا واحدا يصلي عليك ساعة ونصف بكم كم تعطيه ما تستطيع وها أنت بفضل الله ملائكة تحف بالحلقة وتصلي علينا وتدولنا أغافل عن هذا المؤمنون وجهلوه فهاجروا بيوت الله وملأوا بيوت الباطل وحرموا هذا الهدى وويل للذين كانوا سبب هذه الفرقة وهذا البعد عن دين الله وبيوت الله والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين يقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه سيقول السفهاء من الناس أغطيكم خلاصة لهذه الأحداث وبها تفهمون عن الله مراده من هاتين الآيتين اعلموا أن القبل حيث نستقبل مكانا يصبح قبالتنا قبلتنا أمامنا لما فرض الله عز وجل على نبينا وعلينا معه الصلوات الخمس هذا الفرض تم في الملكوت الأعلى الصلوات الخمس فوردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته في الملكوت الأعلى أي فوق دار السلام إذ تمت له رحلة من الأرض إلى السماء ووصل إلى مكان تأخر جبريل وراء تقدم جبريل وهو الدليل فقال ما منا إلا له مقام معلوم وتقدم الرسول وحده وناجاه وربه وكلمه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس متى هذا كان في السنة العاشرة من البعثة سنة سنة أول ثانية ثالث رابع عاشر سنين في السنة العاشرة عرج بالرسول إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فنزل وصلى به جبريل عليه السلام علم جبريل الرسول كيف يصلي وعلمه أوقات الصلوات الخمس حول الكعبة جبريل يصلي والرسول وعاءه فعلمه الصلاة وأوقاتها هنا كان النبي صلى الله وسلم يصلي إلى الكعبة وهو فيما يبدو ما بين الركنين اليمان والركن وركن الحجر الأسعد فتصبح البيت أمامه والشام شماله فكان يصلي فصل ثلاث سنوات فلما هاجر إلى المدينة هذه المباركة بعد وقعت أحد أو قبلها وقعت بدر تحولت القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس لما نزل بالمدينة أستغفر الله أخطأت لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس فصل هو والمؤمنون والمؤمنات قرابة السبع عشر شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس استقبلوا بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة كان يود يرغب كما سيأتي بيان ذلك في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة لم ترضاها فولي وجهك شاطر المزل الحرام واليهود فارح وطارب لأن رسول يستقبل قبلتهم وكانوا بالمدينة يكونون ثلاثة أربعة إذن فلما تطلع إلى أن يستقبل الكعبة بيت الله إذن أنزل الله تعالى هاتين الآيتين وهو إخبار بما سيكون سيقول السفهاء والسفهاء جمع سفيه ضدها الرشيد والمراد من السفهاء هنا اليهود والمنافقون وضعفة الإيمان ممن لم يتمكن الإيمان من نفوزهم سيقولون عندما تتحول القبلة يقولون كذا وكذا أخبر تعالى بهذا قبل حدوثه حتى لا يحصل للرسول المؤمنين اضطراب وتألم مما يسمعون من المنافقين واليهود والمشركين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها القبلة التي كانوا عليها هي التي بيت المقدس ولما نزلت الآية وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطارون قيل هذه الآية آية التحول نزلت في مسجد بني سالمة الذي يعرف الآن بمسجد القبلتين وهو جائز أنه دعي لطعام عند أحد المؤمنين هناك فجاء صلاة الظهر فخرج وصلى بهم ركعتين ثم أعلم بتحويل القبلة فاستداروا كماهم عليه إلى الكعبة النساء والرجال وهذا مروي وجائز وبعض رواية تقول الآيات نزلت في الرسول هنا على المنبر يخطب الناس حتى إن بعض الصحابة أو على الصحي الصحابيين لما قرأ الرسول هذا عرفوا أن القبل ستتحول فقالوا هيا بنا نغتنم الفوصة فنصلي فنكون أول من صلى إلى القبلة وتم لهم ذلك ففازوا بالأولية والسبقية سيقول السفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بعضهم يقول اسمعوا هذا ما عند ثبات ولا تطمئ النفوس إلى الإيمان به واتباعه ما دام هكذا يتقلم أمس كان كذا واليوم كذا ممكن غدا يتحول إلى جهة ثانية هذا يحسنه المنافقون والمرضى ويجيدون الخبط في هذا الشأن وقد عرفنا هذا من أعدائنا لما يتكلمون عن الإسلام يشوهون ويقبحون ويقولون ما يقولون هذا شأنهم إلى اليوم إذن فهذه الأقاويل زلزلت أقدام المؤمنين وضطاب الناس هم يحسنون كيف يعيبون كيف بالأمس يستقبل بيت المقدس والآن يتحول ما سبب هذا التحول عدم رأي عدم بصير ما هناك أرشد هذا من الجائز أن يترك القبلة بالمرة والعياذ بالله هذا الذي أخبر بيتعالى قبل أن يكون وكان كما أخبر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالجواب من الله عز وجل قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل لهؤلاء لله المشرق والمغرب المشرق لله والمغرب لله إن شاء حولنا إلى شمال إلى جنوب والمشرق والمغرب عباء عن الكرة الأرضية قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبهذا قطع ألسنتهم وهدأ من روع والطراب المؤمنين ألسنا بالمؤمنين بلى أليس الله بالعليم الحكيم بلى يهدي من يشاء نعم إذن أراد أن نستقبل بيت المقدس فاستقبلناها أراد أن يحولنا إلى الكعبة تحولنا وهذه طاعة الله وطاعة رسوله فلم يبقى مجال لمن يعترض أو ينتقد أو يقول ويقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والصراط المستقيم هو سبيل الله الموصل بالسالكين إلى دار السلام الصراط الطريق الذي لعو جاج فيه سالك ينجو ويفوز ويسعد وقد علمنا من صراط الفاتحة أن الصراط المستقيم هو الإسلام من أسلم ظاهرا وباطنا أسلم قلبه ووجهه لله واستقام على طاعة الله وطاعة رسول الله ناج فائز ما إن يتوفى الله إلا وهو في دار السلام إذن ويقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبا كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا والوسط في كل شيء ممدوح ومحمود الغلو أو الإفراط والتفريط مذمو ماني الإفراط والتفريط الغلو والإهمال والضياء لكن السبيل المحمود هو الوسطية وهناك أمثيل اليهود عليهم لعائن الله ماذا قالوا في عيسى بن مريم قالوا ساحر وقالوا بن زيناء وقالوا ما فيه من أباطل هذا طرف أفرط النصار ماذا قالوا في عيسى بن مريم قالوا ابن الله وهو الله وثالث ثلاث مع الله هؤلاء غلوا وماذا قال المؤمنون المسلمون قالوا في عيسى عبد الله ورسوله يكفيه أن يكون عبدا لله ورسولا له فانظر إلى الوسطية الطرف الأول قالوا عيسى بن زيناء وساحر دجال وكذاب وصرفوا الناس عن رسالته ودعوته النصار الذين اتبعوه ما هي إلا فترة سبعين سناء وأفسدوا عليهم دينهم وقلبوا أوضاعهم وحولوهم إلى وثنيين يقولون في عيسى هو ابن الله ومن يقول هو الله وثالث ثلاث مع الله فأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في عيسى ما قال الله فيه عبد الله ورسوله فهذا مثال للوسط مثال آخر فيما فرض الله على بني إسرائه أن من قتل يقتل لا دية ولا عفو قتل لابد وأن يقتل المسيحيون النصار من قتل من قتل لا تأخذ دية منه ولا يقتل يجب أن يعفى عنه فانظر إلى الطرفين اليهود غلوا لا نقبل دية ولا عفو لابد أن يقتل وهذا شرع الله عليهم النصار قمئوا بالعفو فويد عليهم العفو من قتل يعفى عنه لا دية ولا قصاص أمة الإسلام أمة محمد صلى الله وسلم مخيرة في الثلاثة القتل والدية والعفو إذا طالب أولياء القتيل بالقتل قدم لهم القاتل وقتل قصاصا إن طالبوا بالدية وعطيت لهم أخذوها إن شاءوا قالوا عفونا لا ناخد دية ولا نقتص ممن قتل أخينا أو أبينا فانظر إلى الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسط أي خيار عدول فمن هنا معاشر المستمعين أو المستمعات تتجلى كرامة هذه الأمة لو عرفت لو استقامت على منهج الله لأن العذل عندنا لأن العدل بيننا وعندنا هو ذاك الذي يجتنب كبائر الذنوب والآثام العدل بيننا من لا يغشى كبائر الذنوب ولم يأتي الآثام وليس وليس معنى هذا أنه معصوم لا محفوظ بحمد الله فإن زلت قدمه في يوم الأيام وارتكب كبيرا وتاب توبة نصرها عاد إليه نوره وكماله الأول وما زال عدلا وهنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية صحى عنه صلى الله عليه وسلم أن جنازة مر بها حامل فتكلم من تكلم وقال تكلم من تكلم وأثنى على هذه الجنازة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت وجبت وجبت ومرة أخرى مرت الجنازة وذكرها الناس قالوا فيها شرا فقال النبي صلى الله وسلم وجبت 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 فسأله عمر كيف يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض فالذي شهدتم له بالخير فهو على خير وهو في الجنة والذي شهدتم عليه بعدم الخير بشرى واجبت له النار لأنكم شهداء الله في الأرض وهذه الآية بينت وكذلك وكذلك جعناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهذا نظيره ما علمتم من أن الله تعالى إذا أحب المؤمن أو المؤمن ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يلقي له القبول في الأرض ما إن يراه عبد صالح إلا أحبه إذن بيننا من هم محبوبون ومن الناس من لا يحبهم بل لا يشهد لهم بخير فهل غير العادل تقبل شهادته ما تقبل الآن بالمحاكم إذا استدعى الأمر شاهد أو شاهدين لابد وأن يكون عدولا وإلا ما يعطي القاب حكما مجرد شهادة لابد من شهادة عدل فمن هنا نقول إذا شهد المؤمنون الصالحون لعبد مؤمن فقولوا وجبت وجبت له الجنة ومن شهد أولئك الصالحون المؤمنون الأتقياء على شخص بشر قولوا وجبت له النار أما الذين ليسوا بعدول فشهادتهم فشهادتهم لا تقبل ولا يعول عليها المحاكم يرفضونها ما يقبلون الشهادة معروف بالفجور معروف بالظلم بالشهر والفساد بالخبث والشيف ما تقبل شهادته فأصحاب فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حقا والله عدولا أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا عدولا ما رأت الدنيا أعدل ولا أرحم من أولئك الأصحاب في الأمم السابقة واللاهقة أما نحن بعد مور هذه القرون المتتالية في هذه الأمة عدول وما أكثرهم وفيها سفهاء وما أكثرهم فأحببت أن تعرفوا أن العدل من هو الذي تقبل شهادته ذاك المؤمن المستقيم على منهج الله الذي لا يعرف الكذب ولا قول الزور ولا شهادة الزور ولم يغشك بائر الذنوب فهذا إذا أعطى شهادته إذ لا يعطيها إلا لمن عرفه وعرف ظاهر وباطن وقال فلان عبد صالح اشهدوا له بالصلاة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار عدولا لتكونوا شهداء على الناس وذلك يوم القيامة هذه منزل عالية درجة عافية ما ما نالت أم من الأمم أبدا إلا نحن يوم القيامة يقف النبي بين يدي الله تعالى ويقول بلغت رسالتي يا رب إلى من أرسلت إليهم فيقال له من يشهد لك من يشهد لك فيشهد أمة محمد كيف شهدتم وما عاصرت موه ما عرفتم عنهم يقولون ربنا أنزلت إلينا كتابك وبعدت فينا رسولك وقد أخبرنا كتابك ورسولك بأن رسلك قد بلغوا وأن أممهم قد رفضت ذلك البلاغ وحاربته ولم تقبله فشهدنا بشهادة كتابك ورسولك فتقبل شهادتهم على الأمم التي سبقت لتكونوا شهاداء على الناس أي هيئكم لهذا الكمال الذي أنتم عليه أيها المؤمنون العدول تلك الاستقامة على منهج الحق والعدل ذلك الصفاء الروحي والطهار النفسي يا أهلتكم لأن تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والرسول يكون شهيدا عليكم الرسول يشهد علينا كيف يشهد علينا بلغنا أن أعمالنا تعرض عليه إذ الأعمال تعرض على الله يوم الخميس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياسوب يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل لما اخترت اليومين قال أما يوم الاثنين فهو يوم ولدت فيه وبولدت فيه ويوم توفي صلى الله عليه وسلم فيه وأما الخميس ففيه تعرض الأعمال على الله سبحان وتعالى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا كيف يشهد علينا يشهد على أنه بلغنا قضى ثلاثة وعشرين سنة ويبلغ ها للدعوة وحملها رجاله وأصحابه ونشرها في الشرق والغربي إذن فالرسول يشهد على هذه الأمة بأنه بلغها ما أمر بإبلاغه ووصل بما أمر أن يصل به إليها ونذكر أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها درجة عالي ومستواراقي كون محمد صلى الله يشهد على هذه الأمة وهو الذي يقول لما نزلت صورة والضحاء وفيها قول الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى وعد صادق قال كيف أرضى كيف أرضى وواحد من أمتي في المار فلهذا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الموحدون لله عز وجل في ربوبيته وأولويته وأسماء وصفاته لم يعف له شريكا في قلوبهم ولا في حياتهم هؤلاء من ارتكب منهم كبيرا فزج به في عالم الشقاء في النار بشروا أنه لا يخلط فيها لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف أرضى وواحد من أمتي في جهنم فهذه الشفاعة التي يخرج بها الموحدون من النار أما الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله تعالى ولكفر فكونهم من أمة محمد نسبا لا قيم لهذا النسب وقد وقد عرفتم أن للرسول شفاعات منها أنه يشفع لمن دخل النار من أهل التوحيد ويخرج منها بعض المفسرين يقولون في قول الله تعالى ويكون رسول شهيدا عليكم يقولون لكم ولا حاج إلى هذا ما دام أخبر تعالى بقوله وتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا معنى أن نقول ويكون الرسول لنا شهيدا كأننا نرد على الله عز وجل هذا اللفظ موجود في التفاسير لكن الحقيقة ما أخبر الله تعالى به يشهد رسول الله على أمته أنه بلغها وأمم ما آمنت به صلى الله عليه وسلم هذه المعاصرة لنا إذا الرسالات ختمت برسالته والنبوات ختمت بنبوته فما بعده من رسول ولا نبي إذا فالبشرية كلها الرسول شاهد عليها فلهذا لا نحتاج لأن نقول لكم بمعنى عليكم فهذه الأمم من اليهود والنصار والصابية والبوذة والمشركين من عهده صلى الله عليه وسلم من هو نبيهم من هو رسولهم هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو يشهد على أنه بلغ اليهود والنصار والمجوس والصابية والمشركين لا يشهد لهم بل عليهم أما العدول الخيار فهم يشهدون لغيرهم وعلى غيرهم هذه كمالات هذه الأمة ومع الأسف خانوها وغشوها وخدعوها وأبعدوها عن كل سبيل لنجاتها وسعادتها فحسبنا الله ونعم الوكيل إذن إذن ثم يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما هي القبلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا عام ونصف سنة وهو يستقبل بيت المقدس من الذي جعلها له قبل الله عز وجل ما استقبل بيت المقدس عن هراء وإنما بوحي أوحاه الله إليه أو إلهام ألهمه الله فألهمه باستقبال بيت المقدس ومن الجائز أن يكون هذا فيه معنى الترغيب لليهود في الإسلام ما دام قد استقبل قبلتنا إذن ما هنا كفارق بيننا وبينه فلندخل في هذا الدين قد يكون هذا من باب هداية الله لو قبلوا واهتدوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه أي قضية اختباء وامتحان وقد مر بين أمس آلف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذا الحسبان باطل لابد من الافتتان لابد من الامتحان لابد من الاختضار حتى يصفوا النبع وتطيب النفس فانظر ماذا حدث في تحويل هذه القبلة والله الذي حولها هو الآمر والمشارع لعلة ماذا للمتحان والاختبار إذ قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وبالفعل المنافقون أصيبوا بمرض صاحوا وضجوا وضعاف الإيمان كذلك انتكسوا لأن الكلام ما نستطيع أن نقوله نحن قالوا ما قالوا وتعفون البشر في مجالس في بيوتهم أنظر ماذا حدث كيف تحولت القبلة بالأمس كان هنا وليومنا وغدا يكون في جهة آلية فضطاب الناس وثبت أهل الإيمان واليقين وزاد هم الله ثبات ويقين والضعاف المهزولين انتكسوا منهم من يرتج والعياذ بالله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي ثم قال تعالى وإن كانت لكبيرة الله الأكبر قال كبيرة نعم هذه الفتن التي إذا لم يثبت العبد فيها يتمزق ويسقط كبيرة نحن الآن ما نشعب كبيرها وعظمتها لكن والقرآن ينزل والناس يتطلعون يوميا إلى التشريع ثم يشاهدون الرسول قد تحول فجأة من قبل إلى قبل كيف نفعل لأن جيرانهم ومن معهم في الشواع في البيت كذا انظروا كيف بالأمس كنتم كذا واليوم كذا غادا إذا تصبح لكم قبل أين الثبات وأين الصدق وأين وأين فتضط نفوس الناس وهذه التي تعرف الآن بالطاب والخامس الغرب يستعمل وخاص لأود بأبشع صورة وإن كانت لكبيرة تلك التحويل من جيه إلى جيه كبيرة إلا على الذين هدى الله الذين هداهم الله لحبه وطاعته والإيمان بلقائه والاستقام على منهجه هؤلاء ما تزعزعوا ولا تحركوا ولا تألموا أبدا أربنا إن شاء حولنا يوميا إلى جيه أليس أربنا ونحن مأمرون بطاعته يمتحننا كل شهر يحولنا إلى جيه نتحول أطعناه في كل شيء لا في قضية القبلة فقط يقول تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله عز وجل وهم أبو بكة وعمى وأصحاب الرسول والعشر المبشرون بالجنة وأمثالهم كذا ألف كانوا في المدينة أكثر من ثلاثين ألف وما كان الله ليضيع إيمانكم هنا لما تحولت القبلة تأسف بعض المؤمنين قالوا آه فلان مات قبل أن تتحول القبلة فلان توفي قبل أن تتحول القبلة كيف حالهم كيف صلاتهم هل صلاتنا التي صليناها الآن سنة وزيادة تقبل أو لا تقبل نفوسهم اذا طابت وتحركت فعالج الله تعالى ذلك بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وهنا أطلق الإيمان على الصلاة ونعم الصلاة هي الإيمان ولهذا من لم يصلي كاف ما هو بمؤمن ولهذا الأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة يقتله لما لا حق له في الحياة ما دام عرف عرف ربه وخالقه ودخل فيه رحمة الله وأسلم قلبه ووجهه لله ثم انتكس ورجع الوراء وأباء يصلي يستتاب ثلاث أيام وإلا يعدم إذن فهذه الصلاة هي الإيمان بهذه الآية الكريمة فهل يستطيع عبد يقف بين يدي الله يبكي يركع ويزجد ويعف وجه في التراب ولا يكون مومنا إلا إذا كان ينافق قلبه كافر أما عبد يقيم الصلاة ويزجد بين يدي الله وفي اليوم خمس مرات كيف لا يكون مومنا فلهذا أطلق على الصلاة بهيكلها الإيمان بهذه الآية الكريمة وما كان الله ليضيع إيمانكم إذن فالذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس قبل تحويل القبلة صلاتهم مقبولة صحيحة سليمة لا تشكوا فيها وصلاتكم أنتم أيضا يا من ما زلتم وتحولتم الليلة إلى الكعباء صلاتكم في العام الماضي والأشهر مقبولة ويكفي أن يقول الله تعالى لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم أعيد فأقول الصلاة إيمان الله سماها إيمان تارك الصلاة لا إيمان له تارك الصلاة كافر وأحاديث الرسول القاضي بهذا معلومة العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر إن الله بالناس لرؤوف رحيم الحمد لله الرأفة والرحمة الرأفة أعظم من الرحمة ومولانا وسيدنا وربنا تعالى رؤوف رحيم ليس بالمؤمنين فقط قال بالناس إن الله بالناس لرؤوف رحيم ومن أراد أن يشاهد الرأف والرحمة الإلهية في القلق يكفرون به ويحاربون دينه وأولياءه ومع هذا يمطر أرضهم ويسقيهم ويرزقهم ويأكلون ويشربون لو كان غير الله من عصاه وتمرد عليه وكفر به يهلكه يمنع عنه الطعام الشراب حتى يهلك فسبحان الله ما أعظم رحمة الله ورأفته إن الله بالناس كل الناس لرؤوف رحيم إلا أن أولياءه هم أولى برحمته ورأفته بخلاف أعدائه إلا أن رحمة الله واسعة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد قسم الله تعالى الرحمة إلى مئة قسم جز الرحمة إلى مئة جز فاحتفظ أو ادخر لأوليائه تسع وتسعين قسم في الجنة وقسم واحدة الخليقة كلها تتراحم بها حتى إن الفرس لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها أو فلوها وهذه الظواهة تشاهد وفي الحيوان أكثر الأم من بني آدم الحمل في بطنها ما إن تأتي ساعة الطلق والوضع والولادة حتى يتحول دمها الأحمر القان إلى لبن أبيض خالص ناص حتى يرضى هذا الطفل هذا الجنين هذا اللبن اللبن هذا كان داما خالصا فانظر تلك الرحمة الإلهية التي أودعت في الأمهات كيف تتحول إلى لبن انظر فقط إلى العصفور كيف يزق أفراقه انظر إلى الدجاج كيف تزق أفراقه وكيف تطعمهم انظر إلى العنز كيف تصنع مع جدي تميل له وتنزل حتى تكاد تقع الأرض وتناغيه بصوت خاص عندنا القاموس الذي يحفظ كل ما يسمع بعد شيء معاصر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات إن الله قسم الرحمة إلى مئة قسمة ادخل لنا أيها المؤمنون أو المؤمنات تسعة وتسعين جزء وجزء واحد الخليقة كلها تتراحم به إذن حقا إن الله رؤوف رحيم إن الله بالناس رؤوف رحيم ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآن بدأ تحويل القبلة فذاك الذي تقدم من أجل أن لا يحصل ارتباك واضطراب بين المؤمنين ومع هذا حصل ما حصل قد نرى تقلب وجهك في السماء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يستقبل الكعبة ويود ذلك فكان ينتظر الوحي متى ينزل الوحي ينزل من السماء فكان يرفع رأسه انتظارا لجبريل متى ينزل والله عز وجل به عليم فأخبره بما كان عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تضاها هذا وعد الله فلنولينك قبلة تضاها إذن فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شاطر هنا إذا كان أحدنا في المسجد الحرام لا تصح صلاة إلا إلى القبلة سواء كان شاما أو غربا أو جنوبا وإن كان خارج المسجد لا تصح صلاة إلا إذا اتجه نحو القبلة لقربها فمن بعد في الآفاق فيكفيه أن يتجه إلى النحو الذي يرى أنه القبلة لأن عين القبلة غير ظاهر ما يراه أحد في الآفاق البعيدة فيكفيه الاتجاه أهل المغرب يصلون إلى المشرق مكة شرقهم الشمال إلى ما فوق سيبيريا يتجهون جنوبا لأن القبلة تعتبر جنوبا أهل المشرق الآن فرياض قبلة المغرب نتجه إلى غروب الشمس آل يمن يتجهون شمالا وهكذا الذي نريد أن يفهم المستمعون والمستمعات الذي يصلي في المسجد الحرام والكعب أمامه لا يصح أن يصلي منحرفا عنه لا بد وأن يستقبل الكعبة وإلا صلاته باطلة من كان خارج المسجد من أهل مكة هم قريبون من الكعبة قد يشاهدونها وهم على سطوحهم هذا أيضا ينبغي يجب أن يتجه شطرها ما كانوا في الآفاق يكفي الجهة التي هي فيها الكعبة ثم هذه الكعبة كانت قبلة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانت قبلة إبراهيم وموسى والأنبياء فليما إذن حول الله عز وجل رسوله المؤمنين إلى بيت المقدس لما علمتم للامتحان للاختبار فلهذا كان ذلك التحول من أجل امتحان المؤمنين واختبارهم ليبقى المؤمن الصادق وينهزم المؤمن الكاذب كالمنافقين واليهود قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة طرداء فولي وجهك شطر المزل الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كنا في اليابان والصين أو كنا في كندا وأمريكا حيث ما كنا نولي وجوهنا شطر المزل الحرام أعوذ بالله من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعي قبلتهم وما بعضهم بتابعي قبلتهم بعضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق ما ربك فلا تكونن من الممتعين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قد عرفنا من درسنا الماضي يوم أمس أن السفهاء من المنافقين واليهود وهم حقا سفهاء لا عشد لهم الذي يقدم على الكفر ويقدم على النفاق ويتحل بأسوأ الأخلاق كيف لا يكون سفيها عرفنا ذلك وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ثلاث سنوات يصلي وقد صلى به جبريل عليه السلام وكان وكان يقف في صلاته ما بين الركنين اليمان وركن حجر الأسعد ويصبح الشام أمامه والكعب أمامه فلما هاجر إلى المدينة هذه الطيبة المباركة استقبل بيت المقدس باجتهاد منه والله أعلم استقبلها واستقبلها المؤمنون والمؤمنات نحو من ستة أو سبعة عشر وشهرا ثم كان صلى الله وسلم يتطلع متى ينزل الوحي عليه ويحول الله قبلته إلى الكعبة مما أراد أن يخالف اليهود لما ظهر مكرهم وخداعهم ونفاقهم أحب أن يخالف هم وقد عرفتم كيف نهانا عن صيام يوم السبت إنه من أجل مخالفة اليهود ونهانا وكنا نصوم يوم عاشرة فزادنا اليوم التاسع حتى نخالف اليهود فقال لإن عشت إلى قابل لأصوم التاسع فالآن يصوم المسلمون يوم تاسع المحرم وعاشر مخالف ليهود وأصبح يعمل ما استطاع على مخالفة أهل الكتاب ليستقل المؤمنون استقلالا كاملا فمن راقب من أهل كتاب في الإسلام فباب الله ممثوح وليدخل إلى رحمة الله إذن إذن ولما حقق الله أمله وأمره بأن يستقبل الكعبة ذا بيت المقدس صاح المنافقون والمشركون واليهود والكل سفيه وقالوا الكثير فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المتقيم فقطع ألسنتهم وأسكت أصواتهم إذ هذا أمر الله المشرق والمغرب كلاهما لله وهو يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وثبت المؤمنون عند هذه الفتنة إذن فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول ينك قبلة ترضى كيف يولي وجهه إذ كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى يوم يؤمر فيه باستقبال الكعبة إذ هي الكعبة التي استقبلها إبراهيم والأنبياء ورسول من بعده وقد نزلت هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء متطلعا منتظرا للوحي فولي وجهك شط المسجد الحام ويعوى أنه كان يصلي في مسجد بني سلم فنزل الوحي وهو في الصلاة يصلي بأهل ذلك الحي فاستدعوا كانوا متجهين نحو الشام فاستدعوا إلى الكعبة النساء ورجال بصورة لا يستطيع ها الناس اليوم ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين وما زال يعرف بهذا إلى اليوم مسجد القبلتين إذن فولي وجهك شط المسجد الحرام فمن هنا أصبحت القبلة التي يصلي إليها المؤمنون والمؤمنات هي شطر المسجد الحرام وقد روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان في المسجد الحرام فقبلته البيت الكعبة فالذي يصلي داخل المسجد المسجد الحرام بمكة قبلته الكعبة بعينها فلو صلى إلى غيرها ما صح صلاته وأهل الحرام قبلتهم أهل الحرام قبلتهم المسجد الحرام حيث ما كانوا في أنحاء الحرام قبلتهم المسجد ومن كان وراء المسجد من وراء الحرام من أهل المسجد والمغرب فقبلتهم شطر المسجد الحرام وهذا هو قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام والشطر يطلق على نصف الشيء وعلى الجزء منه فقبلة المؤمنين والمؤمنات في المسجد الحرام الكعبة في مكة والحرام المسجد قبلتهم خارج الحرام شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا قبلتهم شطر المسجد الحرام أي الجهة التي فيها المسجد الحرام وقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضى لأنه كان يتطلع ويرغب ويحب أن يحوله ربه تعالى إلى الكعبة فهاه ذا تعالى يبشر فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث وحيث كنتم فولوا وجواكم شطر حيث ما كنتم أيها المؤمنون ولوا وجواكم شطر المسجد الحرام ولولا هذه الجملة من كلام الله لقال الناس هذا خاص بأهل المدينة هم الذين يستقبلون الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى ذلك والله عز وجل أفرحه وأثلج صدر ووجهه إلى المسجد الحرام فهذا للمدينة وأهلها ولكن قولوا وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجواكم شطر المسجد الحرام هذه القبلة وذكرنا أمس ما ينبغي أن يعرف وهو أن على المؤمن أو المؤمناء أن يجتهد حتى يصلي إلى القبلة إلى الكعبة فإن اجتهد وما وفق ما عرف وصلى فصلاة صحيحة ولو صلى بعيد عن جهة الكعبة وإذا صلى لا يعيد أما الذي ما يجتهد ويقوم يصلي ما سأل الناس ولا نظر إلى الكوكب وإلى السماء وصلك ما يرى إن صلى إلى غير القبلة صلاة باطلة وعليه أن يعيد أما من اجتهد فلا حاج إن أخطع في القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إذن وقولوا فولوا وجهكم شاطرة أي هيهة هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الأئمة ثلاثة في هذه القضية خالف أبا حنيف والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين إذن الثلاثة يقولون المصلي ينظر مكان سجوده رمام مالك يقول فولي وجهك إذن لابد وأنت ولي وجهك شاطر المجرح بمعنى تقف هكذا تنظر أمامك ووجهك مستقيم إلى الكعبة والذي يجمع ما بين هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم أنك عندما تحرم بالصلاة الله أكبر تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة لما تحرم وتدخل في القراءة حينئذ لا تطعف رأسك ولكن فيه اعتدال وأنت تنظر في مكان سجودك وهذا الجمع بين آراء الأئمة رحمه الله أعيد هذه القضية مالك يا فهما من قوله تعالى فولي وجهك شاطر المز الحرام أن من أحرم بالصلاة يكون وجهه إلى القبلة أما أن يطعط يا رأسه فهذا ما كره في هذه الحال قد لا يستطيع أن ينظر مكان سجوده وهأسه مستقيم معتدل فمن هنا القول الجامع إن فهمتم ما قلت لكم أيها الأبناء أنك عند الإحرام تكون مستقيما ووجهك إلى قبلة الله أكبر ثم لما تأخذ في القراءة حين إذن تنظر وأنت معتدل إلى مكان سجودك هذا أخذ من قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوركم شطرة ثم قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أهل كتاب اليهود والنصارى يعلمون أن القبلة هي الحق كيف يعلمون ذلك لوجوده في التوراة والإنجيل نبي آخر الزمان الموصوح المنعوذ بكذا وكذا قبلة الكعبة وهم يعلمون هذا ولكن اليهود مصرعون على قبلتهم والنصارى كذلك وأبوا أن يستقبلوا بيت الله مع أن استقبال الكعبة هو أول قبل عرفة البشرية ويكفي أن علمنا أن هذا البيت بنته الملائكة لآدم عليه السلام وحوة لما نازل من السماء من الملكوت الأعلى استوحش في تلك الأرض في هذا العالم الذي ما فيه إنسان إلا هما فمن باب رعفة الله ورحمته بعبديه آدم وحواب نالهم البيت فإذا أطلب شيء استقبل فإذا احتاج إلى شيء جاء إليه وطاف به وسأل ربهما فمن الكعب هي قبلة البشرية من عاد آدم واستقبال اليهود بيت المقدس والنصار المشعق وطلع الشمس استقبال لا شرع فيه ولا حق لهم فيه وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصار قطعا لا يعلمون أنه الحق أي تحول القبلة واستقبال بيت الله الكعب هو الحق وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق هو من ربهم ومن الله بغافل عما يعملون ومعنى هذا أنه سيعذب هم على كثمانهم الحق وجحودهم له مع علمهم واعترافهم بأن هذا هو الحق وآذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق مربهم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما يعملون ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الله 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 الذي غرز الغرائج وطبع الطبايا وعاف القلوب وقلب أخضاه بخبر الصدق فقال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على أن استقبلوا معك بيت الله ما يقول وكذلك كان فما استقبل يهودي ولا نصران الكعب أبدا إلى اليوم وإلى يوم القيامة ما علمهم أنها الحق وهذا الكلام مؤكد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض واستمر الوضع إلى اليوم اليهود لا يستقبل الكعبة والنصران لا يستقبل بيت المقدس واليهود لا يستقبل الكعبة ولا يستقبل مطلع الشمس إذن قبلة ثلاثة الكعبة وبيت المقدس ومطلع الشمس فقبلة النصرى إلى الآن الشرق طلوع الشمس لأن الشيطان كما عرفتم يدخل تحت الشمس ويجعلها على رأصه حتى يعبد واليهود بيت المقدس وهذا الخبر العظيم ما تغيى ولا تبدل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض هل اليهود استقبلوا الآن مطلع الشمس مع النصارى في كناسهم لا هل النصارى استقبلوا بيت المقدس الجواب لا والمؤمنون من باب المحال أن يستقبلوا غير بيت الله غير الكعب التي فرض الله استقبالها عليهم ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم أي أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين وهذا معشر المستمعين أعام اتباع الأهواء اتباع الأهواء يسقط العبد وينزله من علياء السماء للأرض يبعده عن ساحة الهداء وطريق الخير فالهواء والعياذ بالله تعالى هوى النفس وميل النفس إلى ما اشتهيه إلى ما يزينه الشيطان لها ويرغبها فيه هذا جزاؤه الخصار والدمار وهذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت يا رسولنا أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين وهنا أهل المؤمنون أهل المسلمون وقفوا موقف نبيهم صلى الله عليه وسلم لقد اتبعنا أهل كتابي في مجالات كثيرة نذكر منها أننا حلقنا وجوهنا اتباعا لهم نذكر منها أننا كشفنا وجوه نسائنا اتباعا لهم منها أننا فتحنا أبواب الربا وأقمنا له البنوك اتباعا لهم منها أن المسلمين باستثناء هذه القطعة من الأرض أعرضوا عن الكتاب والسنة وحكموا شرائع أهل الكتاب ماهي حتى شرائع الكتاب أهواء اليهود والنصار ومن هنا إننا ويعلم الله لمن الظالمين إن لم يعفوا الله ويصفح ويتكرم سيجزينا بظلمنا وقد جزاء آباءنا وأسلافنا وصلت عليهم أعداءه وأعداءهم لما جزاء الانحراف عن هدي الله عز وجل وصيراطه المستقيم تهديد عظيم هذا يوجه إلى رسول الله فيقول له وقوله الحق ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين والظالم جزاء معروف ثم قال تعالى وقوله الحق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون من يعرفون رسول الله الذين آتيناهم الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل ويعلمون ويعلمون ما فيه ماء يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله معيف كما يعرفون أبناءهم لا ريب فيها ولا أشك ولا ظن ورضي الله عن عبد الله بن سلام هذا حضر من أحبار اليهود أسلم أول من أسلم من اليهود في المدينة قال نعم والله لأعرفه ورسول الله أكثر مما أعرف أبنائي قال لأن أبنائي من الجائزة تكون أمهم خانتني أما هو رسول الله فلا أشك في رسالتي ونبوته هذا الحبر الجليل عبد الله بن سلام يقول والله لأعرف أنه رسول الله أكثر مما أعرف ابنائي لا كما أعرف ابنائي فقط فقيل له ليما قال لأن أبنائي قد تكون أمهم خانتني مع هذه المعرفة ليما أعرض عن الإسلام وأدبر عنه قد تجيب بجواب سهل لأن الله كتب شقاوتهم ما أراد الله سعادتهم ما هم متأهلون لذلك فلهذا عرفوا الحق وأغمضوا عيني عيون واستدبروه أما كون الأدل ناقص والبراهين ما هي متوفرة والحجج عند رسول الله ما هي موجودة هذا لا والله ويكفي شهادة الله أنهم يعرفونه رسولا من الله كما يعرفون أولادهم وإلى الآن القصص والرهبان والأحبار يعرفون ولكنهم يجحدون عن أممهم ويخفون عن جهالهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبرون بتعبير يختلف عما في الترات إلى الآن ما سر ذلك اتباع الأهواء وإيثار الدنيا عن الآخرة حتى يبقوا في مناصبهم وسيادتهم على معتنق دينهم وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب ولفظ الكتاب اسم جنس يدخل فيه الترات الإنجيل الزبوع القرآن يعرفونه الضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم أولادهم من بنين وبنات وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا كبيرا كثيرا هم القسس والرهبان والأعبار أما عوام اليهود وعوام النصارى الذين ما درسوا كتابا فمن الجائز أنهم مقلدون فقط لا يعرفون أما أهل الكتاب الذين يدرسون ويعلمونه لأولادهم ونسان وإقوانهم ويقرؤون التراث الإنجيل يعرفون معرف يقينية ولكنهم يكتمون الحق لما يكتمون الحق لأنهم إذا أفصحوا عنه وأعلنوا دخلوا في الإسلام إذا دخلوا في الإسلام إن قطعت الكرياس وانتهى ذلك السلطان الذي كانوا يعيشون عليه فهم الله لمؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وسيلقون جزاء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ثم قال تعالى الحق من ربك الحق من الله هو الذي بيّنه وهداك إليه وأنزل به كتابه وعلم كالهداء فالحق من الله عز وجل إذن فلا تكونن يا رسولنا من الممترين من هم الممترون هم الشاكون الذين مرة يقولون هذا حق ومرة يقولون باطل مرة يقول هذا هو الصواب ومرة يقول لا هذا غطأ هذا هو الامتراء اضطراب الشك يدافع اليقين واليقين يدافع الشك ويبقون في هذه الفتنة النفسية القلبية فالله عز وجل ينهى رسوله محذرا الله أن يكون من الممترين فلا تكونن من الممترين ثم قال تعالى وقول الحق في هذا الباب ولكل وجهة هو موليها ولكل منكم أنتم أيها المؤمنون ويا أيها اليهود ويا أيها النصار لكل منكم قبلة أو مستقبلة وصدق الله العظيم فهل عدل اليهود عن قبلتهم ما زال يوجهون وجرهم إليها هل عدل النصار الجواب لا وهل المسلمون يعدلون وجمعا قبلة أكرمهم الله بها وشعلهم الجواب لا إذن فهذا هو الواقع سواء كان حلوا ومرا يخبر تعالى بواقع البشرية والصراع بين المؤمنين والمسلمين وبين أهل الكتاب دائم فلهذا يقول تعالى ولكل وجهة هو موليها إذن فماذا علينا قال فاستبقوا الخيرات أثبتوا أيها المؤمنون على قبلتكم والزموها فإن الآخرين على قبلتهم ملازمون لها ثابتون عليها إذن فالطريق هو أن تستبيق الخيرات أي أكثر من فعل الصالحات والخيرات جمع خير وهو ما شرع الله تعالى لنا من أنواع العبادات من الجهاد إلى الصدقات فكل ما شرع الله لنا أن نعتقده أو نقوله وننطق به أو نعمل به هو من باب الخير لا من باب الشعر وهذا هو أن الله عز وجل يستحثنا يدفعنا دفعا إلى أن نتسابق في الخيرات فاستبيقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا نعم هذه الحياة ستنتهي ومن مات في الشرق كمن مات في الغرب ومن مات اليوم كمن مات أبسي أو كمن يموت غدا المرجع إلى الله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا أبيضنا كأسودنا كافرنا كمؤمننا صالحون كفاسدين الكل مرجعهم إلى الله وإذا رجعنا إليه الجزاء العادل أهل الإيمان وصالح الأعمال جزاء أن ينزلهم منازل الأبرار ويخلدون في النعيم المقيم لا يفارقونه ولا يفارقهم أبدا إلا نهاية لتلك الحياة إن حياة الخلد والبقى والذين يأتونه بالشرك والكفر والقلوب المظلم والنفوس الخبيثة ممن أصروا على الباطل وقاموا عليه وعاشوا عليه حتى ماتوا جزاؤهم معلوم بالضورة عالم الشق أن ذات الدركات السبعة ذات الأبواب السبعة يخلدون فيها إلى متى إلى لا نهاية اللهم إلا من كان من أهل التوحيد كما علمتم أمس أهل التوحيد يخرجون من النار بعدما يلبثون فيها أحقابا يخرجون منها بذلك التوحيد الذي عرفوا به الله وما عرفوا غير الله وأعطوا لله قلوبهم ووجوه وما أعطوها للمخلوقات ولا للكائنات وإن فسقوا وفجروا وخرجوا أن اضطع يوما فاستوجبوا العذاب ودخلوا النار يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون وقد امتحش واحترقت وجوه فأخبروا فيغسلون في نهر عند باب الجنة فينبتون كما تنبت الخام من الظهر هؤلاء هم أهل التوحيد أما أهل الشرك فالجنة محرمة عليهم لا يدخلونها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إن الله على كل شيء قدير لا يوجد شيء يصعب عن الله أو يعجز الله دونه وكيف وهو الذي يقول للشيء كن فيكون إنما أمنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون إذا اتجهت إرادة الله إلى شيء وأراده لا يصعصي أبدا بل يكون كما أراد الله إذن فهذه البشرية ومثلها عالم الجن ولا مناسبة فالكثرة الكل يجمعون في صعيد واحد الكل يحشعون إلى موقف واحد إلى ساحة واحدة ويجزيهم الله وهو أرحم الراحمين وأعد العادلين وقد عرفنا حكمه عز وجل الذي أقسم عليه بأعظم إقسام وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس ها فالإنسي كالجن والجن مكلف كالإنس بتزكية نفس وتطيعها فمن استاجاب لله وزكى نفسه أنزله منازل الأبار ومن أب إلا أن يخبث نفسه ويدعنها بأوضاع الذنوب والآثام فمصيره معروف قد أفلح من زكاء وقد خاب من دس معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الحياة ستنقضي وهي تتصرم يوما بعد يوم وقبلها أننا نموت ونرى نتائج أعمالنا وثمار سلوكنا في القبر بل ساعة الموت ما نؤجل أبدا حتى ندفن والله لنعرف ذلك ساعة الاحتضار يوم ما ينقطع الكلام عننا ونصبح محجوزين عن إخواننا ولا نعود ولا نتكلم معهم ثم يعرف عبد الله وأمط الله هلو من أهل الجنة أو من أهل النار والنقى لذلك قول ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم ترادون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نرحيم معاشر المستمعين والمستمعات الفرصة ضيقة ولا تظن أن العمر طويل مهما ما كان ولا يدري أحدنا إذا مس إذا أمس أن يصبح وإذا أصبح أن يمسي فمن أراد النجاح والنجاة النجاح فليقبل على نفسه فليزكي فليطهرها فلينظفها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأدوات التزكية وعواملها وضعها الله بين أيدينا حملها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فابدأ بعقيدتك صفها أصلحها أبعد عنها كل شائبة من الشك والريب ولتكن عقيدك عقيدة رسول الله صلى الله سلم وأصحابه إذ نظر يوما فقال افترقت اليهود إلى 71 فرقا وافترقت النصار إلى 72 فرقا وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقا وصدق رسول الله وافترقت هذه الأمة وما زالت مفترقا إلى 73 فرقا كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة 72 فرقا من هذه الأمة المحمدية في النار إلا واحدة في الجنة وأدهم الله أحد الصحابة وهو جالس فقال من هي الفرق الناجي يا رسول الله فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابه الفرق الناجي أفرادها من رجال ونساء أحرام وأبيد هم الذين يكونون على ما أنا عليه لهم وأصحابه وهنا معاشر المستمعين لابد وأن تكون عقائدنا هي عقائد رسول الله وأصحابه لا نعتقد شيئا ما اعتقده رسول الله ولا اعتقده أصحابه وهم من عرفتم لم تكتحي العين الوجود بصحب وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ما سمعناه بالأمس أما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهداء إذن العقيدة مصدرها قال الله قال رسوله إياك أن تفهم أن عقيدة المسلمين مصنبطة أو مستخرجة من كتاب إنما هي ما جاء في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم رنوانها رمزها الأول والأخير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى لا إله إلا الله لا معبود نأتيه به ونعبده أو لا نعبده لا معبود حق إلا الله عز وجل وهذا هو الذي لا يدخل العبد في رحمة الله إلا بالإعلان عن هذه العقيقة لا إله إلا الله أي لا يستحق أن يعبد إلا الله ثانيا وأن يشهد عن علم أن محمد رسول الله وهنا به النفس وتطيب وهو ما شرعه الله ورسوله لنعتقد أو لنقول أو نعمل وما يدس النفس ويخبثها هو ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا معاشر المستمعين يجب علينا أن نعرف عقيدتنا من كتاب ربنا وهدي نبينا يجب أن نعرف أدوات التزكية للنفس والتطهير وكيف نستعملها وهنا نجد أنفسنا مفتقرين إلى العلم افتقارا كاملا ولا يستطيع أحد من هذه الأمة أن يعرف ما حاب الله وما ساقطه وكيف يقدم لله المحبوب وكيف يبعد عنه المكروه ما لم يدرس الكتاب والسنة ونعود إلى تلك الكلمة الفرق الناجية من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابه هل كان لأصحاب رسول الله مذاهب هل كان لهم طلق هل كان لهم أحزاب هل كان لهم تجمعات كانوا كأسرة واحدة وهذا شأن المؤمنين أما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضون تداع له سائر الجسد بالحمى والصهر فمن طلب النجاة نجاء وأنصح لك يا عبد الله أو يا أمة الله أن تبت بالعقيدة فلا تفهم أبدا عن عقيدتك ما لم تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا العبادات إذا لم يؤدها المؤمن على الوجه المطلوب فإنها لا تزكي النفس فلابد أن تعرف كيف تتوضى عندما تتوضى كيف تصلي عندما تقوم تصلي كيف تصوم عندما تشعر في صومك كيف تعتمر كيف تعج هذه العبادات إذا لم تؤد على الوجه الذي وضع الشارع ما تنتج هذا النوع ولا تولد هذه الحسنات وعندنا أمثلة يا معاشر المستمعين لو أن شخصا قام يصلي أمام فقه فقدم السجود على الركوع أو قدم قراءة الفاتح على تكبيرة الحرام ماذا يقول له الفقه يقول له صلاتك باطلة ليما يا شيخ باطلة لأنك قدمت أخر لو قام يصلي فصل المغرب أربع ركعات ليما تزيد هذا الركع قال أزيد لوجه الله أنا عبد الله فأزيد هذا الركع ماذا يقول له الفقه صلاتك باطلة أعيدها ليما يعيدها لما بطلت لأنه زاد ركع ما شرعها الله فلم تنتج تلك الصلاة المطلوب وهو الحسنات التي تحسن بها النفس وتطيب وتطهر كما النقص لو صلى أحدنا الغشاء ثلاث ركعات بل هينقذ سجد واحدة يقول له الفقه صلاتك باطلة ما معنى باطلة ما أنتجت لك المراد المطلوب وهو الحسنات ما تزكي نفسك فلهذا معاشر المستمعين يجب أن نعود إلى بيوت الله نطلب العلم والهداء يكفينا ذلك الفرار وذلك البعد اللي دام قرونا والمسلمون هاجئون بيوت الله لا يجتمعون فيها ولا يتلون كتاب الله ولا يتدبرونه ولا يدرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كل الذي نعانيه في ديارنا الإسلامية هو نتيجة الجال ما عرفنا الطريق إلى الله كيف نسلكه صرفون بأنواع الحيل وشتى الوسائل فأخلينا بيوت الله وأصبح نجري في الحياة ولا بصير ولا هدى فهل الذي لا يعلم الطريق يسلكه كيف يسلكه لا بد من العلم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم ويقول من أراد الله به خيرا يفقع في الدين من أراد الله به خيرا يفقع في الدين هذا العلم معاشر الأبناء مصدره قال الله قال رسوله لا تطلبه من غير كتابه والسنة إذن ما الطريق كيف نعود إلى بيوت الله نحتاج إلى حزن فقط وصدق فيه وجد صادق أهل القرية أهل الحي إذا فرغ الناس من عمل الدنيا الفلاح كالصانع كالتهاجر غابة الشمس أو مالت إلى الغروب إلى أين نذهب فتحوا لنا المقاهي والملائي وحبايق الباطل لنلهوا فيها ونلعب فصرفونا عن بيت الله والمسجد لماذا ما نأخذ أنفسنا بجد ونسلف سبيل على رسول الله والمؤمنين الأولين من سلفنا الصالح نجتمع في بيوت ربنا في أنحاء العالم حيث وجدنا وجدت مساجد الله وبيوت نجتمع فيها من المغرب إلى العالم كاجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بل وطول العمر هل يبقى بيننا من لا يعرف الله هل يبقى بيننا من لا يعرف كيف يتملق الله ويتزلف إليه ويتقرب منه ما يبقى أبدا لأنه العلم العلم المعرفة وكم أثنى الله تعالى على العلم والعلماء في كتابه العزيز في آيات كثيرة تذكرون قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون ضعب مثلا للشرك والباطل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون تلك أنثان رضبها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقد أغب صلى الله عليه وسلم في العلم بما لا مزيد عليه وحسبنا حديث مسلم وصردناه بالأمس وقلناه إذ قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بهذا اللفظ العام ما اجتمع قوم عرب أو عجم في الشوق أو الغرب في بيت بيوت الله لا الكعب ولا المسجد النبوي في أي بيت من بيوت الله اجتمعوا اجتماعنا هذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يقرأ القارد آيات ويأخذون في دراستها كما فعنا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونقول السكينة قيف يا عبد الله وانظر هذا المجلس المبارك لو كان هذا المجلس في حديقة أو في دار صينما أو في مقهى ماذا تسمع ماذا تشاهد من اللغط والكلام الباطل انظر هل ترى حركة والله لقد نزلت السكينة لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة اي والله غشتنا الرحمة الآن عندنا ساعة أو ساعة ونصف ساعة هل اوذي مومن هل اوذي واحد بيننا بما يؤلمه والله ما كان أليست هذه الرحمة وحفتهم الملائكة لو كنا نراهم بهذه الأبصار الضعيفة لا رأينا ملائكة تطوف بنا احتفاءا واحتفالا بنا وأعظم من هذا وذكرهم الله في من عندهم فالذي يذكره ربه في الملكوث العلى ما يشقى أبدا هذه ثمر ما أطيبها وفوق ذلك معاشر المستمعين والمستمعات أن الشياطين تريد أن تبعدنا عن ساحة الرحمة وعن طريق الهدى والخير فهيا بنا نكيد لها نحتال عليها فنجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنتهي الفرقى نهائيا لا فرقى ولا خلاف الشيخ المدرس المربي قال قال الله تعالى اعتقد ما قالت اعتقدنا كيف نستطيع أن نتحول ونتبدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في كذا سواء كان خلقا أو أدبا أو عبادة أو معرفة حق نعرفه نساء ورجالا فهذا هو الطريق لو أن العلماء عرفوا هذا الطريق لجمعوا المؤمنين والممنات في بيوت الله في كل المدن والقرى ما المانع والله لا مانع إلا الهواء والدنيا والشيطان فلو يقبل المؤمنون على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يدرسون هذا العلم كل ليلة طول العمر هل يبقى في القرية جاهل هل يبقى في المدينة جاهل وإذا انتفى الجهل انتفى معه كل شر وكل ظلم وفساد لما تعلمون سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم أعظم الخلق إيمان قال الملائكة قالت الصحابة الملائكة أحسن الخلق إيمان قال وما لهم لا يؤمنون وهم مع الله وبين يدي الله قالوا إذن الأنبياء قال وليما والأنبياء ينزو عليهم الوحي من السماء ويكلمهم الله قالوا نحن قال نعم ولكن أنتم القرآن ينزل عليكم والرسول بين أيديكم ولكن أعجب الناس إيمان من ياتي بعدكم يجدون كتاب الله وسنة رسوله فيؤمنون ويدعصون ويتعلمون ويعملون العلم نور صاحب النور ما يقع أبدا في البساد والشر هذا أمر واقع ونقول دائما في قريتكم انظر أعلمكم أتقاكم في أي بلد أعلمنا بالله وبمحابه ومصاقطه أتقانا لله عز وجل من أفسقنا أجهلنا وهذا العلم معاشر المستمعين لا يتطلب منا قرطاصا ولا قلما هذا يستطيعه كل مومن ومومن يعمل طول النهار في مزرعته أو في مصنعه أو مدشري أو أو وإذا مالت الشمس إلى الغروب يندفعون إلى بيت ربهم يجتمعون فيه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ويجلس لهم رب مومن في يده كتاب الله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون كل ليل علما جديدا ويعملون به في نفس الوقت يعلمون ويعملون يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام أسألكم بالله يبقى فيهم جاهل يبقى بينهم جاهل أصبحوا علماء فهل العالم الذي عرف يفسق يجاهب الفسق يقبل على الشر الباطل والله ما كان أعلمنا أتقان لله عز وجل بالتجربة القائمة في أي بلد في أي إقليم العلماء العاملون بالفعل هم أتقى أهل البلد أليس كذلك؟ وحسبنا أن يقول الله لرسولي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما منزلة العلماء يكفي أن الله قال والذين أوتوا العلم درجات وأخيرا كل الذين شكوه من وجود فسق فجور ظلم اعتداء حسد كبر كل هذه التي نتألم له ما هي إلا ثمارات الجهل يوم ما يزول الجهل ينتهي الظلم والشره البساد فما المانع وقد جربنا هذه القضية في هذا المسجد درسنا كتاب المسجد وبيت المسلم سنة كاملة وزيادة ونحن نصرخ ونقول للمؤمنين في الشرق والغرب إنه لا سبيل إلى اجتماعكم ووحدتكم واتفاقكم إلا أن تعلموا عن الله ورسوله لا يتوحد أبدا صفوفكم إلا من طريق الكتاب والسنة خذوا هذا الكتاب واجتمعوا عليه في بيوتكم البيوت التي تحولت إلى ماذا إلى مباء للشياطين فهيا نبكي على بيوت المسلمين تعرفون البيت الذي ترقص فيه راقصة في شاشة فيديو أو تلفاز ويغني فيه مغني ويرقص فيه راقص ويتكلم فيه كافر هل ترون أن الملائكة تبقى في البيت والله مات بل ما تدخله فحولنا المساجد إلى هاجرناها هجرانا كاملا وجئنا للبيوت فحولناها إلى ماذا إلى مباءات للشياطين معاشر المستمعين البيت الذي ترى فيه الصور والخليعة والمدمرة ويسمع فيه أصوات الخليعين من مغنيين ومغنيات ما تدخل الملائكة فإذا خرجت الملائكة وامتلع البيت بالشيطان هؤلاء الشياطين هم الذين يدفعوننا إلى الفجور يدفعوننا إلى قول الباطل يدفعوننا إلى الكبر والعناد وما إلى ذلك ونذكر ذاك الحديث في البخاري ومسلم والموطى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت عائشة فيجد صورة فقط في جدار معلقة في خرقة فيغضب ويشتد غضبه فتقول الصديقة رضي الله عنها ماذا فعلت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله فيقول لها أزيل عني قرامك يا عائشة فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة وازدادت المحناء هذه الآلة الجديدة المسمات بالصحن الهوائي هذه تجلب لأهل البيت أنواعا من الفجور والباطل ما لا يقادر قدره والله لقد أصبح أولئك الذين نصبوا على سطوعهم أصبحوا يفقدون إيمانهم وحياءهم والعياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خارجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر فولوا وجوهكم شطر ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم أخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلي فيجعل القبلة البيت أمامه والشام أو بيت المقدس وراءه وراء البيت أن يقف بين الركنين اليماني والحجر الأسود ثلاث سنوات وجاء المدينة النبوية مهاجرا بعد أن تقدم إليها كثيرون من المؤمنين والمؤمنات فلما دخل المدينة استقبل في صلاة بيت المقدس نحو من سبعة عشر شهرا سناء وزيادة ثم كان يود كان يحب كان يرغب أن لو أذن له بأن يستقبل الكعبة بيت الله وكان يتطلع حتى إنه يغفع رأسه انتظارا للوحي متى ينزل إذ قال تعالى في هذا الباب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فرضاها ألا وهي الكعبة البيت العتيق قبلة باهيم والأنبياء من قبل فلما استقبل البيت وترك بيت المقدس ولا أحسبكم وأنتم تعايشون البشر أخذ الناس يتكلمون وخاصة مرضى القلوب من المنافقين واليهود والمشركين وضعاف الإيمان قالوا أما اليهود قالوا ينكر ديننا ويستقبل قبلتنا في هزء وسخرية وذا تعرفونهم من بعضنا البعض كيف نتكلم البشر البشر هم البشر لأن إبليس هو هو إبليس هو الذي يلعب بقلوب البشر وبأخلاقهم وآذابهم والمشركون قالوا حن إلى ديار آباء وأجداده إلى قبلة كذا إذن وضطرب حال المؤمنين قالوا اليوم إلى الكعب وغدا لا ندري إلى أين يتجه آخر يقول هذا الزبدب وهذه الحيرة كيف يدعي النبو ويقول كذا فكان موقفا صعبا فلهذا تكررت الآيات وآخر ما فيها هو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المزهر وحيث ما كنتم أنتم أيها المؤمنون في أي مكان ولوا وجوهكم شطر أي جهته وبهذا استقرت القبلة إلى يوم الدين فلا تصح صلاة عبد يتعمد عدم التوجه إلى الكعبة فإن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة فلا تصح بدونه وقد علمنا وزادنا الله علما أن من تعمد عدم استقبال القبلة صلاة باطلة بالإجماع يبقى عاجز ما يستطيع يصل حيث يستطيع كالمكتوف الرجلين أو الملقى في زنان أو مريض لا يقوى على أن يستقبل قبلها ثانيا من جهلها ولم يعرفها يجب عليه أن يطلبها وأن يتحر طلبها فإذا اجتهد وصل ولم يوفق صلاة صحيحة لأنه بذل ما في وسعه سأل الناس إن وجدهم ما وجد أحدا نظر إلى السماء فكر في الشرق والغرب وصل فهذا معذور وصلاة صحيحة لأنه طلب أمار جد هذا بالنسبة إلى صلاة الفرد المسافر الراكب على الطائرة أو السيارة يستقبل إن أمكن في أول مرة البيت وإن دارت دابته أو سيارته فليصلي حيث اتجه الدابته النوافل لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته النوافل حيث ما اتجهت والله عز وجل يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوه فثم وجه الله إذن وانتهت تلك الفثنة والله عز وجل يقول لرسوله وللمؤمنين ومن حيث خرجت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرة لماذا ليا لا يكون للناس عليكم حجة لو راجعوا من الفثنة والصياح وعادوا إلى بيت المقدس لا قالوا هذا والتلاعب كيف اليوم من هنا وغدا من هناك فلهذا أعلل تعالى لذلك بقوله ليلا يكون للناس عليكم حجة اللهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم أخشوني فأولي لن تستطيع أبدا أن تسكتوهم فلا ينفع معهم إلا لعراض عنهم وهذه قاعدة إذا كان الشخص يتعمد ويقصد ويريد فتنة المؤمن فلا حاجة إلى جدال ولا إلى صراعي من الحكم أن تعرض عنه ولا تلتفت إذا كان الشخص معاندا يريد فتنتك أيها المؤمن فإنه لا يقبل حجة من حججك ويود كل ما تلقي إليه فمن هنا أي فائدة في نزاعه أو جدال أو خصومته العراض عنه هو الحكمة إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لن تستطيعوا إقناعهم إذا فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين نعم فلا تخشوهم واخشوني وثانيا ولأتم نعمتي عليكم في العلم والمعرفة والهدايا والإصلاع وهذا وعد الله عز وجل وقد أتم نعمته وتم هذا الدين بأكمله وأعلن عن تمامي في آية المائدة يوم عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولا نعمة أعظم من هذا الدين والله لا توجد نعمة على سطح الأرض أجل ولا أعظم ولا أكثر خير وبركة وفائدة من هذا الدين الإسلامي إذ هو السلم الكمال ومرقات العروج إلى دار السلام نعم لا تفهم أن نعمة المال أو الولد أو السلطان تعدل نعمة الإسلام والله لا تعادلها نعمة لأنها طريق إلى دار السلام وما عد ذلك أين يصل بالعبد ساعات وتنتهي تلك النعم ولأتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون ولعل من الله كعس تفيد الحقيقة والهداية إلى أين إلى ما يحب الله ويرضى الهداية إلى دار السلام إلى الجنة وهكذا هدأ الله تلك الزوبعة وأطفأ تلك النار واستقرت الحال على أحسن حال بتوجيه الله عز وجل وتدبيره لا سؤال الآن يا بني أنت بعيد ونحن في درس ولعلكم تهتدون أي رجاء أن تهتدوا أو ليعدكم وأهلكم للهدا إلى ما فيه خيركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة وانتهت بهذا قضية القبلة واستقر أمرها إلى يوم الدين ثم قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هذه نعمة أخرى إرساله تعالى الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية عامة ولأمة العرب بالذات خاصة هذه من أجل النعم وأعظمها كيف كان حال البشرية قبل النبوة المحمدية لو تتصفح تاريخ البشر هبطت البشرية إلى أبعد حد للحبوط الظلم الشر الفساد الخبث الجهل عبادة الأوثان عبادة الشهوات عبادة الأهوى عبادة الشياطين كما أخبر صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا أفراد قلائل هنا وهناك من أهل الكتاب ليسوا بشيء والبشرية كلها فالظلام فكانت فكانت نعمة افهموا افهموا هل هذه الكلمة هل هذه الكلمة أفرادة من أفرادة إلى نبوة إلى نبوة إلى نبوة هو أكمل مخلوق وأطهر إنسان وأعز مخلوق على الإطلاق فهي نعمة عظمى كما أسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا يقرعها على أسماعكم وأنتم تسمعون أي نعمة أعظم هذه بلغاتكم ولسانكم ما يطالبكم بأجو ولا بجزاء أجه على الله عز وجل فاذكروا هذه النعم واشكرواها ولأتم نعمة عليكم ولعلكم تاتدون إلى أين هذه الهداية إلى أين إلى سبل السلام وطوق السعادة بدون العلم ينصل إلى هذا كمال ما نصل كما أسلنا فيكم أصولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم التلاوة للآيات عامل قوي للتزكية لأن الكتاب بما يحمل من علم ومعرفة يكون أداة صالحة لتزكية النفوس فهل المراد بالتزكية أن يقال فلان ذو علم فلان ذو شرف فلان ذو كرام ذو كذا ليس التزكية هذه هذه التزكية هي تزكية النفس بمعنى تطهير النفس وتطيبها لتطهر وتطيب فإذا طابت النفس وطهرت تجل ذلك وانكشف في سلوك العبد أيما إنسان زكت نفسه أي طابت وطهرت إلا ويتجل ذلك في منطقه فلا ينطق بالمكروف ولا يتلفظ بالسوء تجل ذلك في مشيته فلا يمشي خلياء خيلاء ولا كبرياء تجل ذلك في يديه فلا يتناول ما يوذي ولا يضر تجل ذلك في تفكيره في كل حياته النفس البشرية إذا طابت إذا طهرت إنعكس ذاك النوع على السمع والبصر والنطق وعلى الجوارة فإذا كانت النفس خبيضاء مدسات مظلماء يظهر ذلك في سلوك هذا الإنسان في منطقه في سمعه في كل حركات وسكناته وإن قلت كيف فالنفس هي المحرك للجسم بدون نفس في حياة إذا خرجت الروح باقي للجسم ما يتحرك به أو يفكر أو يعقل أو يبصر انتهى فهذه الروح التي هي من أمر الله إما أن تتدسى تخبث وإما أن تطيب وتطهر فإن طابت وطهرت حصل الكمال للإنسان بكامله وإن خبثت هبط حتى يصبح أسوأ من الحيوان والواقع شاهد وهذا ملموس مرء محسوس في البشر كلهم فليهذا قال تعالى كما أرسلنا فيه نعمة ثالثة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا لما يتلو عليهم الآيات ليذكرهم ليعظهم ليأمرهم لينهاهم ليبشرهم لينذرهم ليدفعهم إلى الكمال ليسوقهم إلى السعادة فالآيات تلاوتها هي الدافع ويزكي نفوسكم ويطيب ويطهر وأعيد إلى أذهان السامعين والسامعات إلى أن سعادة الآخرة وفلاح العبد فيها وفوزه فيها متوقف والله على زكاة النفس أحببنا أم كرهنا كما أن شقاء العالم الثاني شقاء الدار الآخرة والخلود في مرع العذاب وشقائه في الجحيم متوقف على خبث النفس وتدسيتها وفكروا وهذا قسم الله العظيم واسمعوه واسمعوه وتأملوه أتلوه كما يتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها هذه الواو والقسم هذه صيقة يمين تأمل يا عبد الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهما فشوها وتقوها هذه أيمان هذا حلف من حلف من الله بما حلف حتى حلف بنفسه لأجل ماذا هذا الحلف على هذه القضية على هذا الحكم الصارم القاطع الذي لا ينقض قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسعها هيا نبكي إذن هل عرفتم من زكا نفسه أفلاح ومن دسا خاب والخيب والفلاح بينهما تعالى حتى لا تبقى لك عذر يبقى لك عذر أو كلمة قولها قال تعالى في بيان هذا الفلاح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هل عرفتم الفوز ما هو ما الفلاح ما الفوز الزحزح بعيدا عن النار ودخول الجنة والخصران والخيب ما هي بيان تعالى الخصران بنفسه فقال تعالى قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصران المبين باقي وراء هذا شيء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأسند الله تعالى الأمر إليك يا ابن آدم أو يا ابن الجن أعيد فأقول معشر السامعين من إخواننا الزائرين هل عرفتم هذا الحكم الصاوم القاطع من أصدره من الله ما مفهومه ما مضمونه ما حقيقته الجواب من زكى نفسه منا فازا بدخول الجنة والنجاة من النار ومن دساها منا وخبثها داخل جهنم وخاسر الخصران المبين ونقول الذين يحضرون هذا الدرس فازوا بالعلم والمعرفة وإخواننا الزوار الذين ما جلسوا هل عرفتم بما تزكون أنفسكم أو لا شأن لكم أعوذ بالله أعوذ بالله هل عرفتم بما تزكون أنفسكم ما ندري ونمشي أتفضل إلى بيوتكم صلوا العشاء هل يعقل هذا أقول على علم لو أن مستمعا أو مستمعا لهذا الكلام الإلهي وعلم وعلم يقينا أن فلاحه متوقف على زكاة نفسه معرفة كاملة وسكت أنا وأعرض والله ما استطع أن يبيت الليلة حتى يقرأ الباب يسأل والله لتبين لي كيف أزكي نفسه بما أزكيها فهمتم إلا لا ولك أن تتكلم في مجتمعات العالم الإسلامي فالشرق والغربي وتقول هذا ولا يقف واحد ويقول كيف نزكيها يا شيخ بماذا نزكيها فإذا قال الشيخ أنا تعبان لا لابد تبين أو ما فهمتم أيضا الله أكبر إنا لله وإنا إليها راجعون تريدون أن تزكوا أنفسكم وإلى لا كيف ما نريد مصيرنا هكذا أقسم الجبار حلف الرحمن اللا فلاح ولا فوز إلا بتزكية النفس من يزكيها أبي وإلى أمي من يزكيها الطبيب وإلى فلان أنت الذي تزكي نفسك إذا أولا ما هي أدوات التزكية وأين توجد في أية صيدلية هكذا هذه الأدوات التي تزكي أين هي ما هي أين نجدها كيف نحصل عليها هذا هو السؤال الظهوري الحتمي ثم ثم إذا عرفنا الأدوات وأحضرناها بين أيدينا يبقى سؤال آخر يا شيخ كيف نستعملها لما يوضع الدوى بين يديك ما تسأل كيف تستعمل لا بد من معرفته كيف تستعمل من هنا كان يقينا طلب العلم فريضا تسمعون هذا من علمائكم طلب العلم فريضا لما فريضا إذ لا تستطيع أن تسعد إلا عليه مستحيل أن تزكي نفسك وتطهر بدون علم إذ آل علم فريضا لما ما نطلب العلم مشغولون تجارتنا فلاحتنا مصانعنا كيف نطلب العلم أزواجنا أولادنا والدنيا والدنيا كيف ما علمنا آباؤنا ما ربونا على العلم والآن ونحن رجال وآبا وأمهات كيف نطلب العلم هذا يعتبر عذن والله ما هو بعذر ولا يقبل عند الله لأن طلب العلم لا يشترط له الرحلة ولا القلم ولا القرطاص ولا العكوف أمام العالم طول النهار ولا طول العام العلم فقط يأخذ بالسؤال الصادق والجواب الحق اسأل العالم في صدق كيف أزك نفسه وتعلم ونعود لبيان الحقيقة الضائعة فنقول اسمعوا يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون واجبنا طريق نجاتنا سل موقينا إنه العلم بالله جل جلاله وبمحابه ومكاره وبما عنده وما لديه هذه المعرفة هذا هو العلم المطلوب الفرض على كل مؤمن ومؤمن هذا العلم الحصول عليه لو عرفنا من أيسر الأمور وأسهلها قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن كان لا يعلم شيئا من مزكيات النفس ومطهراتها يتعلم من كان لا يعرف ما يدسي النفس أو يخبثها يسأل فيعلم أما ما نسأل ولا نتعلم كيف كيف نطمع أن نلحق السماء وننزل الملكة الأعلى ولعل السامعين يخطو ببالهم أشياء لقد عرفنا واقعنا هل يبلغكم ما يصبه المؤمنون على إخوانهم من ألوان العذاب يدعون أنهم مؤمنون مؤمن مسلم ويرتكبون عظائم عظائم يكاد القلب يتمزق كيف عبد مؤمن يفعل هذا بمؤمن نتيجة ماذا نتيجة عدم المعرفة الجهل المظلم ما عرفوا الله مجرد أنا مسلم ويصلي عرف الله ما عرفوه أضرب لكم مثلا فقط بسيطا جزئيا هذه الأم ماذا نقول هذه الصحون الهوائية التي على الصطوح أهلها والله لقد عالموا أنها محرمة وصدرت فتيا مفتي الديار السعودية الكريمة بحرمتها ونبكي وننصر أخونا وهم كل يوم تجد على سطح ما سر هذا والله ما عرفوا الله والله ما عرفوا الله كسير الناس أين العلم وأين المعرفة ونعود بعد هذا الألم والبكاء لما ما نجتمع في بيوت يا ربنا قبل غروب الشمس يتوضى الرجل ومرأته وأولاده ويذهبون إلى بيت ربهم كل حي فيه مسجد كل قرية فيها مسجد إن لم يكن موجودا أوجدناه أوجدناه ونحن قادرون ونجتمع بأطفالنا ونسائنا في بيت ربنا على الحصر لا على التراب لسنا بأفضل من رسول الله يصلي والطين في وجه جبهته ونجلس في بيت الرب يوما نتعلم حكما ويوما حكما ويوما علما ويوما كذا طول الحياة من ثم أصبحن علماء نساء ورجال كبار وصغار وانتهى الجهل وظلمته ولا تسأني عن نتائج العلم وما هي والله لتنتهي كل مظاهر الشر والفساد والخبث والباطل والسوء وتمحي أبين هذا ما نريده كيف نعمل أي ما نعم أن يجتم يا أهل القاية في مسجدهم قولوا لي أرحمكم الله ما المانعم ما بين المغرب والعشاء يشتغلون بين المغرب والعشاء ما نشتغل إن فرضنا قلنا لكم إن اليهود والنصار والمشركين في الدنيا إذا غابت الشمس ذهبوا إلى الملاهي والمقاي والملاعب ذهبوا يطلبون الاستراحة ونحن أين نذهب نذهب إلى بيت الإله بيت الرب المسجد نتلقى الكتاب والحكمة تتلى علينا آيات الله ونزكى في أخلاقنا وآدابنا ونفوسنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخلفه يخلفه المؤمنون العالمون يكذب من يقول ما وجدنا آلما وقد طلبوه يأتي الله بعز وجل لتقوم الحج على الناس سمعتم الذي يسمع بأعلى صوت العلماء أن هذا حرام ليما حرام لأنه يشيع الفاحشة والخبث ويدمر النفس ويحاول الإنسان إلى خنزير أو كلب أصبح ينزو بعضهم على بعض أمام التلفاز كيف إذن كيف نرقى كيف نصل للملكوت الأعلى نخاد عنفسنا الجنة ما هي مقهم المقاهي الجنة متوقفة على أن تكون نفسك شبيه بنفس الملك ما عليها دخن أبدا ولا ظلم ولا عفن وإن طاع عليها شيء فيه أدوات المسح والتنظيف والتطهير التوبة الصادقة نعم ارتكب ذنبا صاح الله أكبر أستغفر الله أتوب إلى الله يبكي بين يدي الله ويتمرق يمحي ذلك الأثر ماذا نقول والله يمتن علينا وفاز أولئك الصلاة الصالح فاز بهذه الآيات كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إذا لم نجتمع حوله كيف يتلو علينا آياته لو كان الصحابة ما يجلسون مع رسول الله كيف يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لعلكم ما دركتم الحقيقة اسمعوا والله ما اكتحلت عين الوجود بأصحاب أنجاب فضلاء كرام صادقين كما عرفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الكمالات البشرية نتيجة ماذا من أين تخرجوا ماذا تعلموا والله ما هو إلا ما أخبر الله تعالى به يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومن التفت أو ما أنا أقول هنا في المجلس والله لأعلمنا بالله أتقان له أقسم بالله على يقين أعرفنا بالله وجلال وكمال أتقان له وأجهلنا أفجرنا وأكثرنا سوءا وباطلة أمور ملموسة محسوسة لماذا ما نعود إلى بيوت الله إذن يكفي قرون مضت ونحن من الجهل إلى الجهل حتى وصلنا إلى الحضير ما نرجع لماذا ما نرجع ما المانع قد أفلح من زكاها معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تزكية النفس تكون بالإيمان وصالح الأعمال تزكية النفس تكون بالإيمان وصالح الأعمال عرضتم بما تزكو هذه الأدوات فقط إيمان وعمال صالح عليهما تزكو النفس البشرية الثوب هذا يزكو على الماء والصابون لا شيء آخر ما هو صابون فقط ينظف ويطيب وإلى لا نفسي تزكو على الإيمان والعمل الصالح حقق إيمانك ثبته حتى تصبح توق أنك المؤمن ثم اعمل الصالحات التي وضعها الله لتزكية النفوس وتطهيرها ليبقى كيف تستعمل تلك الأدوات تحتاج إلى العلم كيف تصلي صلاة تزكي نفسك كيف تصوم صياما ينتج لك الطاقة ويولد لك النور كيف تتصدق بصدقة يعود هكذا نوره عليك لا بد من العلم لا بد من العلم عرفنا بما تزكو النفس بالإيمان هل أنت مؤمن اعرض إيمانك على القرآن واسمع أو تعال عندي أنا مؤمن أريد أن أتأكد هل أنا مؤمن تريدون أن تعرفوا إيمانكم اسمعوا فإن وجدت نفسك في هذه الصورة فكب وهلل وقل الحمد لله أنا مؤمن وإن عرضنا أمامك المؤمنين وأنت لست بينهم أو توجد هنا وتغيب هناك ابكي على نفسك حتى تؤمن اسمعوا يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات يقول من صورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما معنى يا شيء خولياء هذه الولاية عبارة عن حب ونصر من لم يحب مؤمنا والله ما هو بأخه ومن لم ينص مؤمنا ما هو بمؤمن وانظروا الآن أهل المؤمنون يحبوا بعضهم بعضهم يأكلوا في بعضهم بعض هل المؤمنون ينصوا بعضهم بعض يزموا بعضهم بعض يمزقوا في قلوبهم أين الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ذي صيفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والله إذا يوجد الملايين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هؤلاء يحسبون على المؤمن المؤمنون نكذب الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ملايين المؤمنون ما يصلون محسوبين في العالم الإنساني مسلمون ومنهم من يصلي ولا تنتج له صلاة حسن واعدة بل ينعكس عليه باطلها صلاة لا يضق فيها الله ولا يشعر أنه بين يدي الله ولا تدمع له عين ولا يتعد له جسم ولا يضق أبدا دخلوا خاجة ما مس شيئا ماذا ينتج قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن شك وإلا يذي جادلون يتفضل الله تعالى يقول وقول الحق يسمع طبيب الأطباء يقول وأقم الصلاة لماذا يا الله العلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا كان يخرج من المسجد ليتكلم بالباطل عند باب المسجد صلى فرق بل يصلي ومتلبس بالحرام أين آثاه الصلاة يصلي ويأخذ يلعب القمار ويتكلم بالباطل ويغتاب المؤمنين والمؤمنات ويمزق أعراضهم ويقول ويقول أين آثاه الصلاة لو أنتجت النور المطلوب واصطنار قلبه وانعاكس على لسانه وسمعه وبصريه ما يرتكب ما حرم الله والمؤمنون والمؤمنات بحق هذا وصف الله لهم بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله حتى في قلم الأظافر أو الأكل باليمين أو نزع النعل من رجل اليمنى أولا طاعة الرسول في كل جوانب الحياة عرفتم المؤمنون بحق فهؤلاء قال تعالى أولئك سيرحمهم الله إذن الله عزيز حاكم هل نحن من هؤلاء أو مر هنا أو مر هناك وإليكم صورة أخرى شاهدوها قال تعالى من صورة الأنفال اسمع وانظر هل أنت في الشاشة أو إلا لا إنما المؤمنون أي بحق وصدق موبل الدعاء والنطق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خابت واضطربت وإذا أقول على الأقل إذا أقيل لك يا عبد الله أما تخاف الله وأنت على هذه المعصية في هذه الحال إذا ما خشعت ولا تألمت ما أنت بمؤمن متلبس بالجريمة بمعصية الله ورسوله يقول له أخو المؤمن أما تخاف الله أما تتقل لا تفعل هذا إن تحرك الإيمان وكان موجودا وقال أستغفر الله أتوب الله هذا فيه إيمان وإذا قلت أتق الله فضحك وأخرج لسانه واستهز بك مؤمن والله ما هو بمؤمن ولا يصح أن يقال فيه مؤمن إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كما نتلوها زادتهم إيمانا كان الإيمان يشير إلى مئة وستين يعتفع عند سماع القرآن إلى مئتين كما تعيفون عقاب الطقس وعلى ربهم يتوكلون لا على المرأة ولا على الوظيفة ولا على الولد ولا على السلطان وعلى فلان وفلان ولا مصر على مصنع وعلى ربهم وحده يتوكلون أن يعتمدون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذا كلام الله أولئك هم المؤمنون حقا وصدقا كيف حالنا أيها المستمعون المستمعات مؤمنون إن شاء الله ما ينفع درس ولا موعد فقط يجب أن نعود إلى الله قولوا عائدون 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 ما تقلب الشمس إلا ونحن بنسائنا وأطفالنا في بيوت ربنا والعالم أمامنا يعلمون الكتاب والحكمة ويزكينا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أسبوعا ولا شهرا ولا عاما ولكن طول حياتنا دنيانا نشتغل لها من صلاة الصبح الكفار يشتغلون الساعة الثامنة نحن إذا صلينا الصبح إن دفعنا إلى أعمالنا هذا يصنع وهذا يفلح وهذا يتجير إلى قبل غرب الشمس ما يكفي للدنيا ما يكفي من صلاة الصبح إلى غرب الشمس غابت الشمس وإذا نحن في بيت ربنا نستمطر رحماته ونتلقى ماذا نتلقى العلم والمعرفة من كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم أزيدكم بلغوا والله إن لم نعد إلى هذا المسلك النبوي ما ارتفع لنا حشان ولا عزلنا حشان ولا نزداد إلا هبوطا وتمزقا وهكذا هذه منة الله ونعمته يقول تعالى كما أرسلنا فيكم أصولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة أو الكوى واللعب يعلمكم ماذا رقص ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كل يوم نزداد علم من هذا كتاب كل يوم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم يقول تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروكم هذا أمر ويل لا فاذكروني يا عبادي أذكركم ومن ذكره الله أهانه أذله أفقره أمرض لا أعزه ورفعه فاذكروني أذكركم واشكروني إنعامي وما أفضت عليكم وأنعمت بعليكم أشكركم فاشكروني أزيدكم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هل عرفنا أننا مطالبون بتزكية أنبسنا وإلى لا من الليلة نعمل إن شاء الله بماذا نزكي بالما والصابون بالإيمان والعمل الصالح الإيمان الذي بيّنه الرحمن في كتابه والعمل الصالح الذي جاء رسول الله وبيّنه لنا من الصلاة إلى سبحان الله والحمد لله والله أكبر على شرط نؤدي العبادات على النحو الذي أداها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا إذا أديناها أدى مخالف ما تنتج سنة الله ما تنتج الحسنات أبدا لابد أن نؤديها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإن زدنا أو نقصنا بطلة لم تفعل شيئا وهذا يحتاج إلى العلم وإلا لا لا يحتاج إلى العلم أين نطلب العلم في أربا بعيدة في أمريكا في الصين لا 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 نطلبه في قريتنا في حينا أيها المؤمنون نطلب في بيت الله ومصدره موجود هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أعجزنا هذا متى نسمع أن أهل القرية الفلانية أصبحوا لا يفارقون مسجدهم من المغرب للعشاء وكل ليلة نساؤهم وراء السطار أطفالهم بينهم وهم يتلقون كتابا والحكمة سمعتم أن هذا حصل في قرية ما فيه إلى الآن كتاب المسجد وبيت المسلم عندكم 360 آية حديث اطبعوا بالآلات صوروا ضعوا في كل بيت من بيوت العالم الإسلامي اجتمعوا في بيت ربكم كأننا لا نعي ولا نسمع فلا يسعنا إلا إنا لله وإنا نرجون لا مارسنا أبدا نصرق ونبكي عودوا إلى بيوت الله ينتهي الخلاف والصراع والبغض والحسد والشره والطمع وحب الدنيا والإصاف والشهوات هذا هو العلاج ما ينفع إلا هذا إليكم صورة مضحكة أحيانا مرتين فقط أحاول أن أخفف عن السامعين لما يشتد الضغط في أنوار الآيات لحاديث وهو عليهم مرة قلت لهذا الطالب كيف يزهق الطفل لما يخرج بطل أمه لأننا مع حديث صحيح ما من مولود يولد للمرأة إلا ويضرب الشيطان في خاصرته يطبعه والله العظيم والدليل أنه عندما يخرج من بطن أمه يزهق يزهق وإلا لا هل سمعتم طفل يزهق في بطن أمه ما كان لما لما يخرج فقط يزهق ولا ولد يسقط ساكدا إلا إذا كان ميتا لأن الشيطان يضرب في خاصرته قام هذا البهلور صح كما يصح الطفل قلنا يضحك الإخوان شوية غاضب إخواننا وقالوا كيف هذا ما يجوز تبهتم مرة ثانية قلنا مضاها الرحمة الإلهية في الحيوانات قلنا الدام الأحمر يتحول إلى لبن أبيض نتيجة الرحمة الإلهية بالمولود أليس كذلك وقلنا انظر إلى الدجاجة كيف كيف تنزل على أفراقها وتدخلهم تحتها رحمة وإلى لا وقلنا العنز يتهبط بظهرها إلى الأرض ليصل الجدي إلى ضعرها وتناغيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات قول ربنا جل بكم فاذكروني أذكركم أليس هذا أمر الله قوله أذكروني أليس هذا أمر وهل يليق بالمؤمن أن يعصي لله أمر فاذكروني فاذكروني لك أن تقول كيف أذكر وبما أذكر ومتى أذكر أعلمني يا رحمك الله هذا نعم وإليك يا بني البيان الله تعالى الله تعالى يذكر بأسمائه وصفاته فإن لله تعالى مئة اسم إلا اسما واحدة فهي إذن تسعة وتسعون اسم فبها تذكره وبها تدعوه وتناديه يا رب يا رب يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا متولي الصالحين يا ذا الجلال والإكرام وواصل دعاءك وأنت ذاكر لربك ويذكر تعالى بما أحب أن يذكر به وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذكر الله فقد قال أعظم ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر الفاضل وضع بين أيدينا رسولنا صلى الله عليه وسلم ورده حوضه الطاهر النقي نريده لنذهب ضمأ نفوسنا وعاطش أواحنا وإليكم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح بعد ما يطلع الفجر صليت الصبح أو لم تصليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة مئة مرة ما تعدها تعدها بالمسبحة بالنواة بالحصاب أصابعك حتى بآلة الآن توجد آلة للعد مئة مرة وأنت شاعر وأنت واعي وأنت تعرف ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كان لك عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل تعرفون قيمة الرقاب هي كفارة الظهار كفارة الصيام كفارة قتل الخطأ عتق رقابا ثمنها غالي ورفيع تكون أنت في هذا الصباح كمن عتق عشر رقاب لو يعي أحد هذا ويفهمه لما استطاع أن يتخل عن هذا الورد يوم من الأيام قط ما دام ينطق ويتكلم كأنما كان له عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل حرراهم حرراهم في سبيل الله وكتب له مئة حسنة ولا ندري مقدار هذه الحسنة مئة وحط عنه مئة خطيئة وحط عنه مئة خطيئة كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة خطيئة وظل يومه ذلك في حرز من الشيطان حماية ما يستطيع الشيطان إغواءه أو إضلاله أو إفساده أو إغراقه في الذنوب والآثام وكان له ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الحسنات إلا من قال مثله وزاد عليه هذا الورد صاحبه لا يضمأ أبداً على شرط أن يكون حال ذكره مع الله يذكر بقاب لسانه مع قلبه ويكون فاهماً للكلمات التي يقولها عارفاً بمعانيها إذا استوفى هذا فالجزاء كما علمتم كان له عدل عشر قبل وكتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة أو خطيئة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به في ذلك اليوم من الأجور إلا من قال مثله وزاد عليه أهل أنتم متهيئون لهذا الورد حتى ولو كنت تقود سيارتك أو تأخذ بخطام فرصك أو زمام بعيرك حتى ولو كنت تضرب الأرض بفاسك أو معولك ما يمنعك العمل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير هذا الورد العذب الصافي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسر لنا به فاذكروني وهناك ورد آخر هذا نرده فالصباح والمساء ولا تقول أكثرتم علينا إذ هذا الذكر لا يتنافى إلا معك إذا كنت تسمع لأصوات المغنين أو هرج المبطلين يمنعك أما أن تبني أما أن تغرس أما أن تصنع أما أن تمشي ما يمنع لا يمنعك من هذه الأراضي العذب النبوي إلا أنك تتكلم بالباطل أو تصي وتسمع الباطل وأعوذ بالله من قول الباطل وسماء الباطل أولياء الله قال تعالى فيهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون يعطونه عرضهم لا يلتفتون إليه ولا يقبلون عليه ما هو اللغو كل قول أو فعل أو عمل اللغو هو كل قول أو عمل أو تفكير لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعاشك اليوم في هذه الدنيا ومعنى هذا أغلقنا أبواب الكلام الباطل ما أصبحت تسمع في مدينتنا في قريتنا في بيوتنا إلا الحق وهذا المطلوب لأننا أم راقية لأننا أولياء الله ما تعف منازلنا نعم لا تسمع في سوقنا ولا في بيتنا ولا شواعنا طول حياتك كلمة نابئة كلمة لا فائدة منها أي لا تحقق حسنة ليوم القيامة ولا درهما لمعاشنا اليوم هذا هو اللغو فالذين يجلسون أمام شاشة التلفاز أو الفيديو وينصتون ويقبلون على تلك الشاشة يسمعون من الباطل ويسمعون من الكفر أحيانا ويسمعون من الكذب ومن دعاوى الباطل وصور الخلاع والدعاء وينصتون وينصتون وتنطبع تلك الصوة في قلوبهم فتنعم ويذهب نور الله ويصبحون كالبهائم قد ينز بعضهم على بعض هؤلاء عرفوا معنى قول الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ما ما سمعوه ما فهموه ما عرفوه يقضي الساعة والساعتين والثلاثة لا يستنتج حسن واحدا ولا درهما واحدا في ساعات الغاعة أو في ساعات مناجاة الرب بالليل وهو منصت ومع بناته ونسائه وقد يكون مع أبويه أيضا هذا لغو أم ماذا هذا شر من اللغو هذا يدمر القلب تدميرا ويحول إلى قلب حيوان والحيوان أقدس وأطهر هذا الويد هو المراد فاذكروني بما نذكرك يا ربي رسولنا يبين لكم بما تذكرون وكيف تذكرون ها هدى صلى الله عليه وسلم قد أعلن عن هذه المسابقة العظيمة من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتب الله له مئة حسن وحط عنه مئة خطيئا ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله وزاد ومعنى وزاد أي أجر أعظم هذا عدل عشر رقاب يكتب له مئة حسنة يمحى عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به حتى ولو كان يقاتل الكفار إلا من قال مثل ما قال وزاد ومعنى وزاد لا تكتفي بالمئة إنشيت رضك مئتين وثلاثة وألفا أو اشغل ساعاتك كل بذكر الله وذكر آخر يقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح أو من قال حين يمسي أو حين يصبح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر من قال حين يصبح أو حين يمسي أن يدخل في الصباح أو يدخل في المساء ماذا يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت في الكثرة مثل زبد البحر أية جائزة هذه بما تقدر وقد حرمها المؤمنون والمؤمنات ما سمعوا بها ولا عرفوها ومن سمع وهو غاف المعرض لا يبالي لم ترتسق في نفسه ولم تثبت في قلبه أي وعد هذا عظيم ما هي الخلفة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده بشرط أن تكون ذاكرا لله بقلبك أنت تقول أنزه الله عز وجل عن كل نقائص أنزه عن الشريك والنظير والشبيه وعن الولد والصاحب وكل نقص فسبحان مصدر سبح يسبح أنزه الله تنزيه عن كل نقائص وبحمده أي مع حمده أنزه وأحمده أجمع بين نفي ما ينفع عنه وما يجب لله بهذا التركيب العجيب هذا ما يعرفه إلا رسول الله لن يستطيع ذو عقل أن ينتجه سبحان الله وبحمده تنزع كأنك تقول الله ليس كمثله شيء تعالى الله أن يكون له ولد سبحان الله أن يكون له زوجة تعالى الله أن يكون كذا كل النقائص تنفيها ثم تقول الله العلي الكبير الغني الحميد العظيم ورب الذي لا إله إله فكل المحامد تطلقها له في هذه الجملة ما أيسرها ما أعذبها جربها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وأنت مع الله أنت تدب أنك وحدك فقد قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قطع الملأك خير من البشر إياك أن تفهم أنك إذا ذكرت الله أنت بعيد عن الله أنت مع الله ولكن انتبه أن تذكره بلسانك وقلبك مع ليلة وسلمة أو مع القدر وما فيه من الغز أو السوق وما فيه من بضايع انتبه إجمع القلب مع اللسان كأنك بين يدي الله وإلا الغافلون لا يستفيدون إلا أن من تدبير الله أن من أخذ يذكر الله بقلبه ينطلق لسانه ما يشعر إلا ولسان ينتر ومن أخذ يذكر الله بلسانه وواصل ما يشعر إلا ويعود القلب ويرجع ويتفق القلب مع اللسان هذا الورد معاشر المستمعين ومستمعات لو كنا ما سمعناه ما عرفناه وكنا مؤمنين صادقين وقام قائم وقال أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا هل لكم في ورد من الذكر تحط به جميع خطاياكم ولو كانت مثل زبر البحر كيف يقولون نعم يقول لابد وأن تدفعوا جائزة هذا كم خمسة آلاف ريال لكل من يريده والله العظيم لو كنا عالمين عارفين موقنين لهانت الخمسة آلاف والعشرة آلاف والله ليست بشيء أمام هذا وها أنتم أخذتموه مجانا هل يراكم ربكم غدا مع الصباح ترددون أو إن شاء الله إذا فاذكروني أذكركم ما زلنا أين نذهب الآن واردنا حوضين فقط اسمعوا ذكر الله لو لم يكن ذكر الله بهذه المتابة ما أمر الله به ما دعان إليه ما رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إليكم ذكر آخر الليلة إن شاء الله نستوفي الأوراد أيها الضمآ يا معشر العطاش إليكم حياظ النبي محمد صلى الله وسلم في ذكر الله فردوها صباح مساء خير من الدنيا وما فيها معاشر المستمعين والمستمعات لما هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة ومنهم من هاجر من غيرها لكن أغلب المهاجرين كانوا من مكة إذ اضطرتهم جماعات الضلال والشرك إلى الهجرة وكتب الله عليهم الهجرة فهاجعوا فنزلوا المدينة النبوية هذه والله العظيم التي تسمى بالمدينة المنوعة هذه المدينة النبوية وأنتم تعرفون مستوى المهاجرين على رأسهم رسول الله ودون رسول الله أبو بكر عمر عثمان عالي عبد الرحمن بن عوف سعز زمرة الأنوار هنا فلما هاجوا المدينة ما بها مصانع ولا بها متاجع والحصار مضروب عليها من أعداء لا إله إلا الله إذن فكان الأنصار الأنصار من الأوس والخزرج من سكان المدينة فكانوا يؤاخون بينهم وبين المهاجرين تعال أنت أنت أخي يقاسمه الطعام والشراب والكساء والسكن إنا فتألم المهاجرون وقالوا كيف نحن نطعم ونسقى ونسكن من ذهب بالجنة أهلها ماذا بقي لنا فجاءوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغفعون شكواهم إليه عصى الله أن يفرج عنهم ما في نفوزهم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم يجاهدون كما نجاهد ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق فازوا ما لنا نحن ذهب أهل الدثور بالأجور يصومون نصلي نصوم يصلون نصلي يذكون نذكو ولكن يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق كيف فقال صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على شيء إذا فعلتم سبقتم إلا من قال مثل ما تقولون فزتم وتفوقتم على غيركم وما أرحم رسول الله سبحانه وهو يتكلم بإذن الله وبوحي الله وبسم الله قالوا دلنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتختمون ذاك الذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكون مئة ثلاثة وثلاثين اضربها في ثلاثة بتسعة وتسعين ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير معاشر المستمعين والمستمعات هذا الذكر عندكم هذا الورد من أرادكم قولوا لا يحرمه إلا شقي كيف يحرم هذا الورد مؤمن يرجو الله والدار الآخرة مؤمن غذاء روحي ذكر الله أنبه إلى أن العدو وتعرفون من عدوكم أبو مر إبليس الذي أخرج أباكم وأمكم من دار السلام كم قد يستغفلنا ويعبث بنا ويفوت علينا أزر هذا الورد فنرد ونخرج ضم أعطاشا كيف يجعلك تتكلم بلسانك وقلبك ليس مع الله ؟ وتختزل الحروف وإليكم ما يفعل بنا انظر إلي واسمعوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحمد للا رأيتم أننا ما كر بنا حتى لا يصل إلى قلوبنا نور وكأننا سبحنا وما سبحنا عرفتم سبحانه 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 ولا الله ما يجوء زهر ما ينبغي ولكن العدو بالميرصاد اذا لم تستعذ بالله وتتحصن بحصن الله وتعرف عدوك ابليس سوف يفقدك ثمرات عباداتك حاول أن لا يسمح لنا أن نذكر الله ما نجح أبينا إلا أن نذكر إذن فحاول محاول أقه أن نفقد الأجة والماتوبة فالذي يقول سبحانه 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر ومع القلب القلب واللسان هذا الولد العظيم خمس مرات في اليوم والليلة ومعنى هذا أنك تذكر الله خمسمائة مرة كنز عظيم لا حد له فقط العدو ما يسمح لكن فعصه واخرج عن طاعته وتفطل له واملأ فاكا بذكر الله وتلذد به سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر حتى تستوفي هذا الولد العذب الفرات دبر كل صلاة فإن منعك العمل قل هو أنت ماشي وأنت راكب ولا حرج نعم يجوز أن تقول فيها سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتعقد أصبع سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتعقد أصبع سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتعقد أصبع لا فرق وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون بحسب الواقع ما قال كلمة واحدة والكل جائز اجمع أو أفرد إلا أن القلب ينبغي أن يكون حاضرا مع الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا الولد معاشر المستمعين أو مستمعات لا يحرمه إلا محروم الآن مئتين وخمسمائة كم عندكم سبعمائة نتدرج إلى أن نصل إلى الألف وبذلك نفوق عبدالقادر الجيلاني لتعرفوا يا معاشر المستمعين أو المستمعات قيمة ذكر الله وثمرة وفائدته إليكم الصورة الآتية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجها من ابن عمه علي المهاجر وهي مهاجر في المدينة فكانت رضي الله عنها وهي أم الحسنين امرأة عالي بنت محمد صلى الله عليه وسلم فوالله لا تطحن الشعير بيدها بالمطحنة أنتم الآن في الجنة أمي كانت تطحن وأنام على ركبتها والدقيق علي تطحن بالحجر أرح مطحنة وتكنس المنزل وتخيط الثوم وتغسله وتطبخ هذه مرض جنرال لا راتب له فتورمت كفاها من من التعب والعمل وهي ساكنة قريبة من رسول الله صلى الله وسلم فوضعت عليها عجارة أو خمار أو خرجت إلى رسول الله صلى الله وسلم تشكو إليه حاجة إلى خادمة تساعدها على شؤون البيت فوقفت بين يدي رسول الله صلى الله وعرف حاجتها ولا يملك ما يعطيها فسكت وخفر رأسه وتألم وعرفت أنه لا يملك أبوها شيئا فعادت إلى بيتها ما حصلت على شيئا وبقي رسول الله في ألمه حتى جن الظلام واختلط ونامت العيون فدخل على فاطمة وهي على فراشها مع بعلها علي فأراد أن يقوم فقال لا عليكما فراشكما فدخل في الفراش ونام بينهما هذا الذي يملك رسول الله وأعطى يده اليمنى لأحدهما واليسر للآخر هذا الذي عندنا ثم قال لهما هل أدلكما على شيء إذا فعلتما كفاكم واللهما أونة هذه الحياة ماذا يكتب لهم شيك بمليون دولار ماذا يعطيهم إسمع لتعرف قيمة ذكر ذكر الله الذي أحبه الله وأمر به ورفع أولياءه من أجله قال كونوا ذلك عون لكما لأحب لأحب جنراله جنراله الحرب ما ما تركه فيه أصعب الليالي وأظلمها ونحن ننام على الحرير على الأسر على الأنوار على كذا ولا نقول هذا الويد أين يذهب بنا عرفتم هذا الويد سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 صارت 100 ويلنا واذكئوا سواء كنت متوضعا أو محدثا جنوبا أو غير جنوب اذكئوا ولو كان جنوبا لماذا ما يذكئ الممنوع عن جنوب القرآن كتاب الله أما الذكر والدعاء لا يمنع الآن كم عندكم 800 متى نصل الألف نحتاج إلى 200 فقط نغلق الألف ونكملها والذي يذكر الله ألفا في اليوم الليلة ارتقى وصل مستوى عالي اسمعوا هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعرفون عن عمر بن الخطاب تعرفون عنه شيء ما تعرفون عمر يقول يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج تعرفون الفج والجمع فجاج الشارع الواسع الشارع الستين أو المئة الفج الشارع الواسع وما يطيق الشيطان يمشي معهما يحتفق ما يقدر أما لو كان شارع ضيق يحتفق الشيطان هذا فج ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه وقال لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة كالأنبياء لكان منهم عمر لو كان في أمتي من عهد إله من قيامة إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر أي متهيئ لأن تحدثه الملائكة عرفتم عن عمر إليكم هذا المنظر الكريم أيام خلافته رضوان الله عليه دعاه أحد الوليه أو الأمراء إلى طعام غدا أو عاشا فوضع له صفرة لا أحسب ها كصفرتكم وأنتم الآن أو نحن الفقهاء سمعتم صفرة نحن 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 الفول البيض الحليب الشاي الخبز الجبن نجد تسعة وثمانية في ذفطار ويل لا وضع له تلك الصفراء فعمار رضطر وانتفض وقام كالأسد فخاف الوالي أي خليفة رسول الله ماذا فعلت قال خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وترك الطعام هذه وحدها تكفي لعل يواهم أنا قلت لكم فقاء المؤمنين الآن مائدتهم لها نوعان ثلاثة تباتم الصلاة وحدها نوعين ولكن ثلاث عمان تفض كالأسد ما أطاق وعلل لتلك القوم بقوله أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم القيامة تجزون عذاب الهون عذاب الإهانة لأنكم كنتم متكبرين بغير الحق بما كنتم تستكبر ما في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون عرفتم عن عمار هذا ولده عبد الله غلام الإسلام هذا ولد في الإسلام عمار عبد الله يقول واسمعه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي نحسب نعد له قوله في الجلسة الواحدة أرب اغفل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة أرب اغفل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة في الجلسة الواحدة هو معهم يعلمهم يزكيهم يربيهم ولكن لما يترك الكلام يعود للذكر من الفين إلى الأخرى رب اغفر لي وتب علي إنك أنت تواب الرحيم وهم يعدون قال فنجدها مئة مرة عرفتم هذا الويد أغلى الأوراد تقومون به وإلا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت تواب الرحيم هذا خللوا به مجالسكم عندما تتحدثون عندما تأكلون عندما تطعمون عندما تجلسون من الفين إلى الأخرى رب اغفر لي وتب علي إنك أنت تواب الرحيم فيتم لك المئة والمئتين والثلاثة وتصل إلى الألف بحمد الله ذاكرا شاكرا معاشر المستمعين والمستمعات لقد تزودتم بهذه الأوراد إن شاء الله يبقى ما هو الجزاء في الدنيا قال تعالى أذكركم فاذكروني أذكركم ذكر الله لك يا عبده كم يساوي والله لو كنت تملك الدنيا بكاملها وتريد أن يذكرك الله وهو لا يريد والله ما استطعت كيف تجعل الله يذكرك ما أنت ومن أنت وها أنت يذكرك الله كل ما ذكرته ذكرك ما ترغب أن يذكرك الله في المؤمنين من لا يحب أن يذكره الله لا يوجد فلما إذن لا نذكر الله حتى يذكرنا وذكر الله لك يا بني بما يثني عليك في الملكوت العلى يحسن إليك يغذق النعم يواليها يرفع درجاتك يعلم مقامك ينعم عليك بالحياة والممات لا تسأل عن فوائد ذكر الله ويل لمن غافل عن الله فلم يذكره الله فاذكروني أذكركم ويقول تعالى واشكروني ولا تكفروني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اشتعينوا بالصبر والصلاة إن الله ما الصادعين معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات أمرنا الله تعالى بذكره ووعدنا بذكره أمرنا بذكره ووعدنا بأن يذكرنا الله أكبر ما أعلى درجتنا ما أسمى مقامنا ما أفضل مكاننا سبحان الله الله يذكرنا الحمد لله ويل للكافرين ويل للغافلين ويل للمشركين ويل للمعرضين ويل المتكبرين ويل للناسين ويلات وهنيئا للذاكرين والذاكرات فاذكروني أذكركم بالأمس قلت لك يا عمد الله أو يا أمد الله لو كنت تملك ما في الأرض وتعيد أن تنفقه من أجل أن يذكرك الله ما استطعت ولن تغفر بذلك ما أنت ومن أنت حتى يذكرك رب العرش العظيم ملك الملوك قيوم السماوات رب العالمين من بيده كل شيء يذكرك في الملكوت العلاء ويذكرك بإفضاله بإنعامه بإحسانه برحمته بشتى أنواع الذكر ومع هذا أشحاء بخلاء ما نذكر الله إلا قليلا ليما وأذكركم بما تعهدتم به أمس من أنكم تأتون بتلك الأوراد فهل وفيتم أبنائي أو نسيتم أو ما عندكم وقت أعيدها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أولا دبر كل صلاة وهي خمس صلوات في اليوم والليل موزع توزيع الحكيم بين ساعات الليل وساعات النهار سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث وثلاثين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاث وثلاثين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا وثلاثين ذي تسع وتسعون تسبحا ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذي مئة خمس صلوات بخمسمائة والله لأفضل من خمسمائة مليون دولار حتى ما تستهين بها ونبهتكم إلى أن عدوكم لا يريد أن تسموا وتسعدوا فلهذا إياك أن يلعب بك فتصبح كما يفعل الغافلون سبحان الله إملأ فاك وقلبك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر بكل جوائعك أما سبحان الله الحمد لله يركضون أكبر فلا يستفيدون حسن واحد لأنهم ما أكملوا الكلمة ما أتموها تشاهدون هذا في إخوانكم وإلى لا رأي العين للغفلة هذه خمسمائة أضفنا إليها ذكر الصباح تلك الغنيمة الباردة التي لا تعدلها الأرض وما فيها وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة سواء ما بين أذان الصبح وصلاتها أو بعد صلاة الصبح إلى أن تعود إلى بيتك إلى أن تتناول أداتك لتعمل تستطيع أن تأتي بها وأنت ماشي في طريقك على رجليك أو أن تراكب على دابتك أو صيارتك ما يمنعك لا شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنت تذكر بقلبك معاني هذه الكلمات أتذكرون المثوبة أتذكرون الأجر ما هو كان له كعدل عشر رقاب كأنك أتقت عشرة رقاب وحررتهم في سبيل الله وليس هذا فقط ورفع لك مئة دهاجا كتبت لك مئة حسنا وحط عنك مئة سيئا ولا تزال يوم كذلك كله في حرز من الشيطان كأن الملائكة بر الشاشات تحوطك طول النهاء وأنت في حرز من الشيطان لن يصل إليك ليرسد قلبك ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به من الأجر في ذلك اليوم إلا الذي قال مثلك وزاد عليك بدل المئة مئة وعشرين أو مئتين فهل هذا الورد يمكن نتركه ونحن أحيا عقلاء بكم هذا نشتري هذه الستمئة وويد الصباح والمساء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله الله لو تقول وأنت فاهم ما تقول وشاعر وتحس معنى هذه الكلمة تكاد تطيع بها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء نقولها ما بين أذان المغرب إلى الإقامة أقل من ذلك من موقف السيارات إلى هنا نكملها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هذه جائزتها أن يحط عنك مئة لا غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر هذا لا يأتي من طريق الأحاديث الضعيفة إياك أن تفكر هذا التذكير في أحاديث في الصحة لا نذكر حديثا ضعيفا حتى ما يوسوس لك الشيطان فق في ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة إذا أصبح وأمس حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر كم عندنا الآن نويد أن نصل إلى ألف ذي سبعمية وهل تذكرون عاطية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء لعلي بن أبي طالب رسول الله هو الملك هو السلطان هو الأمير هو الإمام هو الحاكم هو هو قل ما شئد وتأتي الزهراء تطلب عونا على تعب حياتها فيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الذكر بكم يقدر هذا أو الرسول واهم أعوذ بالله الرسول يغادط عاذا الله حاش رسول الله يأتي إليها وهي على فراشها مع بعلها رضي الله عنهما فيقول هل أدلكم على شيء إذا فعلت ما كان عونا لكما على أتعاب الحياة ويأخذ به علي ويسأله أحد رجالات ابن الكوى يقول يا إمام المسلمين هل تركت ذلك الذكر الذي أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال والله ما تركته حتى ولو ليلة صفين وأنتم تتركونه أعوذ بالله ما المانع يا شيخ مشغولون بشاشة التلفاز وسماع الأغاني وأصبات العوائر ومناظر الباطل والسوء محجوبون إلى متى ما هناك رحلة إلى السماء ما فيه هبوط إلى الأرض لا إنا راجونا إنا طامعون أن ننزل الملكوت الأعلى بعد ساعات أو يام ما تستطيع أن تتهيى للعووج الملكوت الأعلى ماذا يتعبك وأنت على فراشك وأصابعك في يديك سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر الله أكبر أربعا وثلاثين هذه المئة علي من علي لو جمعت هذه البشرية ما كانت عليها في إيمانها ولا صلاحها ولا علو درجتها ما يترك هذا الذكر ممكن أربعين خمسين سناء حتى ليلة من أصعب الليالي مرت به حرب أو قد نارها المجوس واليهود والنصارى ما تركها ونحن نأكل ونشرب كالضباع وننام كالبهاي بلا ذكر الله ومسلمون آه من فعل بنا هذا الجهل ما عرفنا الله ولا أحببناه ولا سألنا عنه ولا تعرفنا إليه ولا فعن ولا 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 إذن هذه كم ثمانمئة متى نصر الألف اسمعوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آه تستطيع أن تستوفي بها الألف وتزيد واسمع الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من قال لا تمزق وتلاشى من قال لا والله تمزق وتلاشى ولم يبقى له وجود عند الله إن الله وملائكته يصلون على النبي وأنت تقول لا وأنت تقول لا لا إله إلا الله إن الله وملائكته إن الله وملائكته إن الله وملائكه يصلون على النبي وملائكته كم عددهم والله لا يعرف لهم عدد لا يعرفهم من الله والملائكة الملائكة تريد أن تعرف عن الملائكة؟ والملائكة جبريل عليه السلام تجلى لرسول الله في جياد فسد الأفق كله بستمائكة مدن سدوم عموها رفعها إلى السماء وقلبها الملائكة يقول رسول صلى الله عليه وسلم أذن لي أعطيت إذنا من ربي أن أحدث عن ملك أرأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة الملائكة يصلون على النبي والبشري المسكين يقول لا ما يصل فليهذا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بعنوان النبوة أو الرسالة ولم تصل عليه تمزقت رغم أنف مرئ ذكرت عنده ولن يصل علي صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول مبشرا معلما من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة واطلع عشرة بمئة مئة بألف ألف بمليون مليون بمليار مليار بمليون إلى أين ومع هذا يمضي على المؤمنين ملايين المؤمنين والمؤمنات أربع عشر ساعة ما يقولون صلى الله عليه وسلم أما أن يستقبل القبلة أما أن يجلس أما أن يذكر ويقول الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال لمن يقول هذا مع أنها واجبة في كل صلاة إذا صليت ركعتين أو فريد ذات الأربع ركعات أو ثلاث أركعتين لا بد أن تصلي هذه الصلاة في صلاتك أو صلاتك ناقصا إن لم تكن باطلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واد عنه نيف وثلاثون صيغة من الصيغة علمها أصحابه أصحابه ونساءه وبناته أعطيكم صيغتين كبرى ما فوقها صيغة وصغى أدنى صيغة وأن تخذ بما تستطيع الكبرى هي الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلاة نصليها أعيدها ليسمعها الغافلون ويحفظوها من إخوانهم الليلة لا يبيتن رجل مننا ولا مرأة الليلة وهو لا يحفظ هذه الصلاة إلا حفظها ولو يقع باب جاره اسمع اسمع أصلي هل صلاة صحيحة وإلى لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنا أعرف أن السامعين بينهم من لا يحفظها والسامعات كذلك لكن لما رخيصة هذه لو كانت دجاجة مشوية يفزع كيف ما نحفظ الله واجب في كل صلاة طول العمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد معاشر المستمعين من كان لا يحفظها وحفظها الآن يقف لنا نار وجر المنير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من هو الذي حفظها الآن كلكم من قبل تحفظونها اللهم لك الحمد الحمد لله أبشر هذه أكمل صلاة وأسماها وأشرفها وأغلىها الصلاة الإبراهمية إذ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك هؤلاء جنرالات الدنيا القائلون أو ساخ البشر أولي أبو بكر وعمر وعثمان ورجالات الإسلام قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فعرفناه والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك إذن فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل المجيد إن شاء الله حفظت في كل صلاة بعدما نقول التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تشعرون أنكم تكلمون رسول الله ولا لا ملايين من العرب والمسلمين ما يفهمون هذا ولا ذاقوا طعمه نام قبل وجود هذه المخترعات التي فتح الله أبوابها وأناع الوجود بها ما كان المؤمنون إلا يسلمون لله فقط اضطربوا وقالوا كيف نقول السلام عليك أيها النبي وهو غايم أيام كان يصلبين نام هو بين أيدينا لكن بعدما مات كيف نقول السلام عليك أيها النبي نقول السلام على النبي قال العلماء اسكتوا ما هو شأنك ماذا علمنا رسول الله أن نقول هذا وتمضي القرون ونحن الآن موقنون أننا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركته فتصله على الفرع ويود السلام ومن شك في هذا لا عقل له هبط لأن أنا الآن نتكلم مع أمريكا هذا صح هذا صح ولا لا ومع الله لا أعوذ بالله من هذا السؤل والفهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتصل فتصل كل عبد صالح في الملاكوت لعلى والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده واصل اسم كل صلاة وأنت بين يدي الله والله أنت بين يدي الله تشهدها للشهادة وتكررها طول حياتك ذلك معراجك إلى الملاكوت العلى كل صلاة نعيد شهادة الدخول بالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نصلي على النبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إباهيم وعلى آل إباهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إباهيم وعلى آل إباهيم إنك حميد المجيد حرفتم هذه الصلاة في كل صلاة هذه أعلاها أدناها اسم اللهم صل على محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وسلم تسليما هذه أديت بها الواجب إذ بهذا أمرك الله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن قلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما أديت الواجب عرفتم هذه تستطيع مئة في خمس دقائق اللهم صل على محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وسلم تسليما مئة مئتين وإن أردت أن ترقى إلى ما أفضل من هذه زيد كلمة وآله اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كم تصلون على النبي سرسف اليوم أعطيكم وردا على الأقل ثلاثمئة مرة يا شيخ شغلتنا عن دنيانا أخذت عنا نومنا تركتنا في هذه تتعب لما تقول الله صل على محمد وسلم تشعب بالعياء ما الذي وأنت ماشي أو أنت نائم وأنت تنتظر الصلاة ما تنتظر الصلاة أبدا تنتظر من الأذى اللي قام كم تصلي على النبي ألف مرة على الأقل ثلاثمئة مرة في اليوم الليلة منها مئة نوزحها بعد الصلاوات الخمسة كل صلاة صليها فريد صلي عشرة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة مرات لا استغفر لا عشرين عشرين مرة خمس صلاوات بمئة اللهم صلي على محمد وسلم تسليم اللهم صلي على محمد وسلم تسليم عشريين مرة عام إنها ورد ما فيش دقيقة هذه مئة ومئتان واحدة في الصباح وواحدة في المساء والحمد الله كملت وإلى ثلاثمئة لأن حد الكثرة قالت العلماء علماء السلف ثلاثمئة ما تقول أنا ذكرت الله كثيرا إذا ما تذكر ثلاثمئة مرة في اليوم والليلة عرفتم لكن الذكر الآن نذكر ألف لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم ذكر لله عسم اللهم صلي ناديت الله وإلى لا ذكرته وإلى لا ذكرته بأعظم ذكر فلهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصلاة تنادي ربك اللهم معنى 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 يا الله حدفت وابدلت بها الميم لأن الله ماه غائب حتى تنذي يا اللهم تعرفون هذه الميم هذه في اللهم عوض عن ياء النداء بدن ما تقول يا الله قل اللهم ماهو ليم لأن الله ليس بغير أبدا قل بشفتيك يسمعك يعلم دقات قلبك ونبضات عروقك اللهم صل على محمد وسلم تسليما بعد صلاة الصبح قبلها مع الويد الأول اخلقها مع ثلاثمئة من منكم مستعد أي أي مانع ما فيه مانع أبدا من ساعة ما تصلي الصبح أو تمشي أنت في طريقك إلى صلاة الصبح تأتي بالأوراد هذه أنت عائد من صلاة الصبح تأتي بها أنت جالس تنتظر إقامة الصلاة تأتي بها سبحان الله وبحمده أنا إن سيتها آتي بها ما بين الإقامة والدخول في الصلاة سبحان الله وحمد ما تم الإقامة ويريد يدخل الإمام في الصلاة وكملها ما فيه أما تحبون أن يكون الله معكم دائما وإلا لا أو تستحون منه أما قال لنا أنا مع عبدي إذا ذكرني أنت مع الله أنا مع عبدي إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه وإن ذكرني في ملأ جماعة ذكرت في جماعة أفضل وأقدس الملائكة ليسوا البشر إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وإلى لا وزيادة ذكر ودعاء تعرفون قيمة الدعاء وإلى لا احفظوا هذا الحديث الدعاء هو العبادة احفظ ما تستطيعون قولوا الدعاء هو العبادة حصر العبادة في الدعاء الدعاء هو العبادة ورد الدعاء مخ العبادة انزع المخ من الحيوان يبقى حيا انتهى إذا بطل الدعاء بطلت العبادة الدعاء هو العبادة قد يقول القائل اكثرت يا هذا من الذكر ما الذكر الناس في حاجة إلى مقاومة الزنا والربا واللواط والخيانة والكذب والسريقة والإجرام وعقوق الوالدين خمت الدنيا ونحن نقول هل الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يغشون هذه الكبائل من الذنوب والله ما كان عبتم الشيخ يتحدث على علم الخصن الحصين هو ذكر الله عز وجل الذي يذكر الله بقلبه ولسانه مشدود بالسماء مغبوط مع الله يزني اتحداك يقول كلمة سوء وهو ينطق باسم الله والله ما كان اه لو ذكرنا الله انتهت الجرائم وانتهى الباطل والشهر والبساد نهائيا لا رشاش ولا بوليس فقط ذكر الله قلوبنا مع الله كيف نقدم على معصيته ونحارب ونحارب دينه وأوليه ونحن معه نذكره ما يصلطنا انه معنا فهمتم هذا وإلا ما تفهمونه قل بربك من يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويمد يده ليأخذ الباطل يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله ويفتعينه في مجالة ينظر إليه والله ما كان حصم عصيم ما وقعنا في الجرائم إلا بعد الإعراض عن ذكر الله تعالى أما أثنى الله تعالى على الذاكرين أما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات خالق الطباع وغارزه وليقول وإليكم حادثة وقعت في بني إسرائيل أيام عيسى عليه السلام وابن خالته يحيى عليه السلام أرحى الله تعالى إلى يحيى بأربع كلمات أن يقولها لبني إسرائيل ويعمل بها وفي ذلك الوقت بني إسرائيل كالمسلمين اليوم الكعب العالي والرباء والزنا والدنيا والتكالب مثل المسلمين الآن إذن فخاف يحيى كيف يواجه بني إسرائيل لذي عام فتردد فقال عيسى أعطنيه أنا أقوله وليكن ما يكن خائفوا لنا الآن في العالم الإسلامي ما يستطع العالم أن يقول كلمات ولعل يواهم فالواقع يمزق إذن لما خاف قال عيسى أنا أقولها فأضطعب يحيى وقال يا وإحيد كان ما أقولها أنا أقولها طلع في شرفة منزل تهرب حتى ما يصل لي بالعجارة تعرفون شرفة المنزل طلع فوقها واجتمع بني إسرائيل يحبون التجمعات كالعرب الآن المسلمين هذا جاء مغني وإلا دجال يمتلئ السوق عليه فامتله تعالوا انظر يحيى ماذا يريد أن يقول وقالها أبرئ ذمته هذه الأربع الكلمات منها وآموكم بذكر الله فإن مثل فإن مثل ذكر الله مثل حصن حصن كإنسان جرى العدو ورأه يجري وهو هارب 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 وجد حصن فدخله وتحصن به هذا مثل ذكر الله تعالى الذي يريد أن ينجو من الشيطان فلا يزن ولا يسرق ولا يغتاب ولا ينمم ولا يكذب ولا يفجر ولا يعق أمه ولا يعصي الله ولا رسول الحصن من الشيطان ذكر الله لازم ذكر الله بقلبك ولسانك ما يقوى الشيطان على إفسادك عرفتم هذه الحقيقة إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله ودعاء وصلاة على المصطفى فلهذا أفضل أنواع العبادة ما ننسى هو أخرى تلاوة كتاب الله عز وجل هذا ذكر عظيم ذكر وحصول على العلم الذي يتل كتاب الله متدبرا متأمنا يحصل على أنواع العلوم والمعارف المختلفة المتنوعة وفي نفس الوقت هو يذكر الله سبحانه وتعالى من ساعة ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أن يفرق من تلاوته وهو مع الله يتل كلامه ويتدبه ويذكر اسمه قل ما تمر آية ما فيها اسم الله فهو نعم الذكر القرآن ولهذا سماه الله ذكر أما قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر القرآن صاحب الذكر ما قارعه عبد إلا ذكر الله كيف تقر القرآن ما تذكر أن من أنزله هذا كلام الله والذكر الحاكيم تلاوة القرآن إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما بهذا تكون قد أتيت بورد يزيد على الألف ويزيد أهنئكم وأحمد الله تعالى إليكم على ما فزتم به في ليلة غماريه ووفوا وانتبهوا عرفتم وإلى لا ما بقي بيننا من يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يكل ربا ولا يفعل جريم أبدا لأننا في عصمة الله ما دمنا ذاكرين لله هذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم وما معنى واشكروني ولا تكفرون واشكروني إنعامي إفضالي إحساني ولا تكفروه وتغطوه وتجحدوه ومن مظاهر شكر الله على إنعامه على خلقك أنت مخلوق وإلى لا في من يقول لا مجنون آخر يجوه من المسجد في من يقول أنا لست في مخلوق عاقل يقول هذا الكلام مجنون مخلوق اسم مفعول من خلقت الفطر تصرخ تقول الله الله هو الذي خلقني هذا الخلق كم يساوي ديتك كم مئة ألف ديتك مئة ألف ولو جزأناك دية العين كم دية كاملة دية اللسان دية كاملة كم إذا ملايين كل هذا الإنعام ما تحمد المنعم ولا تشكر تعجز أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وفي هذا المعنى يقول الحكيم أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة بيت شعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح عرفتم الشكر ثلاث مجالات يكون بالقلب كيف يكون الشكر بالقلب يا شيخ الشكر بالقلب هو الاعتراف الباطني بنعمة الله اعترافك في قلبك بأن هذا ريال من فضل الله بأن هذا اللسان من عطاء الله بأن هذه الحياة من فضل الله هذا الاعتراف بالقلب هو الشكر اذ كم من جاحد كافر لا يعترف بقلبه لله بنعمة ولا بفضل ولا بإحسان ابدا وذشأنه كل كافر على الأرض هل يعترفون بما أنعم الله عليهم بقلوبهم لو اعترفوا لوقعوا ساجدين بين يد الله فأولا أن تعترف بقلبك بهذه النعمة سواء كانت النطق وإلى البصر ولا ريال ولا الصحة ولا الولد ولا الزوجة ولا 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 حتى الظل تحت شجرة عندما تحصل النعمة اذكرها لله بقلبك أن هذا من فضل الله أما أن لا تذكرها بالقلب هيهات أن تذكرها باللسان أولا القلب وهو اعتراف قلبي باطني بنعم الله ثانيا تترجم ذلك الاعتراف الباطني بلسانك الطيب الطاهر فتقول الحمد لله الحمد لله والشكر لله هذه الكلمة الطيبة تزين الدنيا وما فيها الحمد لله الحمد لله عندما تشعر بأي نعمة وأنت تقول الحمد لله فمن هنا إن شربت ماء أو لبنا أو عسلا أو ماء طاهرا بعدما تفرغ مباشرا يجب أن تقول الحمد لله إذا أكلت طعاما أي نوع أكلت خبزا حافا بلا مرق وفرغ تقول الحمد لله ولن تقول الحمد لله إلا بعد أن عرفت إنعام الله عليك بقلبك فقلت الحمد لله إذا ركبت ووضعت جسمك على الدابة أو مقعد السيارة أو الطيارة الحمد لله إذا ماذا إذا أكلت إذا شربت إذا ركبت عندما تفرغ من النعمة تقول الحمد لله ومما أذكره للصالحين استدعانا لطعام أحد الإخوام في بريدة من سنوات استعد دعانا على طعام ووالده شيخ كبير وضع المائدة وأخذنا بسم الله ناكل وذاك الشيخ الكبير أبو هذا الأستاذ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغن من الأكل ممكن ساعة أو زيادة الحمد لله كلما ذكر النعمة وفكر فيها فاضت نفسه الحمد لله الحمد لله عرفتم الحمد لله قيمتها جاء في الترات والإنجيل صفات هذه الأمة وأنها الحمادون صفاتنا في الترات والإنجيل أمة آخر الزمان أمة محمد صلى الله تُعرَب بالحمادين ما معنى الحمادين كثير الحمد وهكذا هيا معنا إلى المستشفى إلى أسرة المرضى المؤمنين الذاكرين الله كثيرا والذاكرة كيف حالك يا إبراهيم الحمد لله وهو يموت عرفتم هذا ولا تلتقي به على عكاز جايع كيف حالك الحمد لله عرفتم هذا هؤلاء هم الذاكرون الحمادون أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما نأخذ بهديه ونسلك سبيله ونتمسك بطريقه أما إذا غفلنك ما غفل ملايين منا ما يعرف الحمد لله كيف حالك هم أنصباء كيف حالك طيب تعرفون هذا ولا الحمد لله لا يقول إلا الأحياء أحياء القلوب والضمير العارفون بالله الشاكرون الذاكرون إن شاء الله لا يفارقنا لفظ الحمد لله نستيقظ منه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإلي النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري لا إله إلا الله هذه ما تطيقونها يا أبنائي تأملوا هذا ذكر رسول الله عندما يصيقل من النوم ماذا يقول الحمد لله الذي يرد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري فهمتم معنا آذن سمع لي أن أذكره وإلا ما أنا ومن أنا حتى أذكر ذا الجلال ولكرام لولا إذنه لنا نحن أهل لأن نذكره ما تعرفون هذا أنا عرفت هذا من العجائز في القرية لما تغضى بالعاج ما تذكر اسمي فهمتم هذه ولا ما تذكر اسمي أنا أجل أن تذكرني أنتي ما ذقتم هذه وآذن الله لنا أن نذكره ويثيبنا على ذكري الحمد لله الحمد لله يستيقظ أبو القاسم فيقول الحمد لله الذي يرد علي روحي لأنه فارقت الجسم أو تقول والله فارقته هامة نعم التيار متصف بالملاكوت الأعلى تعفت هي أو إلا لا رد علي يا روحي وعافاني في جسدي قد يقوم الإنسان من نوم يعمى ممكن مشلول يملك شيئا ومع هيا تاكلوا عدو يغرس في حرب من عافاك وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره هذه عرفتم أذن لي سمح لأن أذكره وإذا أجل وأعظم من أن نذكره نحن وأذن لي في ذكره حمد الله حمد الله باللسان أولا للقلب يتحرك يذكر النعمة والمنعم فيلهج بكلمته الحمد لله هذا نرقنا الشكر والثالث أن تصرف النعمة فيما أحب أن تصرف فيه وإلا فأنت كافر النعمة ولست له بشاكر أعطاك ريال أو ألف أنفقها فيما يحب فيما أذن لك أنفقتها فيما نهى وحرم والله ما شكرت واستهزأت وسخرت ما أعطاك ريال أبدا لتشرب به السم أو تقتل به عمر أعطاكه لتنفقه عليك أو على من تنفق من أجل أن يعبد الله بالذكر والشقعي هنا وقف لو نتأمل ها لو عرف إخواننا هذا والله ما شرب الأفيون ولا الكوكاين ولا الدخان ولا السجاية ولا الخم ولا ولا أبدا كيف يعطيك هذا ريال وتعصيبه أين يذهب بعقلك إلا إذا قلت أنا كافر يا شيخ هذا نعم أما أنا مؤمن يعطيك الدين والدرهم إفضالا منه وإحسانا أنت ما خلقت ولا أوجدت هو الذي سخر لك وأعطاك ثم تعصيبه كيف هذا هذا شكر النعمة أو كفرها قولوا كفرها والصحة البدنية من وهبك من أعطاك صحة بدنك فكيف تستخدم هذه الصحة ضد ربك ضد الذي أعطاها فتذبح المؤمنين وتبقى بطونهم أو تسلب أموالهم وتنتهي كأراضهم هذه الصحة من أعطاك إياها ما هي نعمة الله أهكذا يكون الشكع قوة البدن تستخدم ضد أولياء الله يا شيخ ما تعلمنا ما عرفنا هذه علتنا ما علمتمونا أنا أقول ما جئتمونا ما قرعتم أبوابنا ما اجتمعتم في بيت ربكم وناديتم أن علمونا أنتم شاردون تائهونا في المقاهي والملاهي والملاعب وكيف نتعلم كيف نعم العل أننا ما تعلمنا والله ما تعلموا ملايين مليارات ماتوا أحياء ما جلسوا هذا المجلس ولا عرفوا ما عرفتم هذه الليلة أبدا فما الحيل إذن نبكي فقط هيا نستأنف الحياة من جديد ما زالت الحياة بأيدينا ماذا نصنع لقد مللنا هذا الكلام ولن ملع حتى ننتهي الطريق بلغوا رجال الحكم عندكم بلغوا رجال العلم بلغوا البصراء بلغوا الأذكياء أن الطريق هو أن نعرف أننا مسلمون مؤمنون نريد أن نسكن السماء في الملكوت الأعلى وعليه الطريق إذا مالت الشمس إلى الغرب ساعة السادسة مالت قف دولا بالعمل وقف توضى احمل زوجتك وأولادك إلى بيت الله ما هي مكة بيت الله مسجد تبنونه في القرية أو في الحي وتجلسون والله يفتح ويعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اشتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معاشر المؤمنين والمؤمنات أمعنا الله تعالى بذكره ونحن الرجال عبيده والنساء إيماءه هو مالكنا ومالك أمرنا خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا أمرنا بذكره وأمرنا بشكره فهل ذكرناه الجواب نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأحد أصحابه البار الطاهرين وهو معاذ بن جبل الأنصار يا معاذ والله إني لأحبك من هذا معاذ الذي يحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يحبه فهل من أحبه رسول الله يشقى هذا الوسام لا يدانيه وسام والله يا معاذ إني لأحبك والرسول لا يحب إلا الطيبين الطاهرين لأن رسول مع ربه يحب ما يحب ويكره ما يكره والله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين يا معاذ والله إني لأحبك فلا فلا تدعن أي لا تتركن أن تقول دب وكل صلاة اللهم اللهم عبد عبد أحب أحبه الله فأحبه رسول الله صلى الله عليه سلم فهل يعقل أن يسمعها منا عبد أو آم ولا يفح بها ولا يستمر عليها حتى الموت غير ما قول إلا ما كان من أهل الغفل والعراض والنسيار فوجوده كعدمه فهل يعقل أن أحد السامعين أو إحدى السامعات ممن لم يبلغ هم هذا لا يحفظون هذه الجملة الليلة ولا يقولونها دبع كل صلاة ما أظن هذا يقع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أتدرون لما لقد سبق أن عرف السامعون والسامعات عرفوا وليعف الحاضرون والحاضرات من الزائرين والزائرات أن علة الحياة وسر هذا الوجود هو الذكر والشكر لن يستطي أحد غير أتباع محمد صلى الله وسلم أن ينبئك بهذا النبأ لو تسأل الحكماء والعلماء ما سروا هذه الحياة ما علة هذا الوجود لم كان تجد الجواب أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فخلق هذه العوالم كلها وخلق الإنس والجن والملائكة من أجل أن يذكر ويشكر فمن ذكر وشكر أكرم أسعد أخلد ومن كفى بذكري وشكري خسره تخصيرا وأشقاه شقاء أبديا أبعد أن يعرف العاقل سر هذه الحياة وهو ذكر الله وشكره ويترك الذكر ويغفل عنه ويؤد عن الشكر الشكر ولا يقبل عليه كيف يؤقل الذكر والشكر وها نحن مع هذه الآية الكريمة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقد وقد علمنا أن الذكر يكون باللسان والقلب وخيره ما تواطع فيه القلب واللسان خير الذكر وأفضله ما تواطع فيه القلب واللسان القلب يذكر واللسان يترجم ويندق وقد عرفنا معاشر المستمعين والمستمعات أننا لا نعرف بما نذكر الله ولا كيف نذكر حتى يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نذكر الله وكيف نذكر لا مجال للعقول هنا والفهم والأفكار هذا الذكر توقيف الله يعلمنا ورسوله كيف نذكر ربنا وقد عرفنا من أنواع الذكر ما علمتم أفضل أفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له لها الملك ولها الحمد وهو على كل شيء قدير يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل الله صاحب هذا الويد مثلك وزياد كيف يترك هذا الويد رجل سمع هذا أو مرأة أنا أحتار ما أدري كيف كيف يعقل ما ما لنا ما لنا رغب في السماء ما نريد الملكوت الأعلى ما نحن طامعون في دار السلام ما عرفنا لماذا خلقنا الجواب ماذا نقول أيعجز أحدنا عن مثل هذا الورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة يعدها بأصابعه بالحصاب بالنواء بالمسبح بعد صلاة الصبح أو قبلها حين يصبح ويحط الله تعالى عنه مئة خطيئة ويعفع له مئة حداجة يكتب له مئة حسنة دخل يومي ويعفو عن مئة سيئة ماذا بعد هذا وظل يومه ذلك كله في حرز من الشيطان حتى يمزي لا يقوى الشيطان على إغوائه أو إضلاله أو إفساده أو إهماله وتضييعه في حماية الله مناء ربانيا ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر إلا من قال مثله وزاد هذه الأوراد ذكرنا منها ألف تسبيح اللهم لا تحرمنا ما حيثنا اللهم لا تحرمنا ما حيثنا وعرفنا أن الذكر حصانا مناها لا تعادلها حصانا أو توازيها مناها وبالبرهن والتدليل قلت لكم أيها السامعون المؤمنون من يستطيع منكم أن يذكر الله بقوله سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر ويفتع عينيه يتعمد النظر إلى مرأة لا تحل له هاته أو يقول الله أكبر أو سبحان الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويمد يده ليسلب أخاه ما له أو يقول آمنت بالله آمنت بالله سبحان الله لا إله إلا الله ويستطيع أن ينطق بكلمة سوء أو بذاء أمر مفوغ منه إن ذكر الله بقلب ولساني ما يجرؤ ما يقوى ما يقدر على أن يخرج عن طاعته والأدل والبراهين قائمة جرب تجد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحد شبيبة بني إسرائيل كانت له بنت عم وراودها عن نفسها ولإيمانها تتمنع وأبت عليه حتى ألجأتها الظهور جوع البطن فاطرحت بين يديه فلما دنا منها وجلس منها مجلس الرجل من مأطعه ذكرت ربها وقالت أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه ما إن سمع كلمة الله أما تخاف الله حتى انتفض وصرخ وهو يذكر الله وترك وترك ما أعطى من دنانير ما زلت على علم مما أقول إن أبدا يذكر الله بقلبه أو لسانه ما يقوى على أن يعصي الله وإنما يعصي الله الغافلون المعرضون عن ذكر الله والله العظيم للفسق والفجر والظلم وأخبات الخلق هم الذين يعرضون عن ذكر الله أما الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فهيهات آيات أن يتلوثوا ويتدرن بأوساق المعاصي وأوضار الذنوب فلهذا أمرنا الله بذكره فاذكرونه وجعل الجزاء أن يذكرنا بإنعامه بإحسانه بإفضاله بهدايته بتوفيقه بنصري برفع الدرجات بل بذكرنا بذكرنا بنفسه إذ قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى يقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ خير منه وكيف وهو القائد فاذكروني أذكركم في الدرس السابق والذي قبله ما نبهت وهذا أوان التنبيه لقد بدأنا حديثنا وقلنا كيف نذكر الله ما نستطيع أن نبتكر أو نخترع أو نوجد ذكر نذكر الله به بل لا بد من تعليم الله لنا برؤسطة كتابه أو رسوله لا بالأحلام ولا بالمنام وما قال لي ما هذا موسى الكليم هذا موسى كليم الله أي الذي يكلمه الله كفاحا وجها لوجه بلا واسطة في جبل الطول قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به سأل الله أن يعلمه وإلا لا فقل قل لا إله إلا الله فلا تفهم أن عالما يخترع ورد من الأراد ويقدمه للطاهرين والطاهرات يريدونه صباح آيات آيات فلا بد من أن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نذكه ربنا فمن هنا الذين يذكون الله من أهل الغفل والجهل بلفظ الضمير وهو هو 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 هؤلاء ابتدعوا ذكا لله والله عز وجل ما اسمه هو أبدا هذه أسماؤه التسعة والتسعون حواه كلامه كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم والله ما فيها كلمته هو ضمير غيب يطلق على كل غائب إبراه إبراه هو الذي أمر بذبح إسماعي علي هو الذي خلف عثمان في القلاة كلمته وتعود على غائب ذكر ماه من أسماء الله والغافلون وأهل الجهل يذكون الله وإذا نبهنا وقلنا عباد الله تعلموا كيف تذكرون ربكم يغضبون ليهما إنما العلم بالتعلم كذلك أوراد عند الغافلين من أهل الجهل يذكرون الله بالاسم المفرد هو ثم يقولون حي 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 يعني يا حي يا حي يا حي يحذفون حرف النداء حي 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 ربع ساعة وعشر دقائق وساعة ما هكذا يذكر الله يا عبادة تعلموا سألوا أهل العلم تتعلموا ومنها ومنها الاسم المفرد أيضا الله 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 منهم من يذكر سبحة كاملة مئة ومنهم من يذكر ألف وأنا لا أهلومهم لأنهم ما عرفوا ما علموا ما جلس لهم العلماء ولا علموم ولكن لامون لما لا تسألون إنما شفاء العي السؤال كما يقول رسول صلى الله وسلم هذا التنبيه اعوه واحفظوه وفهموه أردت أن تذكر الله تعلم كيف كان رسول الله يعلم أصحابه ذكر الله كما علم معاذا هذا الذكر هذه الدعوة المباركة قل اللهم معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير كما قال للذين رفعوا شكواهم إليه تململوا لأنهم ما يتصدقون إذ لا يملكون الدنا والدرهم ولا التمر ولا العنب بما يتصدقون فرفعوا شكواهم إلى رسول الله وقد علمتم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصومون كما نصوم صلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق فهزوا كيف نلحق فقال تسبحون الله دبعا كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون الله دبعا كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله دبعا كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير علمهم الذك والتسبيح ولا لا ما وكلهم إلى أنفسهم فقال اذكروا كيف نذكر أعلمهم والجائزة العظمى التي أخذتموها هنيئا لكم بها وهي فقط سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة في الصباع ومئة في المساء الجزاء الجائزة العظمى ما هي حطت خطاياك يا ابن آدم ولو كانت مثل زبذ البحر وإياك أن تقول كيف وإن شدت بينت لك عبد يذكر الله فالصباح والمساء يواجه الله بهذا اللفظ وهو في قلبه ولسانه سبحان الله وبحمده هذا يزني يسرق هذا يكذب هذا يشساد الزو هذا يقتل أخاه هذا لن يكون إنما يفعل تلك الجرائم الغافلون التائهون المعرضون الذين ما عرفوا الله حتى يبجلوه ويعظموه ويسبحوه لعل يواهم هذا هو الواقع وإن زلت قدم عبد من أهل هذا الولد في يوم الأيام الله يمحوها بكلمة سبحان الله وبحمده يفيض بها قلبه ولسانه فتغطي ذلك الأثر وتزيله وأتبع السيئة الحسنة محوها إن الحسنات يذهبن السيئات إذن هذا الذكر عرفتم أنه الحصن 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 لا حصن أحصن منه أبدا فالذي يذكر الله ليلة ونهارا ما يقع في مزاب للذنوب وأوساق وأوضار الجرائم وإنما يقع فيه هذا الغافلون عندك الله والشكر معاشر المستمعين أو المستمعات أشعنا أمس إلى بداية البيان فقلنا الشكر يقوم به القلب واللسان والجوارح وأسمعتكم بيت الحكيم أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب أفادتكم النعماء أي النعم مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح بخلاف الذكر بالقلب واللسان وإن شئتم عمم الذكرى ونعم الصائم ذاكر المرابط ذاكر المجاهد ذاكر الماشي إلى المسجد ذاكر المتصدق ذاكر كل عامل خير هو ذاكر ولولاذك الله ما عامل إذن وبدأنا فقلنا أذكر نعمة الله عليك في قلبك فلما تذكر النعمة على الفور لسانك ينطق بحمد الله عليها الحمد لله الحمد لله أولا تذكر النعمة بقلبك التي أنعم الله بعليك كم نعمة يا شيخ نذكرها أما الله تعالى فقد أخبانا بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من يقول أن أحصيها يكفر الله أخبرنا وهو المنعم بأننا لو حاولنا عد بالآلات هذه نعم ما نعصيها أبدا أتدري أن أنفاسنا التي نرددها من نعم الله فكم تعد هذه الأنفاس لا تحصر لا تعد إذن هذه النعم أذكر النعمة نعمة السمع أنت تسمع وقل الحمد لله أذكر نعمة البصر أنت تبصر وهناك من لا يبصر فقل الحمد لله أذكر نعمة المنطق أنت تنطق وذاك أبكى ما ينطق فقل الحمد لله أذكر أنك تشرب ما عذبا وهناك عطشان ضمآن فقل الحمد لله أذكر أنك بيديك تتناول وتعطي وتأخذ وغيرك معدوم اليد مقصورها مقطوعها فاذكر نعمة الله تشكر أذكر النعمة بقلبك وترجم ذلك الذكر بلسانك بكلمة الحمد لله الحمد لله واملأ بها فاكا الحمد لله هذه الكلمة تزن الدنيا وما فيها واسمعوا خبر رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فقال فيها الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ مثلا فجأة نعود إلى الدنيا فجأة وصل لك شيء بمليون دولار عظيم هذا كيف كيف تشكر الله لو أعطاكه رجل كيف تشكر هذا رجل كيف تصنع معه فإذا أعطاك الله ما أعطاك وقلت في تلك النعمة التي أعطيت الحمد لله كان قولك الحمد لله أعظم من تلك النعمة أفضل وذلك لأن الله تعالى يحب الحمد فلهذا حمد نفسه بنفسه أما قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل لك تعالى عبده الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد للفاطئ والسماوات والأرض حمد نفسه وإن لا وهو المحمود بكل لسان ولكنه يحب الحمد فإذا عرفت يا عبد الله ما يحب مولاك قدمه إليه توسله به إليه تملقه بما يحب إن أردت الحظ عنده والدرجة رفيع لديه الله يحب الحمد وإلا تملقوا به الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا وقد ذكرت لكم أمس للعبرة علنا نعتبر ذكرت أن رجلا من المؤمنين في مدينة بوريدا استدعان ولدو الأستاذ إلى طعام فجلسنا وجلس الشيط الكبير معنا من لحظة وضع الطعام فيها وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا من الأكل قد يقول من طلابنا الصغار الذين ما عرفوا الطريق هذا مبتدع ولكن الجهل صاحب يقول ما يقول الحمد لله الحمد لله والله لو تبقى يومك كله الحمد لله الحمد لله ما زادك ذاك إلا حب في الله الشكر معاشر المؤمنين أو المؤمنات أولا تذكر النعمة هل يفهم السامعون معنى ذكر النعمة على الأقل التي تزاولها طعام بين يديك النعمة التي أنت متلبس بها تذكرها بقلبك ترجم ذلك بلسانك الحمد لله وذكرنا ما يادين ذلك أليس أحدنا إذا شرب وارتوى وأبعد الإنام فيه ما يقول الحمد لله لأنه عاف أن هذا الماء من خلقه من وهبه إياه من وصل به إليه كيف وضع بين يديه كيف قدرى أن يشربه لو شاء الله لا يبست يداه وأغلق فاه ولا يستطيع أن يشرب نملك نحن شيئا فرغنا من الأكل قل أو كطر لذ أو لا أو لم يلذ فرغنا الحمد لله وحتى إذا لبس أحدنا ثوبه يقول الحمد لله الذي كساني ثوبا ولو شاء لا عاني علمنا هذا رسول الله الحمد لله الحمد لله الذي كساني ثوبا ولو شاء لا عاني نحن خلقنا الثيابة خلقنا أدواتها صنعنا من من الله خالق كل شيء وقد ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم لما يستيقظ وكلكم ينام ويستيقظ لما يستيقظ يقول الحمد لله الحمد لله الذي يرد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره هل تقولون هذه أو ما علمتموها اليوم علمتموها غدا بمجرد أن تتحرك من فراشك وتجلس ماذا تقول احمد المنعمة على نعمة اليقظة بعد النوم الحمد لله الذي يرد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره وهذه التي وقفنا عندها أذن لي في ذكره لو لم يسمح لنا أن نذكره نذكره نحن أهل أن نذكره لعظمته وجلاله وكبرياره والخلق كله في يديه وبين يديه من نحن حتى نذكر اسمه وقد قلت لكم عوام الناس يعرفون هذا المعنى تتكبر عن أختي لا تذكرني لا تذكر اسمي أنا أقدس من أن تذكر اسمي والله عز وجل ينتدبنا إلى ذكره ويطلب ذلك ويعيدنا بالأجر العظيم عليه عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي يرد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي في ذكره ثم ذكره ثم شكر النعمة الاعتراف بالقلب الحمد باللسان صرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها على العبد هذا موقف من أجمل المواقف تأملوا بدأنا به أمس وأذن المؤذن على سبيل المثال أعطاك الله علما تعلمته تعلمته من علمك الله جلاله هو الذي علمك هذا العلم نعمة إيه والله لنعمة ومن أجل النعم وأعظمها هذا العلم أشكر الله عليه بما يكون شكر هذا النعم هذا العلم بالعمل به فمن علم علما ولم يعمل به والله ما شكره جهده نعم علم ما يعمل إذا شاهدته يعصي ويتعدى الحدود ويفجر ويقول الباطل والسوء هل تقول هذا علم ممكن تقول علم والله ما تقول علم هذا جاهل كيف لأنه جحد العلم كفره غطاه ما عرفه ولهذا خرج عن دائرة أهل العلم هذا علم بعلمه ما علم إذن ما شكر كفر ما شكر هذه النعمة صاحب المال الذي أعطاه الله مالا قل أو كثر إذا أنفق هذا المال أو بعضه في معصية الله والله ما شكر الله أغضب الله أي يعطيك ويملأ يدك وجيبك وتتحداه وتعصيه وتخش بماله عن طاعته أي يجيز هذا عقل من الناس تأملوا يا رحمكم الله أنت مؤمن بأن مالك من الله وإلى لا هو الواهب والمعط أصبح في جيبك هل يجوز أن تغضبه به كيف تستطيع قل لي بربك المثل العادي فلان أعطاك تفضل عاصة تذب بها عن نفسك تضربه بها أي عقل هذا الكلام هذا مجنون هذا أعطاك خمسة ريالات عشر تعطيها لي أخو تقول له اضرب هذا الشيخ أو سبه واشتمه أعطيك أنا هذا المبلغ أي عقل هذا ما يعقل ولهذا قلت بالأمس وبدأنا بالسجاير وانتهينا بالكوكايين والأفيون والبير والحشيش والخمر من العاجب أن يهب الله عبده المؤمن به مالا ويتحداه وينفق ذلك المال ضده هل ترون أن الله عز وجل يحب الخبث أعوذ بالله إن الله طيب لا يقبل أنه طيبا أما حرم الخمر وكل مسكر نعم فإذا أعطاك ريال عشر وتشرب أنت ما حرم أنفقت ماله ضده والله لو لا حلم الله لا قتلك لا أيبسك كالشهجة أو لا حرمك العطاه بعد ذلك اليوم إلى أن تموت ولكن الله حليم كريم حلمه يعطيه مالا لينفقه على نفسه ليبقي حياته صالحا صالحا لذكر الله وشكره فيعطي ذلك المال لينفقه ضده معاشر المستمعين بيننا من يدخن ما بلغته الدعوة ما عرف أما الليل لا أحسب أن مومنا يذكر الله عز وجل أن يخج من الآن ويبقي السجارة في جيبه أو يتعاطاها فرلا عن أن يشعب المسكرات والمدمرات تلك ليست لنا المخدرات والمسكرات لقوم لا يؤمنون بلقاء الله لا يعرفون وعد الله لا يذكرون الله والله ما يذكرون الله أما الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كيف يستبيحون ما حرم الله بدون إلجاء ولا اضطرار ولا إكراه ولا ولا باختيارهم ما كان ولن يكون أبدا إلا مع الغافلين المعارضين عن ذكر الله عز وجل وهكذا إذا أنعم الله عليك بنعمة احمده بقلبك اذكرها في قلبك وترجمها بلسانك بكلمة الحمد لله واصرف فيما أعطاك من أجلها بدنك نعمة كبيرة صحة فهل يصح ويجوز عقلا أن يهبك صحة لتذكره وتشكره وإذا بك تعصيه وتفسق عن أمره وتخرج عن طاعته بما وهابك من بدن وقوى لا يصح هذا أبدا على كل أرشدنا الله تعالى إلى المعين فقال عز من قائل واستعينوا على الذكر والشكر بالصبر والصلاة من رأى العجز وعدم القدر على أن يواصل الذكر والشكر ولا يعجز أبدا ولا يكل ولا يمل فليطب العون بما أرشد الله تعالى إليه قال الصبر أما قال واستعينوا على الذكر والشكر طول الحياة بما قال بالصبر والصلاة ما هو الصبر يا شيخ الصبر هو حبس النفس وهي كارحة حبسها وهي كارحة على أن تذكر الله وتذكره كلما حاولت أن تفر أن تهرب أن تعرض ألزم بالإكرار وواصل إكرارها جاهدا مجاهدا حتى تذعن حتى تسلم حتى تهدأ وتطمئن وهنا رياض أي رياض هذه وهو جهاد النفس لأن النفس لها ثلاث حالات الحال الأولى يا عبد الله إنها أمارة بالسوء وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أمارة كثيرة الأمر بالسوء ما يسيء إلى النفس ويخبثها ويلوثها أمارة بالسوء وقال وقال تعالى لا أقسم بيوم القيام ولا أقسم بالنفس اللوام هذه صفة أخرى لوام كثيرة اللوم وأخيرا المطمئن يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا آخر نفس للعبد في هذه الحياة يجاهد الأمارة فتنتق إلى لوام ثم تطمئن وتصبح تتلذذ بعبادة الله وذكره إن كنت تجد لذ في طعام وشراب فذو النفس المطمئن يجدها أكثر في ذكر الله أو للطراح بين يدي الله المطمئن عندما تودع هذه الحياة اسم ما يقول لها الملكان أو ملك الموت وأعوانه يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك جاءت من عنده عود إليه راضية مرضية فادخلي في عبادي أي في جملة وادخلي جنتي ولهذا كان الصالحون يدعون الله ويقولون اللهم إنا نسألك نفسا مطمئن تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك من منكم يعيد أن يدخل الميدان قل كلنا داخلون الجهاد جهاد النفس حتى تصبح نفسك حتى تصبح نفسك إذا سمعت باطل ما تطيق إذا شاهدت منك تنزعج إذا غفلت أو تخلت عن طاعة الله كائبت وحازنت اعلم أنها تطمئنت وهذا هذا الغلام أو هذا السيد قل الحمد لله أنا منهم نهنئك النفس المطمئن تصبح ترتاح ارتياح كامل لمثل هذه الجلسة والله إن الموفوس المطمئن لمرتاح لو تجلس في مجلس آخر في باطل في سوء ما تطيق ما تستطيع تلك علامة أنها وصلت إلى هذا المستوى اللايق وهو الطمأنين ترضى بالقضاء وتقنع بالعطاء وتؤمن باللقاء إذا الصبر حبس النفس مجاهدتها إكهارها على طاعة الله ورسوله على الذكر والشكر وهي كارية إلى متى حتى تطيبا وتطهر وتسكن وأن بعد ذلك ما تشتع ولا تتعب أبدا هي تجري وراء الهدى وتطلب الخير والمعروف لابد من جهاد يتم هذا بالصبر وإن لا أرشدنا الله تعالى على العون على الذكر والشكر بالصبر قال واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة ترين أي والله الصلاة دائما نقول هيا نذهب إلى المحافظ في أي بلد تعرفون المحافظ كوميسار رئيس شرطة تعرفون ولا لا نذهب إليه ونقول من فضلك يا سيد أو يا ميسيو كما يقولون أعطينا قائمة بالجرائم التي تمت هذا الأسبوع أو هذا الشهر عندهم مسجل ولا لا هذا ضرب أباه هذا اسخان أمه هذا فعل كذا هذا فعل كذا يعطينا قائمة نقول إن وجدنا في تلك القائمة نسبة أكثر من خمسة في المئة من مقيم الصلاة اذبحوني قلت هذا من أربعين سنة هاتر إن وجدتم نسبة أكثر من خمسة في المئة لأن الخمسة قد تكون من الشذود أما أن تجد خمسين وسبعين وثمانين وعد من المقيم من الصلاة من أهل الجرائم والله ما يكون وبينوا هذا برهنوا عليه روحوا للكوميسارات والحكام أعطونا الجرائم تجدون أكثر من خمسة في المئة من مقيم الصلاة الذي يغشى بيت الله خمسة مرات في الليل والنهار يذكره ويشكره بين يديه يخرج يفجر ولا يسرق أو يشهد الزر أو يقول الباطل وواضع الصلاة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر فإقام الصلاة عون كالصبع على الذكر والشكر والمراد والمراد من الذكر والشكر العباد الكامل الظاهر والباطن بأتم معناها كلمة الذكر والشكر معناها عبادة الله من الطهارة إلى الرباط والجهاد ما العون على هذه العبادة الصبر عليها وإقام الصلاة من الذي أرشدنا إلى هذا فيلسوف يرى الله خالق كل شيء واستعينوا بالصبر والصلاة ما زلت أقول المقيمون على الصلاة يتركون ذكر الله ممكن ومن احتج علي بأن يخش من المسجد ويقول الباطل ويقول كذا ويفعل كذا هذا صلاته باطلا صلاته باطلا هاته يعرض صلاته علينا في صدق يحكم الفقهاء ببطلانها وحاش لله أن يتخلف وعده وهو القائل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكى والذي يصلي وقلبه غافل يصلي ولا يطمئن في وكوع ولا سجود يصلي ولا يخش ولا يدمع يصلي وهو مع الله بجسمه وقلبه مع ليلة وسلم أن ياله أن تنتج له صلاة طهار أو صفال روحه هذا هو السر واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معهم نعم كيف يكون معنا هل نحن الآن الله معنا وإلى لا معنا العوالم كلها بين يديه إذا كانت السماوات السبع مطوية بيمينه يوم القيامة والأرض بيمينه ماذا يغيب عن الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هو معنا بعلمه وقدرتي نحن بين يديه كالذباب أينما تكون الله معكم يراكم ويسمع أقوالكم ويعف دقات قلوبكم ونبغات عروقكم لا يخفى عليهم من أمنا شيء فلهذا لو ذكرنا هذا ما نقو على معصيتي أبدا ما نقضي حياة منه وينظر إلينا فهو معنا مع الصابرين بالتأييد بالنصر بالعون بالتثبيت بالعطاء بالوهب بكل ما يتطلبه المؤمن إذا كان صابرا معه المجهد الصابر والله لا ينتصرنا ولا ينهزم أبدا يروى أن عنطر بن شداد البطر المعروف قالوا كيف تنتصر على الأقران وتهزمهم قال ما عندي شيء أنا ويام سواء إلا أنني أصبر كلما أحاول أن أفشل أثبت نفسي حتى يفشل خصمي أو قرني أمامي ويسقط وإلا قوتي وقوتهم سواء ما في فرق أقراني مثلي ولكن أغلبهم بالصبر أثبت أثبت حتى ينهزم إن الله مع الصابرين بالعون والتأييد فمن ذكر الله ولازم هذا الباب وشكر الله واستمر على شكر الله عز وجل ولما يضعف يستعن بالصبر والصلاة فإن الله معه لن ينهزم ولن ينكسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا منهم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أذكركم بما وعدنا الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكين وغشيتهم والرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبقوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله فبشراكم نادانا نادانا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كل مومن ومومنة يقول لبيك ربي لبيك أطلب تغطى مر نفعل إنها نجتنب هذه لو أنفقتم ما فالأرض جميعا على أن تغفروا بنداء الله لكم والله ما وصلتم إليه ولكن منته أن جعلنا مومنين فأصبحنا أهلا لأن ينادينا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقد علمتم وأذكر الناس وأعلم غير العالمين أن نداء الله لنا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا دال على أن المؤمن حي يسمع ويبصر يعي ويفهم يعطي ويمنى يفعل ويترك لكمال حياته إذ الإيمان بمثابة الروح والأجسام إذا فارقتها الأرواح ماتت وإذا دخلتها الأرواح حيت ولن تجد جسما حيا بدون الروح أبدا والإيمان بمثابة الروح فلما أحيانا الله تعالى بالإيمان الذي وهبنا وجعلنا من أهله أصبحنا أحياء ينادين فنسمع يامونا فنطير ينهانا فننتهي يبشرنا فنستبشر يحذرنا فنحذر يعدنا ويعدنا فنفرح ونخاف لكمال حياتنا أما الكفار وموات أي عقل أن تنادي ميتا لتأمره أو تنهى قف على قبر وقل يا صاحب القبر قم فأذن وصل أنت معقل عاقل وإن مجنون يا صاحب القبر من الآن لا تقول الباطل ولا تنطق بالسوء أنت تعمو ميتا وإلا حي ميت الميت يسمع ويفهم ما تقول وينهض فيعمل أو يطرق لا أريد أن يفهم السامعون والسامعات أن الإيمان به الحياة أما الكافر فكالميت ومن قال ما الدليل على ما تقول يا شيخ الدليل أهل الذن من اليهود والنصارى يعيشون تحت راية لا إله إلا الله محمد وصول الله تحت الدولة الإسلامية غادا أو بعده وأين هلال رمضان وأعلننا أو الصيام هل نأمر هذا الذن من اليهود النصارى بالصيام ما يجوز حرام أتأمر ميتا دا وجبت الزكاة هل نقول يا معشر أهل الذن في ديارنا قد دخل شهر الزكاة فأعدوا زكاة أموالكم يجوز نقول هذا عبد له ولا ميت كيف تأمره أذن المؤذن ناد أهل الله إلى الصلاة عباد الله ويهود أو نصران أمام بابه تقول امشي صلي ميت أتأمر ميتا هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا عرفنا أن الكافر ميت لا يؤمر ولا ينهى إذا نفخنا فيه الروح وسرت في جسمه ولاحة تنوارها على جوارعه فأصبح يسمع ويفهم بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي قوم يا عبد الله اغتسل هذا هو الحمام أو المستحم يقوم يغتسل هيا بنا إلى المزل ونصلي يمشي هيا يسمع ويقوى على أن يفعل يفعل أما وهو ميت بكفر وظلمة نفسه أمن المعقول أن تأمره وتنهى بعبادة الله والآن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هل عرفتم أنكم أحياء الحمد لله الحمد لله هل عرفتم أن الكفار أموات أموات إذن لا تقلدوهم تريد أن تكون كالميت ميت كيف تأخذ بآدابه وأفكاره ووو حتى تتزي بزيه وهو ميت هذا لا يصح أبدا ميت إذن فأن نحمد الله على أن أنعم علينا بنعمة الإيمان وهي نعمة من الله كم من حاذق لبيب عليم عارف وحرم هذه النعمة وهو كافر في عدال كافر ذكاء خارق للعادة وما عرف أنه عبد مربوب لرب عظيم كل شيء يدل على علمه وقدرته ووجوده وما سأل أهل العلم ولا قال من خلقني لما خلقت إلى أين مصيري ولكن في باب الطعام والشراب واللباس والمركوب يحرق تلك الأمور حذقا عجبا لأن الله ما أراد أن ينزله منازل الأبرار علم أن هذا العبد عندما يعرض عليه الإيمان يرفضه باختياره وإرادته بل ويحارب أهله ويعادهم فكتب ذلك في كتاب المقادير قبل أن يكون هذا الكافر باطل ولا لا نقص سجد فقط من السجدات في أي ترك قال ليك في السجد وحده والتحية له صلاة سلم ماذا يقول الفقه صلاتك باطلة ما معنى باطلة معنى ما تنتج لك الحسنات ما تولد لك الأنوار أعداء وإلا عملية فاشلة المؤكبات الكيميائية على سبيل المثال إبرا بن سيلين توطا لو يعمل لك خمسين إبرا هي دوى وإلا لا يقتلونه كمية الدوى تفعل كمن يصل للمغرب أربعة أو سبعة ما ينفع أنك تزيد باطل إذن أليس برين للصدى آتيت بعلبة كاملة في عشرين عبا وابتلعت ينفع بدل ما تبتلعها أو تدوب وتشربها غسلت بها راسك تنفع باطلة ما تنفع ذي أمثل محسوسا فما أمرنا الله بالاستعانة بالصلاة إلا لأنها توجد أنوار تغمونا فتجلى على عيوننا وعلى أسماءنا وأبصارنا وأسنتنا وعلى كل حركاتنا لما تولد من ذلك النور ومن قال ما الدليل يا شيخ على ما تقول الجواب اسمع الله تعالى يقول وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابع له نحن أتبع القائد وإلى لا يقول له أطل ما أوحي إليك من الكتاب أطل إقع ما أوحي إليك من الكتاب لما نقع الكتاب فالصلاة يعني لا فالصلاة وخارج يقرأ الكتاب لأنه مصدر العلم والمعرفة مصدر توليد طاقة الإيمان تريد أن تقوى أن يشتد ساعدك أن ترتفع كلمتك أن يطل كتاب ونحن ونحن نقوه على الموت فقط أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة يا رسول الله أقم الصلاة لما يا ربي ما الفائدة من إقام الصلاة ما قال وصلي لو شاء قال أطل ما أحي إليك من كتاب وصلي لنا قال وأقم الصلاة وعلل لهذا الأمر علل لهذا الحكم يا أبناء الإسلام تعرفون العل وإلى لما طبقت هذا الفول يا أم سعيد قال ليفطر به الأولاد قبل الذهب إلى المدرسة عللت وإلى لما لما يعلل الله لنه ما نفهم سبحان الله والله ما يفهمون وهم يعرفون التعليل لكل عمل وما أمر الله ولنها إلا ويعلل لذلك وأقم الصلاة لما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر الصلاة تنهى عن فعل الفحشاء وفعل المنقر عن قول الفحشاء عن قول المنقر عن اعتقاد الفحشاء عن اعتقاد المنقر الصلاة تنهى كيف تنهى سمعتموها يوما تنادي يا عبد الله لا تسرق يا عبد الله لا تقول السوء الصلاة ما أوفى ما تنطق إذن كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر الجواب أنها توفر النور الطاقة النورانية والذي يمشي في النور يضع رجله على عقرب ها الذي يمشي في النور يجلس على سدرة الشوق الذي يمشي في النور يعدل عن الطريق وينحرف عنها الجواب لا نور فالذي يمشي في الظلام هو الذي يقع له هذا قد يدوس حنشا أو أفعى تلسعه قد يجلس على خر وبول ما يرى لكن صاحب النور أن له أن يقع فيما يضره ويذيه فالصلاة أكبر مولد لهذه الطاقة النورانية أكبر مولد الحج العمر الجهاد قل ما شئ من مولدات الحسنات أو الأنوار الصلاة أعظمها بشهادة يا رسول الله ونقول ما نحن في حاجة إلى البوليس والشرط والدعاق والآنات لنقائم السراق ونقائم اللصوص والمجرمين والخوان ما نحتاج لها فقط نقيم الصلاة أصحيح هذا الكلام والله الذي لا إلى غيره لأصح من الصحيح ما الدليل يا شيخ عندنا براهين كم كانت شرطة النبي صلى الله عليه وسلم من مدير الشرطة كم حادث واقع في عشر سنوات زنيا واحدة وسرق واحدة أبو بكر الصديق أيام قاد المسلمين ثلاث سنوات من هو مدير شرطته كم كان عنده من الشرط والدعاق ورجال الأمن كم ولا واحد عمر ثلاثة عشر سنة من مدير شرطة عمر كان عنده شرطي بوليس والله ما فيه ما هي الجوائم التي وقعت ولا شيء عثمان سلسلة أتدون السر ما هو لأنهم يقيمون الصلاة رجالا ونساء كبارا وصغار فازدهرت قلوبهم بالإيمان وزكت نفوسهم بالصلاة فأصبح النوع يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم فصاحبوا هذا النوع ما ينتر بكلمة سوء فضلا أن يمد يده ليوذي أخاه أو أمه ماذا ترون هذا كلام خيال أيها السامعون وفيكم العلماء ورجال السياسة أيها الظائحون عندنا ما يسكتكم هيا بنا إلى أي محافظ في بلد من بلاد المسلمين من أندونيسا إلى موريطانيا يا محافظ أنا فلان تنازعنا هذا يقول المقيمون على الصلاة ما يجنون ولا يفسدون ولا يفسقون وأنا أقول هم الذين يفسقون ويجرمون أعطينا قائمة بأسماء الذين اجترموا واشترحوا السيئات في هذا الشهر مسجلة عندهم ولا لا مسجلة هاتي القائمة إبراهيم بن عثمان عيسى بن سعيد موسى بن فلان خالد من كذا هذا سرق فلان هذا ضعاب فلان هذا ضبط يشرب الحشيشة هذا كذا تسمع فنقول إن وجدتم بينهم أكثر من خمسة في المئة من مقيم الصلاة اذبحوني الآن عندنا أربعين سنة نتحدى ما سطر حديث بالشيء خمسة في المئة ممن سجلتم جرائمهم بالزنا واللواط والسرقة وعقوق الوالدين وخيانة الجيران وضرب كذا وكذا تسعين إن وجدنا أكثر من خمسة لمن استثنى خمسة لأن الشذود يقع والشاذ لا حكم له نادر عرفتم عرفتم وخمسة وتسعين من تارك الصلاة في دياركم ومن المصلين الذين لا يقيمون الصلاة ماذا يقول رجال العلم والسياسة تفضل إن عابدا يطرح بين يديه ويناجي ربه ويتردد على بيته خمسة مرات بالليل والنهار ويضف الدموع حتى تسيل على خديبا يديه يخرج من المسجد ليكذب والله ما كان يخرج من المسجد ليطارد النساء ويزاني والله ما يكون يخرج من المسجد ليتعاطى الحرام ويبيع حرام والله ما ينفذ أما أن تقول يصلون ويفعلون فرق كبير بين يصلي وبين يقيم الصلاة ما هو الفرق يا شيخ المقيم الصلاة صلاة ولدت له النور أوجدت له الطاقة فبها يبصر ويعرف الحق من الباطل والطهر من الخبت أما الذي يصلي ما أنتجت له كما دخل خرج دخل في ظلام وخرج في ظلام هذا يقرر هذا يقرر ما سمعتم أن الصلاة أكبر مولد للنور للطاقة النورانية أكثر من الصيام أكثر من الحج لأن عبدا يذهب إلى ربه ويتكلم معه ويناجيه ويبكي بين يديه ويمرق وجهه في التراب طالبا رضاه مستعيدا من غضب وصخطيه يسلم هنا ويخرج يسب فلان وفلان والله ما يقول إذن هيا نقيم الصلاة ننتهي هيا نقيم الصلاة نحتاج إلى العلم أولا الذي ما يعرف كيف يصلي كيف يقيمها ما عرف أركانها ولا واجباتها ولا هيئتها عدنا من حيث بدأنا هيا نتعلم لا بد من التعلم نعم طالب العلم فريضا على كل مسلم ومسلما العالمون هم الذين يعقلون ويفهمون ويسوسون ويقودون والجهلا عميان وضلال يقودون الناس المهاوي ويسقونهم السم وهم لا يشعرون لعل يواهم اسمع البرهنة ذهب الله مثلا فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل صيفا مثل الذين اتخذوا من دون الله جعلوا من دون الله أولياء يبكون بين أيديهم يستقيثون بهم يطلبون نصرتهم يريدون أن يشدوا من قواهم وعزمهم أموات أو أحياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت هذا كلام الله أولياء مفهوم تعرفون العنكبوت أولياء جمعناكب حشرة تعمى النسيج عجب كمثال العنكبوت اتخذت بيتها لتسكنه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ممكن بيت النمق القملة أحسن وأصح تدخل تحت الشعر أما العنكبوت بيتها ماذا خيوط في الهوى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك الأمثال نضيبها للناس وما يعقلها إلا العالمون هذا محل الشاهد وتلك الأمثال نضيبها للناس لهدايتهم وتعليمهم وما يعقلها إلا العالمون إلا أهل العلم والمصير فغير العالم يستطع يقود أمه يسود جماع يصلح قاريا يصلح أسر والله ما أستطيع يا شيخ لما تحلم بالله كيف تقول هذا الكلام أقول ها نحن في القارات الخمس من اليابان شرقا إلى أمريكا غربا دلون على دولة على قاري على أمة استقام أمرها وأصبحوا كالملائكة في الأرض تسودهم الرحم والرحم والإخاء والطهر والصفاء هاتوا عندكم جهل بربهم وبشرعه وقانون ولقائه كيف ينتجون الطهر والصفاء بل ينتجون الخبت والعفن والشار والفساد لعل الشيخ واهم فرنسا أرقى دولة في أوروبا سجلوا لها عشرة آلاف جريمة في كل يوم من جرائم سبوا شثمى شرق وقتلوا وجرائم أين البوليس وأين الأنظمة وأين تلك الآلات فعلوا شيء السويد والضاني مارك سموا اتقوا ينزوا بعضهم على بعض في الغابات والبسات أين الكمال إذن ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أربنا وابعث فيهم رسولا منهم هل دعوة من؟ إبراهيم وإسماعيل أربنا وابعث فيهم منهم؟ أولاد إسماعيل لما يلد ويزوج ويولد أربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هذا نظام الكمال البشري هذا سلم اللقي إلى مقامات أهل الجنة